بسم الله الرحمن الرحيم الوده الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الأول من كتاب صرح شدور الذاب في معرفة كلام العرب مؤلف الكتاب ابن هشام الأنصاري المصري نشر الكتاب المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة لصاحبها مصطفى محمد يقرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سبع الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية جامعة الإيمان محمد بن سعود الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه وصلى الله على سيدنا محمد وعسطة عقد أنبيائه وعلى آله وصحبه وأوليائه أحمده سبحانه حمدا يكون سببا مبنيا من رضاه وأشكره شكرا يكون مقربا من الفوز بمغفرته وبعده فهذا كتاب شذور الذاب في معرفة كلام العرب وشرحه وهما من تصاليف العلامة المحقق فخر العربية وحامل لواء علمائها أفضل من صنف من رجالات القرن الثامن الهجري في قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها جمال الدين ابن هشام الأنصاري وهذا الكتاب وشرحه صنوا كتابه قطر الندى وبل الصدى وشرح صنفهما ابن هشام للذين شدوا من علم العربية شيئا يكون كالمقدمة لقراءتهما وكنا ندرسهما نعا في الجامع الأزهر في فرقة دراسية واحدة وفي عام واحد وكنا نستيعبهما قراءة ودرسة ولم نجد في ذلك مشقة ولا عنة وللكتابين في نفسي ذكريات لم يأتي عليهم الزمان فقد تلقيتهما معا على شيخ واحد وكان رحمه الله تعالى مثالا للجد والإخلاص في التحصيل والإفهام ودعث الهمة على الاقتداء به فكان ذلك أحد البواعف على محبة الكتابين وتخصيلهما ثم كان أشد البواعف إلى الكتابة عليهما ودعثهما وقد كان مما جرى به القبر أرؤت مشيخة الجامع الأزهر في لظامها الجديد تدريس هذين الكتابين لفرقتين دراسيتين فاجعلت قطر الندى وشرحه للسنة الثالثة لابتدائية وشذور الذهب وشرحه للسنة الرابعة الابتدائية وقد قدمت لقراء العربية عامة ولأبنائي وإخواني من طلبة الأزهر وأساتفته شرحا سهل العبارة فائق التحقيق على شرح قطر الندى فكان لزانا علي أن أعززه بشرح على شذور الذهب ليكون له أخى يداميه في السهولة والتحقيق ويقرب ما أغرب به ابن هشان مما أودعه فيه من عوص المسائل التي ترجع إلى الفقه في العربية والدقة في معرفة أسرارها وقد سميت هذا الشرح منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب راجيا أن يتطابق الاسم والمسنة وأن يكون ما أودعته فيه من ذخائر العربية مقنعا لراغب البحث سادا لمهنة الملعينة بالتفقه في الحقائق العلمية فإن أكن قد أصدت الذي أرد فهذا توفيق الله تعالى وتيسيره وإن تكن الأخرى فلا يكلف الله نفسا إلا يسعها وبحسب خلوص النية لله والرسول رب هبني من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كتبه المعتز بالله وحده أبو رجاء محمد محي الدين عبد الحلوب ترجمة ابن هشام صاحب كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب وشرح هو الإمام الذي يفاق أقرانه وشأ من تقدمه وأعي من يأتي بعده الذي لا يشق غباره في ساعة الاطلاع وحسن العبارة وجمال التعليم الصالح الولاء أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشامل الأنصاري المصري ولد في القاهرة في ذو القعبة عام ثمان وسبعمائة من الهجرة ولزم الشهاد عبد اللطيف ابن المرحل وتلا على ابن السراج وسمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي شلمى المجن ولم يلازمه ولا قرأ عليه غيره وحضر درس التاج التبريزي وقرأ على التاج الفاتهاني شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة وحدث عن ابن جماعة بالشاطبية وتفقها على مذهب الشافعي ثم تحمدل فحفظ مختصر الخرقي قبل وفاة وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم وتصدر لمفع الطالبين وانصرد بالسيائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرب والاقتبار على التصرف في الكلام وكانت له ملكة يتمكن بها من التعبير عن مقصوبه بما يريد مسهبا وموجزا وكان مع ذلك متواضعا برا دمس الخلق شديد الشفقة رقيق القلب قال عنه ابن خلدون نازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحا من سيبا وقال عنه مرة أخرى إن ابن هشام على علم جن يشهد بعلو قبره في صناعة النحو وكان ينحو في طريقته منحات أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جن واتبعوا مصطلح تعليمه فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته والطلاعه انتهى كلام ابن خلدون ولابن هشام مصنفات كثيرة كلها ينافع مفيد تلوخ منه أمارات التحقيق وطول الباع وتطالعك من روحه علائم الإخلاص والرغبة عن الشهرة وذيوع الصيد ونحن نذكر لك من ذلك ما اطلعنا عليه او بلغنا علمه مرتبا على حروف المعجن وندمك على مكان ودوده ان علمنا انه موضود او نذكر لك الذي حدث به ان لم نعلم ودوده وهكذا اولا الاعراب عن قواعد الاعراب تبع في الاستانة وفي مصر وشرحه الشيخ خالد الازهري ثانيا الالغاز وهو كتاب في مسائل نحوية صنفه لحزانة السلطان الملك الكامل تبع في مصر وفي الاسكانة ثالثا اوضح المسالك الى الفية ابن مالك تبع مرارا وشرحه الشيخ خالد ولما عليه ثلاثة شروح اولها شرح وجيز مطموع وثانم متوسط تبع ايضا وثالث مبشوط لم يطمع رابعا التذكرة ذكره الشيخ وقال انه كتاب في خمسة عشر مجلدا ولم نطلع على شيء منه خامسا التحصيل والتفصيل لكتاب التذيير والتكميل ذكر الصيوط انه عدة مجلدا سادسا الجانع الصغير ذكره الصيوط ويوجد في مكتبة باريس سابعا الجانع الكبير ذكره الصيوط ثانيا رسالة في انتصاب لها وفضلا واعراب خلافا وايضا وهلو مجرا وهي موجودة في دار الكتب المصرية وفي مكتبة بارلين وليد وهي برمتها في كتاب الاشباه والمظائر النقوية للشيوط المطبوع فيهم تاسعا رسالة في استعمال المنادة في تسع ايات من القرآن الكريم موجودة في مكتبة بارلين عشرا رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة ذكره الشيوط وذكر انه يقع في اربعة مجلدات حادي عشر الروضة الادبية في شياهد علوم العربية يوجد بمكتبة بارلين وهو شرح شياهد كتاب اللمع لابن جنه ثاني عشر شدور الزهب في معرفة كلام العرب تدع مرارا ولنا عليه شرح مطبوع ثالث عشر شرح البردة بكره الشيوط وربما كان هو شرح بانة سعاد رابع عشر شرح شدور الزهب المتقدم تدع مرارا ولنا عليه شرح تدع مرارا وهو هذا الذي نقدمه اليوم لك خامس عشر شرح الشياهد الصغرى ذكره الشيوطي ايضا ولا ندري اهو كتاب الروضة السابق ام هو كتاب اخر سادس عشر شرح الشياهد الكبرى ذكره الشيوطي ايضا ولا ندري حقيقة حاله سابع عشر شرح قصيدة بانة سعاد تدع مرارا ثامن عشر شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية يوجد في مكتبة اليدن تاسع عشر شرح قطر الندى وبل الصدى تدع مرارا ولنا عليه شرح تدع مرارا ايضا عشرون شرح اللمحة لابي حيان ذكره السيوطي واحد وعشرون عندة الطالب في تحقيق صرف ابن الحاجب ذكره السيوطي وذكر انه في مجل دايم اثنان وعشرون فلح الشذا في مسألة كذا وهو شرح لكتاب الشذا في مسألة كذا تصنيف ابي حيان يوجد في ضمن كتاب الاشباه والنزائر النحوية لسيوطي ثالث وعشرون قطر الندى وبل الصدى تدع مرارا وهو نتم الشرح السابق ذكره ولنا عليه شرح مطبوع رابع وعشرون القواعد الشغرة ذكره الشيوطي خامش وعشرون القواعد الكبرى ذكره الشيوطي سادس وعشرون مختصر الانتصاف من الكشاف وهو اختصار لكتاب صنفه ابن المنير في الرد على آراء المعتزلة التي ذكرها الزمخشري في تفسير الكشاف واسم كتاب ابن المنير الانتصاف من الكشاف وكتاب ابن هشام يوجد في مكتبة برلين ومكتبة الأزهر سابع وعشرون المسائل السفرية في النحو ذكره الشيوطي ثامن وعشرون مغني اللذيب عن كتب أعريب طبع في طهران والقاهرة مرارا وعليه شروح كثيرة منها عدد موافل ولما عليه شرح مبشور نسأل الله أن نعين على طبعه تاسع وعشرون نوقد الأذهان ونوقد الوسنان تعرض فيه لكثير من مشكلات النحو يوجد في دار الكتب المصرية ومكتبة برلين وباريس وتوفي رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة وقيل في ليلة الخميس الخامس من شهر ذو القعبة سنة إحدى وستين وسبعمائة من الهجرة سنة ستين وثلاثمائة وألف من الميلان وقد ذكر حاجي خليفة في غير موضع من كتابه كشف الظنون أنه توفي في عام اثنين وستين وسبعمائة من الهجرة وهو ما لم أجده لأحد سياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتاة الفضائم وحيد دهره وفريد عصره صدر المحققين وبركة المسلمين جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ جمال الدين يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته أول ما أقول إني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم أطبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين وبعد فهذا كتاب شرحت به مختصر المسنى بشذور الزهد في معرفة كلام العرب تمنت به شواهدة وجمعت به شواردة ومكنت من اقتناص أوابده قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة وعمدت فيه إلى لف المدام والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من شياهد الأصل ذكرت إعرابة وكلما أتيت على لفظ مستغرب أربفته بما يزيل استغرابة وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية تنزيل وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أنثال هذه المطالب والله تعالى أسأل أم ينفعني وإياكم بذلك إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنهي قلت الكلمة قول مفرد وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنوان أما لغاتها فكلمة على وزن نبقه وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز وبها جاء التنزيل وجمعها كلم كنبق وكلمة على وزن سدرة وكلمة على وزن طمرة وهما لغة تمين وجمع الأولى كلم كسدر والثانية كلم كطمر وكذلك كل ما كان على وزن فعل نحو كبد وكتف فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث فإن كان الوسط حرف حلق جاز فيه لغة رابعة وهي إطباع الأول للثاني في الكسر نحو فخد وشهد وأما معنواهما فأحدهما استلاحي وهو ما ذكر والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كردل وفرس بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ وبخلاف المهمل نحو ديز مقلوب زيد فإنه وإن كان لغظا لكنه لا يدل على معنى فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى كما مثلنا من قولنا رجل وفرس ألا ترى أن أجزاء كل منهما وهي حروف السلاثة إذا انفرد شيء منها لا تدل على شيء مما دلت عليه جملته بخلاف قولنا غلام زيد فإنه مركب لأن كلا من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيد قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى قول القائل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وكلا في العربية على ثلاثة أوجه حرف ردع وزجر وبمعنى حقا وبمعنى إيه فالأول كما في هذه الآية أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الرجوع والثاني نحو كلا إن الإنسان ليطغى أي حقا إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه كذا قال قوم وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أما بعدها وكذلك ألا التي بمعناها فكذا ينبغي في كلا والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام وتلك تكسر بعدها إن نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليه والثالث قبل القسم نحو كلا والقمر معناه إي والقمر قال المدر ابن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك ولها معنى الرابة تكون بنعنى إلا وإن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين والضمير اسمها وهو راجع إلى المقالة وكلمة خبرها وهو قائلها جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكران وأما بعد المعارف فهي أحوال كجاء زيد يضحك ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف وأقول الكلمة جنش تحتهو هذه الأنواع الثلاثة لا غيره أجمع على ذلك من معتد بقوله قالوا ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات فالذات باسم والحدث أنفعل والرابطة الحرف وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف وإن دلت على معنى في نفسها فإن دلت على زمان محصن فهي الفعل وإلا فهي الاسم قال ابن الخباس ولا يختص حصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغة انتهى ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وفي اللغة سمة الشيء أي علامته وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث فإن كل منها علامة على معنى والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من كيام أو قعود أو نحوهما والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره وفي اللغة طرف الشيء كحرف الجدل وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف الآية أي على طرف وجانب من الدين أي لا يدخل فيه على ثبات وتنكم فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة نال ونحوهما اطمئن به وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب على وجهه عنه والوع عاطفة ومن جارة معناها الطبعي والناس مجرور بها واللا مفيد لتعريف الجنس ومن مبتدأ تقدم خبره في الجار والمجرور ويعبد فعل مبارع مرفوع لخلومه من الماصب والجازم والفاعل مستقر عائد على من باعتبار لفظها والله لفظ الجلالة نصد بالفعل والجملة صلة لمن إن قدرت من نعرفه بمعنى الذي وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناسي وعلى الأول فلا موضع لها وكذا كل جملة وقعت صلة وعلى الثاني موضعها رفع وكذا كل صفة فإنها تتبع موصفها وعلى حرف جار ومضرور في موضع نسب على الحال أي متطرفا مستوفزا فإن الفاء عاطفة وإن حرف شرط أصابه فعل ماض في موضع جزم لأنه فعل الشر والهاء مفعول وخير فاعل واطمأن فعل الناد والفاعل مستكر وبه جار ومضرور متعلق باطمأن وقس على هذا بقية الآية وفيها قراءة غريبة وهي خسر الدنيا والآخرة بخصب الآخرة وتوجيهها أن خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح بل هو وصف معرب بمنزلة فهم وفطن وهو منصوب على الحال ونظره قراءة الأعرج خاسر الدنيا والآخرة إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبش بالفعل وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبش به ثم قلت فالاسم ما يقبل أل أو النباء أو الإصناد إليه وأقول بكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيمي إحداها أل وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام لأنه لا يقال فيها الأنهاء واللام ولا في بن الباء واللام وذلك كالرجل والكتاب والدار وقول أبي الطيب الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرنح والقرطاس والقلم فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول أل عليها فإن قل فكيف دخلت على الفعل في قول السرزق ما أنت بالحكم تردى حكومته ولا الأصيل ولا ذرأي والجدل قلت ذلك ضرورة قبيحة حتى قال الجرجاني ما معناه إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع أي أنه لا يقاس عليه وقل في ذلك اسم موصول بمعنى الذي الثانية النداء نحو يا أيها النبي يا نوحهب يا لوط إنا رسل ربه يا هود ما جئتنا ببينا يا صالح ائتنا يا شعيب أصلاتك تأمرك فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا اسم وهكذا كل نادى فانقل فما تصنع في قراءة الكسائي ألا يا اسجدوا لله فإنه يطف على ألا يا ويكتدئ باسجدوا بالأمر وقوله تعالى يا ليتنا مرد وقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة فدخل حرف النداء فيهن على ما ليس باسم قلت اختلف في ذلك ونحوه على مذهبين أحدهما أن المنادى محذوف أي يا هؤلاء استدوا ويا قوم ليتنا مرد ويا قوم رب كاسية في الدنيا والثاني أن يا فيهن للتنبيه لا للنداء انتهى الوجه الأول الفالتة الفالتة الفسناد إليه وهو أن يسند إليه ما تكم به الفائدة سواء كان ذلك المسند فعلا أو اسما أو جملة فالفعل كقام زيد فقام فعل مشند وزيد اسم مشند إليه والاسم نحو زيد أخوك فالأخ مشند وزيد اسم مشند إليه والجملة نحو أنا كنت فقام فعل مشند إلى التاء وقام والتاء جملة مشندة إلى أنا فإن قل فما تسمع في الإسناديهم خير إلا تسمع في قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه مع أن تسمع فعل بالاتفاق قلت تسمع على إدمار أمن والمعنى أن تسمع والذي حسن حذف أن الأولى ثبوت أن الثانية وقضي أن تسمع بثبوت أن على الأصل وأن والفعل في تأويل مصدره أي سماعك فالإخبار في الحقيقة إنما هو عن اسم وماذه العلامة هي أنفع علامات لسم وبها تعرف اسميتنا في قوله تعالى قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة ما عندكم ينسد وما عند الله باق ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى والنفاذ في الآية الثانية والبقاء في الآية الثالثة فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موشول بنعنى الذي وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا قيد شح هي موشولة بنعنى الذي وصنعوا صلة والعائد محبوث أي إن الذي صنعوه وكيد خبر ويجوز أن تقدرها موشولا حرسيا ستكون هي وصلتها في تأويل المصدر ولا تحتاج حين إذن إلى تقدير عائد وليس لك أن تقدرها حرسا كاسا مثله في قوله تعالى إنما الله إله واحد لأن ذلك يوجد نصب كيد على أنه مفعول صنعه ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل كاء التأنيف الساكنة كقامت وقعدت ومنه نعم وبئس وعسى وليس الأمر وهو ما دل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة كقوم ومنه هات وتعالى أو مضارع وهو ما يقبل لم كلم يقم واستتاحه بحرس من أيت مضمون إن كان الماض رباعيا كأدحرج وأجيب ومسطوح في غيره كأدرب وأستخرج وأقول أنواع السعر ثلاثة ماض وأمر ومضارع ولكل منها علامة تدل عليه فعلامة الماضي كاء التأنيف الساكمة كقامت وقهدت ومنه قيل الشاعر ألمت فحيت ثم قامت فيدعت فلما تولت كابت النفس تزاقب وبذلك اشتدل على أن عسى وليس ليس حرفين كما قال ابن الشراج وفعلا في عسى وكما قال الفارسي في ليسى وعلى أن نعمة ليست اسما كما يقول الفراء ومن وافقه بل هي أفعال ماضية لاتصال التاء المذكورة بها وذلك كقولك ليست هند غالمة فعست أن تفلح وقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة وقول الشاعر نعمة جزاء المتقيم الجنة دار الأمان والمنى والمنى واحترست بالساكنة عن المتحرك فإنها خاصة بالأسماء كقائمة وقاعدة وعلامة الأمر مجموع شيئين لا بد منهما أحدهما أن يدل على الطلب والسام أن يقبل ياء المخاطبة كقوله تعالى فقلي واشرب وقري عينا ومنه هاكي بكسر التاء يتعالى بفتح الله خلافا للزمخشري في زعمه أنهما من أسماء الأفعال ولما أنهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء تقوم هاكي بكسر التاء وتعالى بفتح الله قال الشاهد إذا قلت هاكي مولين متمايلة علي هضو الكش ري المخلخ والعامة تقول تعالى بكسر الله وعليه قول بعض المحدثين تعالى أقاسمك الهموم تعالى والصواب الفتح كما يقال اخشي واسعي سلي لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو تقومين وتقعدين أو دلت على الطلب ولم تقن ياء المخاطبة نحو نزال يا هند بمعنى ذه فليس بفعل أمر وعلامة المدارع أن يقبل دخول لم نحو لم يقم ولم يقر ولا بد من كيومه مفتحا بحرف من أحرف نأيته نحو نقول وأقول ويقوم زيد وتقوم يا زيد ويجب فتح هاجه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي سواء نقص عنها كما نشلنا أو زاد عليها نحو ينطلق ويستخرج وضمها إن كان رباعيا سواء كان كلي أشولا نحو بحرج يبحرد أو واحد من أحرف زائدا نحو أجاب نجيب وجالك لأن أجاب وزنه أفعلا وكذا كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير وأول تلك الأربعة هنزة فاحكم بأنها زائبة نحو أحمد وإصبع وإثمن ومن أنشلة المدارة قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ومتحد لم حرف جزم لنفي المدارع وقلبه ماضية تقول يقوم زيد فيكون الفعل مرفوعا لخلوه عن الناصب والجازم ومحتملا للحال والاستقبال فإذا دخلت عليه لم جزمته وقلبته إلى معنى الماضي وفي الفعل الأول ضمور مستطر مرفوع على الفاعل وفي الثاني ضمور مستطر مرفوع لنيابته مناب الفاعل ولا ضمور في الثاني لأنه قد رفع الظاهر وهو أحد فإنه شميك وكفوا خبرها وجوزوا أن يكون حالا على أنه في الأصل صفة لأحد ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال كقوله لماذ يتنوحش طلل يلوح كأنه خلل أصله لماذ يتطلل موحش وعلى هذا فالخبر الجار والمجهور والظاهر الأول وعليه العمل ففي ففي الآية دليل على جواز الفصل بين كان ومعموليها بمعمول معموله إذا كان ذلك المعمول غرصا أو جارا ومجرورا نحو كان في الدار زيد جالسا وكان عندك عمر جالسا وهذا مال خلاف فيه ثم قلت والحرص ما عدا ذلك كهل يسي ولم وأقول يعرف الحرص بأن لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة للإسم والفعل وهو على ثلاثة أنواع ما يدخل على الأسماء والأفعال كهل نشال دخولها على الإسم قوله تعالى فهل أنتم شاكر ومثال دخولها على الفعل قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم وما يختص بالأسماء كفي في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون وما يختص بالأفعال كلم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ثم معلم أن المنفية بها طارة يكون انتساؤه منقطعة وطارة يكون متصلا بالحال وطارة يكون مستمرا أبدا فالأول نحو قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا أي أي ثم كان بعد ذلك والثاني نحو ولم أكن بدعائك رب شقيا والثالث نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد وهنا تنبيه وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين واو مفتوحة وكسرة حذفت كقولك في وعد يعد وفي وزن يزن وبهذا تعلم لأي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولا ثم قلت والكلام قول مفيد مقصود وأقول والكلام معنى اصطلاحي ولغوي فأما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد وقد مضى تفسير القول وأما المفيد فهو الدار على معنى يحسن السكوت عليه نحو زيد قائما وقام أخوك بخلاف نحو زيد ونحو غلام زيد ونحو الذي قام عدوه فلا يسمى شيء من ذلك مفيدا لأنه لا يحسن السكوت عليه فلا يسمى كلامه وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور أحدها الحدث الذي هو التكليم تقول أعجبني كلامك زيدا أي تكليمك إياه وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال كما في هذا المثال وكقوله قالوا كلامك هند وهي مصغية يشفيك كنت صحيح ذاك لو كان أي تكليمك هند فكلامك مبتدأ ومضاف إليه وهند مفعول وقوله وهي مصغية جملة اسمية في موضع نصب على الحال يشفيك جملة فعلية في موضع رفع على أنها خبر والثاني ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو قعد عمر ونحو ذلك فيسمى ذلك الذي تخيلته كلامه قال الأخطر لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا والثالث ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به لسان الحال والدليل على ذلك في الخط قول العرب القلم أحد اللسانين وبسميتهم ما بين دسته المسخف كلام الله والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة فاستثنى الرمز من الكلام والأصل فيه استثناء الاتصال وأما قوله أشارت بطرف في العين حيثة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتين فإنما نسى الكلام اللفظية لا مطلق الكلام ولو أراد بقوله ولم تتكلم نسى غير الكلام اللفظي لم تقض بقوله سأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا لأنه أشدف للطرف قوله بعد أن نسى الكلام والمراض نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي والدليل عليه فيما نطق به لسان الحام قول مصيد سعاج فأسنع بالذي أنت أهله ولو سكت أسنت عليك الحقائد وقال الله تعالى قالت أتينا طائعين فزعم قوم من العلماء أنهما تكلمت حقيقة وقال آخرون إنهما لما انقادت لأمر الله عز وجل نزل ذلك منزلة القول وفي الآية شاهد شام على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل إذا نصب إليه ما نصب إلى العقلان ألا ترى أن طائعا قد جمع بالياء والنوم لما نصب لموصوفه القيم وشاهد وشاهد سالث على أن النصب في نحو جاء زيد رقب على الحال وتأويل رقبا براكبا لا على أنه مصدر لفعل محذوف أي يركب رقبا ولا على أنه مصدر للفعل المذكور خلايا لزاعي ذلك ووجه الدليل أن طائعين حال وهو في مقابلة طوعا أو قرها سيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين ثم قلت وهو خبر وطلب وإنشاء وأقول كما انقسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع خبر وطلب وإنشاء وما بكذلك أنه إما أن يحتمل التصديق والتكذب أي فإن احتملهما فهو الخبر نحو قام زيد وما قام زيد وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن مجود لفظه أو يقترنا فإن تأخر عنه فهو الطلب نحو اضرب ولا تضرب وهل جاءك زيد وإن اقترنا فهو الإنشاء كقولك لعبدك أنت حر وقولك لمن أوجد لك النكاح قبلت هذا النكاح وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم والتحقيق خلافه وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط وأن الطلب من أقسام الإنشاء وأن مجلولكم حاصل عند الطلب غرب لا يتأخر عنه وإنما يتأخر عنه الانتشال وهو خارج عن مجلول الله ولم اختص هذا النوع بأن إيجاب لفظه إيجاب لنعناه سن وإنشاء قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء أي أوجد ماهن إيجاب إنا إنا أسمه والأصل إننا فحبفة النوم الثانية تخفيف أنشأناهن فعل ماذ نفاعي ونفعي والجملة في موضع رفع على أنها خبر إنشاء مصدر مؤك والدمور في أنشأناهن قال قتابه راجع إلى الحور العين المذكورات قبله وفيه بعد لأن تلك قصة قد انقضت جملة وقال أبي عبيدة عائد على غير مذكور مثل حتى طوارد بالحجاب والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوع على المعنى المراد وقيم عائد على الفرش وأن المراد الأزواج وهم مرفوعات على الأرائق بدليل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائق مدتكئه أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا ثم قلت باب الإعراب أفعر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر يسم المتمكن للفعل المبارئة وأقول بالإعراب عنها لغوي وصناعي فنعناه اللغويه الإبانة يقال أعراب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه وفي الحديث البكر تشتأمر وإذنها صنة والأذن تعرض عن نفسها أي تبين رضاها بصريش النطق ونعناه لاستلاح ما ذكر نشال الآشار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قيلك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ألا ترى أنها آشار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليها وهي جاء ورأ والباء ومثال الآشار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر مخ أنستى من قولك جاء الفتة ورأيت الفتة ومررت بالفتة فإنك تقدر في آخر في المثال الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة وتلك الحركات المقدرة إعراب كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب وخرج بقوله يجبه العام نحو الضم في النوم في قوله تعالى فمنوكي كتابه في كراءة ورش بنقل حركة همزة أوكية إلى ما قبلها وإسقاق الهمزة والفتحة في دال قد فلح على كراءته أيضا بالنقل والكسرة في دال الحمد بالله في قراءة من أتبع الدال اللام فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها فليست إعرابا وقال في آخر الكلمة بيام لمحمل إعراب من الكلمة وليس باحتراز إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة في احترز عنها فإن قل بلى قد وجد ذلك في المرء وابنم أنا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرفع ضم آخرهما وما قبل آخرهما فتقول هذا مرء وابنم وإذا دخل عليهما الناصد فتحهما فتقول رأيتم رأى وابنما وإذا دخل عليهم الخافض كصرهما فتقول مررت بالرئ وابنم قال الله تعال إن الرئ هلك ما كان أبوك رأسا يكون الرئ منهم يوم إذن شأن مغنم قلت اختلف أهل البلدين في هذين رسمين فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين وإذا فرعنا على قولين فلا يجوز الاحتراج عنهما بل يجد اتخالهما في الحد وقال البصريون وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الأعراب وما قبلها اتباع لها وعلى قولين فلا وسح اتخالهما في الحد واتفاع رؤ في الآية الأولى على أنه فاعل بشعل محذوف يفسره الفعل المذكور والتقدير إن هلك رؤ هلك ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور خلافا للكوفيين لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل ولا مبتدأ خلافا لهم وللأخفش لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الاسمية وانتصابه في الآية الثانية لأنه خبر كان وانجراره في الثالثة بالإبارة ثم قلت وأنواعه رفع ومصل في اسم وفعل كزيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم كبزيد وجزم في فعل كلم يقوم والقصل قوم الرفع بالدمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون وأقول أنواع الإعراب أربعة رفع ونصب وجر وجزم وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسى ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب مشال دخول الرفع فيهما زيد يقوم فزيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفع بالدمة ويقوم مرفوع لأنه فعل مبارع خال عن ناصب وجاز وعلامة رفعه أيضا بالدمة ومشال دخول النصب فيهما إن زيدا ون يقوم فزيدا اسم منشوب بإن وعلامة نصب الفتحة ويقوم فعل مبارع منشوب بلم وعلامة نصب أيضا الفتحة وما هو خاص بالاسم وهو الجر نحو لزيد فزيد مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة وما هو خاص بالفعل وهو الجزم فحو لم يكن فيقوم فعل مبارع مجزول بلم وعلامة جزمه حذف الحركة والأصل في هذه الأنواع الأرمع أن يدل على رفعها بالدمة وعلى مصبها بالفتحة وعلى جرها بالكسرة وعلى جزمها بالشكون وهو حذف الحركة وقد بيمت ذلك في الأمثلة المذكورة وقال الله تعالى ولولا دفء الله الناس بعضهم ببعض وفسدت الأرض إعراض ذلك لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره تقول لولا زيد لأكرمت تريد ذلك أن الإكرام انتنع لوجود زيد دفء مبتدأ مرفوع بالدمة واسم الله مضاف إليه ولفظه مجرور بالكسرة ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع والناس مفعول منشوب بالفقر والناصب له الدفع لأنه مصدر حال محل أن والفعل وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل أي ليلة أن دفع الله الناس وبعضهم بدل بعض من كل وهو منصوب بالفتحة وخبر المبتدأ محذوف نجوب وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولا يبتق به ولولا دفع الله الناس موجود والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطل مصالح الأرض وقال أبو العلاء المعرّ في صفة السيف يجيب الرعب منه كل عب فليل الغند يمسكه لسالة فآخر ذكر الخبر وهو يمسكه ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب أحدها ما لا ينصرف فإنه يجره بالفبح نحو بأفضل منه إلا إن قضيته أو دخلته سؤال نحو بأفضلكم أو بالأفضل وأقول الأصل في علانات الإعراب ما فكرناه وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب انتهى الشريط الأول وليكتاب دقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب الباب الأول باب ما لا ينصرف وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمره وهما أنه يرصع بالدم وينصب بالفتح ويخالفه في أمره وهما أنه لا يمين وأنه يجره بالفتح نحو جاءني أفضل منه ورأيت أفضل منه ومررت بأفضل منه وقال الله تعالى سحينوا بأحسن منها يعملون له ما يشاء من حريب وتمافير وألحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوم ويستفنى من قولنا ما لا ينصرف مسألتان يذر فيهما بالكسرة على الأصل إحدهما أن يدعث والثانية أن تصحبه الألف واللال تقول مررت بأفضل القوم وبالأفضل وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويل اللام جواب القسم السابق في قوله تعالى والكين والزيتون وما بعدهما وقد لها أربعة معامل وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع فالتي للتحقيق تدخل على الفعل المبارك نحو قد يعلم ما أنتم عليه أي يعلم ما أنتم عليه حقا قد نرى تقلب وجهك في السماء وعلى الماضي نحو لقد خلقنا الإنسان الآية وكذا حيث جاءت قد بعد اللام في ريال التحقيق والتي للتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن قد قامت السلاة أي قد حان وقتها ولذلك يحسن وقوع ماضي موقع الحال إذا كان معه قد كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج أي عازم عليه والتي للتقليل تختص بالمضايا كقولهم قد يستق الكذوب وقد يعصر الجواب أي ربما صدق الكذوب وربما عصر الجواب والتي للتوقع تختص بالماضي قال سيباين وأن ما قد فعله فجواب هل فعله لأن السائل ينتظر الجواب أن يتوقعه وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخمر به يقول قد فعل وإذا كان الخبر مكتدأا قال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقبل فاعرفه ثم قلت الثاني ما جمع بألف وتار نزيبتين كمن ذاك فإنه ينصر بالكسرة نحو خلق الله السماوات فانصروا صباك بشلاف نحو وكنتم أناتا ورأيت قباطا وألشق به أولاته وأقول الباب الثاني مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتار مزيبتين سواء كان جمعا لمؤنف نحو هندات وزيمبات أو جمعا لمفكر نحو استبلات وحمامات وسواء كان سالما كما نفلنا أي ذا تغير كسجدات بخلاف الجين وعرفات بضم الرأي وفتحها وسدرات بكسر الدال وفتحها فهذه كلها ترفع بالضمنة وتجره بالكسرة على الأصل وتوصل بالكسرة على خلاف الأصل تقول جاءت الهندات ومررت بالهندات ورأيت الهندات وخلق الله السماوات خلق فعل مات والله لفظ الجلالة فاعل والسماوات مفعول به والمفعول منصوب وعلامة النصب الكسرة نيابة عن الفتح وقال الله تعالى لا تتبع خطوات الشيطان كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليه إن الحسنات يذبن السيئات ونظائر ذلك كثيرة وألحق بهذا الجمع أولاده فيوصب بالكسرة نيابة عن الفتح وإن لم يكن جمع وإنما هو اسم جمع لأنه لا واحد له من لفظه حمل على جمع المؤمنش كما حمل أولو على جمع المذكر كما سيأتي قال الله تعالى وإن كنا أولاك حميهم كنا كان رسمنا وأولاك خبرنا وعلامة مسبه الكسر ثم قلت الثالث دوء بمعنى صاحب وما أدوث لغير الواء من أب وأخ وحن وهن وثن مغير نوم فإننا تعرض بالواء والألف واليان وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير الواء المتكلم فإننا ترفع بالواء نيابة عن الضمى وتنصر بالألف نيابة عن الفتحة وتخفض بالواء نيابة عن الكسر وشرق الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب تقول جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بدي مال قال الله تعالى وإن ربك لذي مغفر وقال تعالى أن كان ذو مال وقال تعالى إلى برل ذي ثلاث شعب فوقع ذو في الأول خبرا خبرا لإن رفع بالواء وفي الثاني خبرا لكان فنصد بالألف وفي الثاني صفة لذري فجر بليان لأن الصفة تتبع الموصوف وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي وكان مبنيا على سكون رواي تقول جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام وهي لغة تيئ على أن منهم من يجريها مجرى لكي بمعنى صاحب فيغربها بالواء والألف الياء سيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام إلا أن ذلك شاب والمشهور ما قدمناه وسمع من كلامه لا وذو في السماء عرشه فذو موصولة بنعنى الذي وما بعدها صلة فلو كانت معرضة لجر دواي القسم والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير رياء المتكلم كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير وقوله تعالى إن أبانا لفي ضلال مبين وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء وفي الآية الثانية منصوبا بإنه وفي الآية الشالفة مخفوضا بإله وهو في جميز ذلك مضاف إلى غير رياء فلهذا أغرب بالواي والألف رياء وكذا القول في الباقي ولو أضيفت هذه الأسماء إلى غير رياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الله وكان أعرابها بحركات مقدرة قبل الياء تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي فتقدر حركات الأعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحر غير رياء وقد تقول في الموضع الواحد محتملة لوجهين الأرض فالأول كقوله تعالى إن ماذا أخي له تسع وتسعون نعدة فيحتمل أخي وجهين أحدهما أن يكون بدلا من هذا فيكون منصوبا لأن البدل يطبع المدل منه فكأنه قال إن أخي والثاني أن يكون خبرا فيكون مرفوعا وجملة له تسع وتسعون نعدة خبر ثاني على الوجه الثاني وهو الخبر على الوجه الأولي والثاني كقوله تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فيحتمل أخي ثلاثة أوجه أحدها أن يكون مرفوعا وذلك من ثلاثة أوجه أحدها أن يكون عطفا على الضمير في أملك فكره الزنخشري وفيه نظر لأن المدارع المدوء بالهمزة لا يرفع لسم الظاهرة لا تقول أكون جيدا فكذلك لا يعتف يسم الظاهر على يسم المرفوع به فإن قلت وأيضا فكيف يعتف على الضمير المتصر ولم يوجد تأكيد كما في قوله لقد كنتم أنتم وآباؤكم في بلال المبين قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد الثاني أن يكون عطفا على محل إن رسمه والتقدير وأخي كذلك والثالث أن يكون مبتدأا حفص خبره والتقدير وأخي كذلك والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين كما تقول إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب وفي الوجه الثالث جملة على جملة كما تقول إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب الثاني أن يكون منصودا وذلك من وجهه أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إنه والثاني أن يكون معطوفا على نفسه والثاني أن يكون مخفوضا وذلك من وجهه واحد وهو أن يكون معطوفا على الله المخفوضة بجذافة النفس وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين لأن فيه العطف على الدمير المخفوض من غير إعادة الخاصة ثم قلت والأفسح في الهاني المقشو وأقول الهاني يخالف الأب والأخ والحمى من جهة أنها إذا أفردت مقصت أواخرها وصارت على حرفين وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف تقول هذا أب بحرف اللام وأصله أب فإن أضفته قلت هذا أبوك وكذا الباقي وأما الهاني فإن اشتعمل مفردا نقصا وإذا أضيفت بطي في اللغة الفصحة على نقص تقول هذا هن وهذا هنك فيكون في الأسراد الإضافة على حد سوا ومن العربي من يستعمله تاما في حالة الإضافة فيقول هذا هنك ورأيت مناك ومررت بهنك وهي لغة قليلة ولقلتها لم يطلع عليها الفراق ولا أبو القاسل الزجاجين فالدعي أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة واعلم أن لغة نقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا وذلك لأن ما كان معقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على مقصه في الإضافة وذلك نحو يد أصلها يد ين فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء وجعلوا الإعراب على ما قبلها فقالوا هذه يد ثم لما أباصوها أبقوها محروفة لام قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم وقال الله تعالى لئن مسدت إلي يدك لتقتلني وقال تعالى واخذ بيدك ضرشا فأما الآية الأولى سيد فيها مبتدأ مرفوع بالضم والله مضاف إليه مخصوب بالكسر وفوق ظرف مكانه منصوب بالفتحة وهو متعليكم بمحذوف هو الخبر أي كائمة فوق أيديه وأيديه مضاف ومضاف إليه ورجعت الياء التي كانت في المصر بمحذوفة لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها وأن الآية الثانية فلا مدالة على قسل مقبر أي والله لئن وتسمى اللامة المؤذنة والموقعة لأنها آذنت بالقسم ووطأت الجواب له وإن حرف شرط وبسط فعل ماض وفاعل وإليه جر ومجرور متعليكم ببسط ويدك مسعود به ومضاف إليه واللام من متقتلني لا متعليم وهي حرف جر والفعل منشوب بأن مضمرة بعدها جوازة لا بها نفسها خلافا بالكوفيين وأمر مضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللام أي للقتل وما نافية وأنا اسمها إن قدرت إجازية وهو الظاهر ومتبأ إن قدرت تنهي والباء زائدة فلا تتعلق بشيء وكذا جميع حروف الجر الزائدة باسط خبر ما فيكون في موضع نسب أو خبر متدأ فيكون في موضع رفع والجنية جواب القسم فلا نحل لها من الأعراب وهي بالت على جواب الشرط المحذوث والتقدير والله ما أنا بباسط ودي إليك لأقتلك إن بسط إلي يدك لتقتلني فما أنا بباسط ودي إليك لأقتله وأما الآية الثالثة فواضحة والضغف قبضة من حشيش محترقة الوطب باليابس ثم قلت الرابع المسمى كالزيدان والهندان فإنه يرفع بالألف ويدر وينشب دلياء المسطوح ما قبلها المكشور ما بعدها وأقول الباب الرابع مما خرج عن الأصل المسمى وهو كل شم دارل على اثنين وكان اختصارا للمتعاطفين وذلك نحل الزيدان والهندان إذ كل منهما دارل على اثنين والأصل فيهما زيد وزيد وهند وهند كما قال الحجاج إما لله محمد ومحمد في يوم ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل والتكرار وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضم وأن يجرى وينصب دلياء المسطوح ما قبلها المكشور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة نحو جاء الزيدان ورأيت الزيبين ومررت بالزيبين وكذلك تقول في الهندان وإنما نسلت بالزيبان والهندان ليعلم أن تثمية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بخلاف جمعهم السالم ومن شياهد الرفع قيله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم قال فعل النار ورجلان فاعل والفاعل مرفوع وعلامة الرسعرنا الألف نيابة عن الضم لأنه مسن ومعمول يخافون محزوث أي يخافون الله وجمع أنعم الله عليهم تحتمل أن تكون خبرية فتكون في موضع رفع على أنها صفة ثانية لرجلان والمعنى قال رجلان موصفان بأنهما من الذين يخافون وبأنهما أنعم الله عليهم بالإيمان وتحتمل أن تكون دعائية مثلها في قولك جاءني زيد رحمه الله فتكون معطربة بين القول والمقول ولا مرض علىها كسائر الجمال المعتربة ومثله في الأقراض بالدعاء قول الشاعر إن الثمانون وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان ومن شلاهد الجر قوله تعالى لولا مزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقضاهن سبع سماوات في يومين قد كان لكم آية في فئتين ومثال مصب قوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا ربنا منادى مضعف حذف قبله حرص النداء والتقدير يا ربنا وأرى فعل مدعاء ولا تقل فعل أمر تأددا والفعل مستجر وما مفعول أول والذين مفعول سام وعلامة نصبه الياء وما بعده سلام وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى إنها جيمي لساحراني وفي هذا الموضع قراءات إحداها هاجبه وهي تشجيب الموني من إنه وهذين برياء وهي قراءة أبي عنهم وهي جارية على سمن العربي فإن فإن تنصب الاسم وترفع الخبر وما ذين اسمها فيجب نصبه بالياء لأنه مسنه وساحران خبرها فرفعه بالألف والثانية إن بالتخفيف هذان بالألف وتوجيهنا أن الأصل إنها ذين فخففت إنا بحذف المون الثانية وأغملت كما هو الأكثر فيها إذا خففت وارتفعنا بعدها بالابتداء والخبر فجيء بالألف ونظره أنك تقول إن زيدا قائم فإذا خففت فالأفصح أن تقول إن زيد لقائم على الابتداء والخبر قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ والثالثة إن بالتشديد هذان بالألف وهي مشكلة لأن إن المشددة يجب إعمالها فكان الظاهر الإكيان بالياء كما في الكراءة الأولى وقد أجيب عليها بأوجه أحده أن لغة بالحارف بن كعب وخفعم وزبيب وكنانة وآخرين استعمال مسنى بالألف دائماً تقول جاء الزيبان ورأيت الزيبان ومررت بالزيبان قال تزيد منا بين إذناه طعنة وقال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها فهذا نشال مجيء المنصور بالألف وذاك نشال مجيء المجرور بالألف والشام أن إن بمعنى نعم مثلها فيما حكي أن رجلاً سأل ابن الزبير شيئاً فلم يعطوه فقال لعن الله ما قتم حملتني إذنه فقال إن وراكبها أي نعم ولعن الله راكبها وإن التي بنعنى نعم لا تعمل شيئاً كما أن نعم كذلك فهذان مبتدأ مرفوع بالألف وساحران خبر لمبتدأ محذوف أي لهما ساحران والجملة خبر هذان ولا يكون لساحران خبر هذان لأن لان الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ والثالث أن الأصل إنه هذان لهما ساحران فالهاء ضمير الشأن وما بعدها مبتدأ وخبر والجملة في موضع رفع على أنها خبر إما ثم حدث المبتدأ وهو كثير وحدث ضمير الشأن كما حدث من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ومن قول بعض العرب إن بك زيد مأخوذ الرابع أنه لما ثمي هذا اجتمع ألفان ألف هذا وألف التشميع فوجد حدث واحدة من هنا لالتقاء الساكنين فمن قدر المحذوفة ألف هذا والباقية ألف التشميع قلبها في الجل والنصب واء ومن قدر العكس لن يغير الألف على لفظها والخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهي هذا جعل كذلك في التثمية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه واختار هذا القول الإمام تكني الدين أبو العباس أحمد ابن تيمير رحمه الله تعالى وزعن أن بناء المثنى إذا كان مفرده مبنيا أفصح من إعراب قال وقد تفطنا لذلك غير واحد من حذات المحاك ثم اعترض على نفسه بأمرين أحد هنا أن السبعة أجمعه على الواق في قوله تعالى إحدى ابنتي هاتين مع أن هاتين تسمية هاتا وهو مدني والثان أن الذي مدني وقد قالوا في تثنيته اللذين في الجر والنصب وهي لغة القرآن كقوله تعالى ربنا أرم اللذين أظلانا وأجاب عن الأول بأنه إنما جاءها تيمد على لغة الإعراب لمناسبة ابنتي قال فالإعراب هما أفصح من البناء لأجل المناسبة كما أن البناء في إن هذا لساحران أفصح من الإعراب لمناسبة الألف في هذا للألف في ساحران وأجاب عن الثاني بالفرق بين اللذان وهاذان بأن اللذان تثمية إسم ثلاثي فهو شبيه بالزيبان وهاذان تثمية اسم على حرفين فهو عريق في البناء لشبهه بالحروف قال رحمه الله تعالى وقد زعم قوم أن قراءة منقرة إن هذان لحن وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف لحن وستقيمه العرب بألسنتها وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه أحدها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصارعون إلى إنكار أدنى المنكرات فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالة والثاني أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام فكيف لا يستقبح بقاءه في المصحف والثالث أن الاحتجاج بأن العرب ستقومه بألسنتها غير مستقيم لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجني والرابع أنه قد ثبت في الصحيح أن زيد بن شابت أراد أن يكتب التابوت بالهاء على لغة الأنصار فمنعوه من ذلك ورطعوه إلى أسنان رضي الله عنهم وأمرهم أن يكتبوه بالتاء على لغة قريش ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ عد تاحين على لغة وذين أن قرى ذلك عليه وقال أطرئ الناس بلغة قريش فإن الله تعالى إن ما أنزله بلغة ولم ينزله بلغة هذين انتهى كلامه الملخص وقال المهدوي في شرش الهداية وماري عن عائشة رضي الله عنها من قولها إن في القرآن لحنا ستطين العرب بألسنكها لم يصح ولم يوجد في القرآن العظيم حرص واحد إلا وله يدهم صحيح في العربية وقد قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والقرآن محفوظ من اللحن والزيادة والمقصى انتهى انتهى الوجه الأول وهذا القصر إنما هو مشهور عن عثمان رضي الله عنه كما تقدم من كلام ابن تنية رحمه الله لا عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره المهدوي وإنما المروي عن عائشة مع رواه الفراء عن أبي معاية عن مشام بن عروة عن فبيه أنها رضي الله عنها سئلة عن قوله تعالى في سورة النساء والمقيمين الصلاة معد قوله لكن الراصخون وعن قوله تعالى في المائدة إن الذين آمنوا والذين هاجوا الصابقون وعن قوله تعالى في سورة طه إن هذا من السحران فقالت يا ابن أخي هذا خطأ من الكاتب روى هذه القصة التعلبي وغيره من المبكسرين وهذا أيضا معيض السبوك عن عائشة رضي الله عنه فإن هذه الكراءات كلها موجهة كما مر في هذه الآية وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآيتين الأخيرتين عند الكلام على الجمع وهي قراءة جميع السبعة في المقيمين والصابقون وقراءة الأكثر في أم هذان فلا يتجم القول بأنها خطأ لصحكها في العربية وثبوتها في النقل ثم قلت وإرشق لهم إثنان واسمتان وسمتان مطلقة وكلتا نبعسين إلى مضمر وأقول إرشق بالمسنى خمسة ألفاظ وهي إثنان للمذكرين واسنتان للمأنسين في لغة الحجاز وسنتان له لا في لغة كمين وهذه الثلاثة تجري مجرى المسنى في أعرابه دائما من غير شرطه وإنما لم نسميها مسناتا لأنها ليست اختصارا من المتعاطفين إذ لا مصرط لها لا يقال اسم ولا اسم ولا سنت من الشواهد رفعها بالألف قيله تعالى فانفجرت منه سنتا عشرة عين فسنتا فاعل بانفجرت وقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الميت حين الوصية شنان فشنان مرفوع إن على أنه خضر مبتدأ وهو شهادة ووالك على أن الأصل شهادة بينكم شهادة اسمين فحبث المضاف وإقيم المضاف إليه مقامة فارتفع ارتفاعه وإنما قبرنا هذا المضاف لأن المبتدأ لا بد أن يكون عين الخبر نحو زيب أخوك أي مشبها به نحو زيب أسد والشهادة ليست نفس رفنين ولا مشبهة بهم وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة والتقبير ومما فرض عليكم أن يشهد بينكم مصنان ومن شواهد النص بقوله تعالى إن أرسلنا إليه مصنان وقالوا ربنا أمدت نصنتين فاشنين مفعول به واثنتين مفعول مطلق أي إنابتين وكذلك وأحيو تنسنتين ومنه أيضا قوله تعالى وَبَعَثْنَا مِنْهُمُسْنَى عَشَرَ نَقِيْمًا فاثنين مفعول بَعَثْنَا وعلامة نص ببيع والكريمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا وشرط إجرائهما مجرى المسمى إضافتهما إلى المضمر تقول جاءني كلاهما ورأيت كلاهما ومررت بكلاهما وكذا في كلتا قال الله تعالى إِنَّا يَبِلُغَنَّا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فأحدهما فاعل وكلاهما معطوف عليه والأёт feelings وخذايرا وكون اِنَّا يَبْرَهُمَّا verdadeُ مَطْبَهُمَا تقول له إن إن أخذهما بدل من الألف أو صاعر يبلغان على أن الألف علامة وليس بشيء فتأمل ذلك فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف على كل حال وكان أعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في تلك الألف قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها أي كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شيئا فكلتا مبتدأ وآتت أكلها سأل المعب والتاء وعلامة التأميس وفاعله مستقر ومسغول ومضاف إليه والجملة خبر وعلامة الرفع في كلها ضمة مقدرة على الألف ونفس الألف فإنه مضاف للظاهر ثم قلت الخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون فإنه يرفع بليه ويجر وينصل بليه المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها وأقول الباب الخامس مما خرج عن الأصل جمع المذكر السالم واحترزت بالمذكر عن المؤمنة كهندات وزينبات والسالم عن المكسر كهلمان وجيود وحكم هذا الجمع أنه يرفع بليه نيابة عن الضمة ويدر وينصل بليه المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة تقول جاء الزيدون والمسلمون ومررت بالزيدين والمسلمون ورأيت الزيدين والمسلمون وإنما مشلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلان العقلاء وصفاته فإن قلت فما تصنع في المقيمين من قوله تعالى في شورة النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمون الصلاة فإنه جاء بليه وقد كان مقتضى كياس ما ذكرت أن يكون بليه لأنه معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع وجمع المذكر السالم يؤفع بليه كما ذكر وما تصنع بالصابئون من قوله تعالى في الشورة التي تريها إن الذين آمنوا والذين نادوا والصابئون فإنه جاء بليه وقد كان مقتضى كياس ما ذكرت أن يكون والصابئين بليه لأنه معطوف على المنشوب والمعطوف على المنشوب منشوب وجمع المذكر السالم ينصب بليه كما ذكر قلت أن الآية الأولى ففيها أوده أرضحها وجها أحدهما أن المقيمين مصب على المجل وتقبيره وأندح المكلمين وهو قلش بياله والمحققين وإنما قطعت هذه الصفة عن مقية الصفات لبيان فضل الصلاة على غيره وثاني هنا أنه مخفوض بأنه معطوف على ما في قوله تعالى بما أنزل إليه أي يؤمنون بالكتب وبالمقيمون الصلاة يوم الأنبياء وفي مصحف عبد الله والمقيمون بالله وهي قراءة مالك بن دينار والجحبري وعيسى الشقف ولا إشكال فيها وأن الآية الثانية ففيها أيضا أوده أرجح ما يجنان أحدهما أن يكون الذين هادوا مرتفعا بالابتداء والصابقون والنصارى عطفا عليه والخبر محذوفا والجملة في دية التأخير عما في حيز إنا من اسمها وخبرها كأنه قيل إن الذين آمنوا بألسنتهم من آمن منهم أي بقلبه بالله إلى آخر الآن ثم قيل والذين هادوا والصابقون والنصارى كذلك والشام أن يكون الأمر على ما ذكرناه من ارتفاع الذين هادوا بالابتداء وكيما بعده عطفا عليه ولكن يكون الخبر المذكور له ويكون خبر إن محذوفا مدلولا عليه بخبر المبتداء كأنه قيل إن الذين آمنوا من آمن منهم ثم قيل والذين هادوا إلى آخر والوجه الأول أجد لأن الحذف من الثاني لدلالة الأول أولى من الهكس وقرأ أبي بن كعب والصابقين لليا وهي مروية عن ابن كثير ولا إشكال فيه ثم قلت وإن شقده أولو وعالمونا وأراضونا وسنونا وعشرونا وبابهما وأهلونا وعليونا ونحوه وأقول إن شقد جمع المذكر السالم ألصاب منها أولو وليس لجمع وإنما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه وإنما له واحد من معناه وهو ذو ومن شاهده قوله تعالى ولا يأكل إلي الفضل منكم والسعة أن يبقي إلي القرم لا ناهية يأكل فعل مضارع مجزون بلا ناهية وعلامة جذبه حل سرياء وعصله يأكل ومعناه يحلص وهو يفتعر من الألية وهي اليمين أي من قوله ما أليت جهده أي ما قصرته وعلى الأول فأصل أن يؤكل على أن لا يؤكل فحرست على ولا كما قال الله تعالى لديه الله لكم أن تضل أي لأما تضل وعلى الشام فأصل سيء أن يؤكل فحرست فيه خاصة وقرأ ولا يتأمى وأصله يتأمى وهي يتشعل من الألية وأني فاعب وقتل وعلامة رفعه اليوم وأني مسعور بيؤتب وعلامة نسبه اليوم وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لأني الألباب هذا مثال مجرور وذلك مثال المرفوع والمنصور ومنها أعلمنا وعشرون وداده إلى التسعين فإننا أسماء جنوع أيضاً لا واحدة لهم باللقصر ومنا أراضون وهو بفتح الراء وهو زمع تكسير مؤنث لا يعطل لأن مفرده أرض ساكن الراء والأرض المؤنثة مدلين وأخرجت الأرض أسقالها وهي مما لا يعطل قطع وإننا حق هذا الإعراض أي الذي يجمع بالوال والنوم أن يكون في جمع تصحيح لمذكر عقل تقول هذه أراضون ورأوت أراضين ومرضت بأراضين وفي الحديث من غصب كيد شبر من أرض طوقه من سبر أراضين لوم القيامة وربما سكنت الراء في الضرورة كقوله لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني هداب خطيب فوق أعواد من بني ومنها سينما وهو كأراضون لأنه يجمع سنة وسنة مفتوح الأول وسنين مقشور الأول وسنة مؤمنة غير عاقل وأصله سنة أو سنة بدليل قولهم في جمعه بالألف وطاء سنوات وسنهان وقولهم في اشتقاط الفعل منه سانحت وسانيت وأصل سانيت سانيت فقلبوا يا وياء حين تجاوزت متطرفة ثلاثة أحرف ومن شياهب سنين قوله تعالى ولبسوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين أقرأ مئة على وجهي منوّنة وغير منوّنة فمنوّنة فسنون بدل من ثلاث سهي منصوبة والياء علامة المصر طولة أو مظهورة بدل من مئة والياء علامة الجر وفيه نظر لأن البدل يعتبر صحته إحلاله محل الأول مع بقاء المعنى ولو قيل ثلاثة سنين لاختل المعنى كما ترى ومن لم ينوّن فسنين مضافة إليه فهي مخصودة والياء علامة الخصد ولم تقع في القرآن مرفوعة ومثالها قول القائل ثم انقضت تلك السنين وأهلها فكأنّهم أحلامه وأشرت بقوله يبادئي إلى أنّ كلّما كان كسنين في توليه جمعاً لثلاثي خُذِفَتْ لَانُو وعوض عنها هاء التأنيث فإنّه يغرب هذا الإعرام وذلك كقلة وكرينة وعزة وعزينة وعيادة وعيادينة قال الله تعالى عن الوامين وعن الشمار العزين أي فرقاً شتى لأنّ كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى وانتصابها على أنّها صفة لمكتعين بمعنى مسرعين وانتصاب مكتعين على الحال وقال تعالى الذين جعلوا القرآن عيادين فعيادين مفعول ثامن لجعل منشوب بيّا وهي جمع عبّة واختلف فينا فكيل أصلها عبّو من قولهم عبيته طعبية إذا فرقته قال رؤبه وليس دين الله بالمعضّى يعني بالمفرّق هي جعلوا القرآن أعباءً فقال بعضهم سحر وقال بعضهم كهانة وقال بعضهم أساطير الأولين وقيل أصلها عبّها من العبّه وهو الكذب والبوتان وفي الحديث ما يعضح بعضكم بعضا ثم قلت السادس يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون فإنها ترفع بثبوك النوم وتنصب وتبزن بحذفها وأنّا نحو تحادّين فالمحذوف ممّلقايا وأنّا إلا أن يعفونا فلوال أصل والفعل مبني بخلاف وأن تعفو أقرب للتقوى وأقول الباب السادس مما خرج عن الأصل الأنثلة الخمسة وهي كل فعل مبارع اتصل به ألف اسمين أواع جماعة أواع مخاطبة وحكمها أن ترفع بثبوك النوم نيابة عن الطنب وتنصب وتبزن بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون مثال الرفع قوله تعال في هنا عينا تجريان وأنتم تعلمون وأنتم تشهدون وهم ما يشعرون فالمبارع في ذلك كله مرفوع يصريه عن الماصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النوم ومثال الجزم والمصبر قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فلم تفعلوا جازم ومجزوا ولم تفعلوا ناصب ومنصور وعلامة الجزم والنصب فيهنا حدث النوم فإن قلت فما تسمع في قوله تعالى إلا أن يعفونا فإن أن ناصبة والنوم ثابتة معه قلت ليست الوابنا والجماعة وإنما هي نام الكلمة التي في قولك زيد النعفو وليست النوم هنا نوم الرسع وإنما هي اسم مدمر عائد على المطلقات مثلها فيه والمطلقات يتربصنا والفعل مبني لاتصاله بمين النسوة ويزن يعفونا على هذا يفعلنا كما أنك إذا قلت أن النسوة يخرجنا أو يكتبنا كان ذلك يزنه وأن إذا قلت الرجال يعفونا فالواب واو الجماعة والنوم علامة الرف والأصل يعفونا بواوين أولاهم علام الكلمة والثانية واو الجماعة فاستسكلت الضمة على واو قبلها ضمة وبعدها واو ساكنة وهي الواو الأولى فحرفت الضمة فالتقى ساكنان وهما الواوان فحرفت الأولى وإنما خصت بالحرف دون الثانية لسلافة أمور أحدها أن الأولى جزء كلمة والثانية كلمة وحرف جزء الكلمة أسهل من حرف الكل والثاني أن الأولى آخر الفعل والحرف بالأواخر أولى والثالث أن الأولى لا تدل على معنى والثانية ضالة على معنى وحرف ما لا يدل أولى من حرف ما يدل ولهذه الأولى حرف لام الكلمة في غاز وقاب دون التنين لأنه دي أبي لمعنى وهو كلمة مستقلة ولا يوصف بأنه آخر إذ الآخر ياء ويزيد وجها رابعا وهو أنه صحيح والياء معتلة فلما حدثت الياه صار وزن يعفونا يفعونا بحرف الله ولهذا إذا أدخلت عليهم ناصمة أو الجازمة أقول الرجال لم يعفو ولم يعفو فاعرف الفرق ثم قلت السابع الفعل المعتل للآخر كيغزل ويخشى ويرمي فإنه يجزم بحرفه ونحو إنه من يتطي ويصبر مؤول وأقول هذه خاتمة الأبياب السبعة التي خرجت عن القياس وهو الفعل الذي آخره وحرفه الله وهو الألف والوا والياء فإنه يجزم بحرف الحرف الأخير نوابة عن حرف الحركة تقول لم يغزل ولم يخشى ولم يرمي قال الله تعالى فليدعو ناديا اللام لام الأمر يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف الواي وناديه مفعول ومضاف إليه وظهرت الفتحة على المنقوص لخفتها والتقدير فليدعو أهل ناديه أي أهل مجلسه وقال تعالى ولم يخشى إلا الله ولم يؤت سعة من المال فهذان مثالان لحرف الألف وقال الله تعالى لما يقضي ما أمره لما حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضية كما أن لم كذلك والمعنى أن الإنسان لم يقضي بعد ما أمره الله تعالى به حتى يخرج من جميع أوامره وهذا مشال حرف الله والله أعلم وأما قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء في يتقي وإسكان الرائف يصبر على قراءة قبل فمؤول هذا جواب شؤال تقديره أن الجازم وهو من دخل على يتقي ولم يحذف منه حرف الهلة وهو الياء فالجواب عنه أن من موصولة لا أنها شرطية وشكوم الرائم يصبر إما لتيالي حركات الباء والراء والشاء والهمزة تخفيفة أو لأنه وصل بنية الوقف أو على العطف على المعنى لأن من الموصولة بمنزلة الشرطية لعنونها وإبهامها ثم قلت فصل تقدر الحركات كلها في نحو غلام ونحو السدى ويسمى مقصورة والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصة والضمة والسدحة في نحو يخشى والضمة في نحو يدعو ويرمي وأقول الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أماع ما تقدر فيه الحركات الثلاث وما تقدر فيه حركتان وما تقدر فيه واحدة فأما الذي تقدر فيه الثلاث فنوعان أحدهما ما أبيث إلياء المتكلم وليس مشنن ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا وذلك نحو غلامي وهماني ومسلماتي فهذه الأمثلة ونحوها تعرض بحركات مقدرة على ما قبل الياء والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء حركة تجالسها وهي القصر فاستحال حينئهم المجيء بحركات التعراب قبل الياء إذر محل الواحد لا يقبل حركتين فرقان الواحد فتقول جاء غلامي فتكون علامة رصيه بمة مقدرة على ما قبل الياء ورأيت غلامي فتكون علامة نصبه سطحة مقدرة على ما قبل الياء ومررت بغلامي فتكون علامة جربي كسرة مقدرة على ما قبل الياء لا هذه الكسرة الموجودة كما زعم المالي فإنها كسرة مناسبة وهي مشتحقة قبل التركين وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها واحترزت بقولي وليس مسمى ولا جمع مذكر سالما من نحي غلاماية وغلامية ومسلمية فإن الياء تثبت فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم والألف تثبت في المسمى رفع وليس شيء من الحرث المدغم ولا من الألف قابلا للتحريق وقالي ولا منقوصا لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم فتكون كالمسنى والمجنه جرا ونصبا وقالي ولا مقصورا لأن المقصور تثبت ألفه قبل الياء والألف لا تقبل الحركة فهو كالمسنى رفعا قال الله تعالى يا بشرى هذا غلاما موجية البشرى مضافة إلى ياء المتكلم وفي الألف ستحة مقدرة لأنه منادى مضاف وقرأ الكوفيين يا بشرى بغير إضافة فالمقدر في الألف إما ضمه كما في قولك يا ستا لمعلم وإما فتحه على أنه نداء شاره بث يا حسرة على العباد إلا أنه لم ينون لكيومه لا ينصرف لأجل ألف التأميث انتهى الشريط الثاني وللكتاب البقية على الشريط التالي الوضع الأول يبدأ حملا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب والنور الثاني المقصور هو الاسم المعرض الذي في آخر من ألف الرازمة كمسة والعصر تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فتكون الألف ساكنة على كل حال وتقدر فيها الحركات السلاس لتعذر تحركها ومن محاسم بعض الفضلاء أنه كتب من مدينة قرس إلى الشيخ العلامة بهاء الدين لخند ابن النحاس الحلبي رحمه الله يتشوق إليه ويشكو له المخلة فقال سلم على الميل البهاء وصف له شوك إليه وأمني مملكه أبدا يحرقني إليه تشوقه جسم به مشطوره مملكه لكن حلق لبعده فتأمني ألف وليس بممكن تحريكه وأما الذي تقدر فيه الحركتان سنوعان أحدهما ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط وتظهر فيه الفتحة وهو المنقوس وهي اسم المعرض الذي آخره ياء لازمة قد لها كسرة نحو القاضي والداعي تقول جاء القاضي ومرأت بالقاضي بالشكون ورأيت القاضية بالتحريك وإنما قدرت الضمة والكسرة من استشقال وإنما ظهرت الفتحة من خفة قال الله تعالى فليبعي ناديه أجيب داعي الله وإن خفة الميالية كلا إذا بلغت الطراطية والطراطي جمع قرقوة بفتح التاء وهي العظم الذي بين صغرة النحر والعاتق وما العرشان ما تقدر فيه الضمة والسبحة وهي الفعل المعتل بالألف تقول هو يخشى ولن نخشى فإذا جاء الجذب ظهر بحزف الآخر فقلت لم يخشى قال الله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة فهو شيئان الفعل المعتل بالوائي تيدعو والفعل المعتل بالوائي تيرمي فهذا تقدر فيهما الضمة فقط للاستثقال تقول هو يبعو وهي يرمي فتكون علامة رفعهما ضمة مقدرة ويظهر فيهما شيئان أحدهما النصب للفتحة وذلك لخفته نحن لم يدعو ولم يرمو قال الله تعالى لم ندعو من دونه إله لم يؤتيهم الله خيرا لمحلي به بلدة ميتا ونشقيه أليس ذلك بقادر على أن يحيي الميتا لم تغنو عنهم أنوالهم الثاني الجزم بحذف الآخر نحو لم يدعو ولم يرمي قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تنشي في الأرض مرحة وانتصاب مرحة على الحال أي ذا مرحة وكل مرحة تتسرق ثم قلت باب البناء ضد الإعراب والمبنبي إما أن يضطرب فيه الشكون وهو المبارع المتصل يمون الإناث نحو يتربصنا ويربعنا أي الماضي المتصل ببنير وفع متحرك قضربت وضربنا أو الشكون أو نائبه وهو الأمر نحو يضرب وضرب وضربه 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 وغزو وخش وارمي وأقوله قد مضى أن الإعراب أثر غاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب فكأنني قلت ليس البناء أثراً يجلبه العامل في آخر الكلمة وذلك كالكسرة في هؤلاء فإن العامل لم يجلبها بدلول وجودها مع جميع العيام والبناء لذوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظاً أو تقديراً وذلك كالجوم هؤلاء للقسرة ومنذ لقدمة وأين للفتحة ولما فرقت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيماً غريباً لم أسبق إليه وذلك أنني جعلت المدنية على تسعة أقسام الأول المدني على السكون وقدمته لأنه الأصل والشام المدني على السكون أو مائده المذكور في الباب السابق وثنيت به لأنه شبيب لأنه شبيب بالسكون في الحفة والثالث المدني على الفتح وقدمته على المدني على الكسر لأنه أخف منه والرابع المدني على الفتح أو نائده المذكور في الباب السابق والخامس المدني على الكسر وقدمته على المدني على الضم لأنه أخف منه والسادس المدني على الكسر أي نائده المذكور في الباب السابق والسابع المدني على الضم والثامن المدني على الضم أي نائده والتاسع ما ليس له قائدة مستقرة بل منه ما يدنى على السكون وما يدنى على الفتح وما يدنى على الكسر وما يدنى على الضم وسأشرحها مفصلة إن شاء الله تعالى شرحا نزيل عنها خفاءها الباب الأول ما لزل البناء على السكون وهو نوعان أحدهما المدارع المتصل بالنم الأناف كقوله تعالى والمطلقات يتربصنا والوالدات يربعنا فيتربصنا ويربعنا فعلان مدارعان في موضع رفع لخلوهما إن الناصد والجازب ولكنهما لما اتصلا بنون النسية بنيا على السكون وهذا من فعلان خبريان لفظا قلبيان معنا ورسلهما يرحمك الله وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة فكأنهما انتثلنا فهما مخبر عنهما بميجودينه الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك نحو ضربت وضربت وضربت وضربنا زيدا والأصل فيه ضرب بالفتح فاتصل الفعل بضمير المرفوع المتحرك وهو التاء في المثل الشلافة الأول لأنها فاعل ونا في المشال الرابع وهما متحركان وأعلم بذلك أن التاء متحركة والحرف المتصل بالفعل مما وهو النون متحرك فلذلك بنية الأنسلة على السكون واحترزت بتقييد الدمير بالرفع من دمير النصب فإنه يتصل بالفعل ولا يغيره عن بنائي على الفكش الذي هو الأصل فيه نحو ضربك زيدا وضربنا زيدا وبتقييده بالمتحرك من الدمير المرفوع الساكن نحو ضربا وضربوا فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحة ويضم قبل اليال كما مثلنا لأما نحو اشتروا الضلالة بالهدى ونحو دعوا هنالك ثبورا فالأصل اشتروا بياء مضمومة قبل الضمير الساكن ودعوا بياءين إلهما مضمومة قبل الضمير الساكن ثم تحركت الياء واليال وانفتح ما قبلهما فقل بك ألفين ثم حدثت الألف لالتقاء الساكنين ومعما دعوا هنالك ثبورا قالوا يا ثبورا أي يا هلاكا الباب الثاني ما لزن البناء على السكون أو نائبه وهو نوع واحد وهو فعل الأمر وذلك لأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه فيبنى على السكون في نحو اضرب وعلى حدث النوم في نحو اضرب وعلى حدث حرف العلة في نحو اغذو واخشى وارمي ومن غريب ما يفكى أن بعض من يتعاطى إقراءا نحوي ببلدنا هذا سمع قيل بعض المعردين في قوله عز وجل فقول له قولا لولنا إن قول مبني على حرف النوم فأنقر ذلك عليه وهي قول مشهور بين الطلبة فخفاؤه على من يتصدى للبقراء غريب والثالث الآية الكريمة عاطفة يقول على اذهبا من قوله تعالى اذهبا إلى فرعين إنه طا وكل منهما فعل أمر وفاعل وهنا مبنيان على حرف النوم وله جار ومجعور متعلق بقوله وسمى ابن مالك هاجد اللامة لامة التبليغ ومثله وكل عبادي يقول التي هي أحسن قل للمؤمنين يغدوا من أبسارهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني بني أن اعبد الله وقولا مفعول متلق ولينا صفة له أي قولا متلطفا فيه ولا تغنظى عليه والقول الليل قد جاء مفسرا في قوله تعالى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ثم قلت أي الفتح وهو سبعة الماضي المجرد قضرب وضربك وضربا والمضارع الذي باشرته نون التوكيد نحو لا ينبذن لا يشجنن ولا يكونا بخلاف نحو لتبلين ولا يصد المكة وما ركب من الأعداد والظروف والأحوال والأعلام نحو أحد عشرة ونحو هو يأتينا صباح مساء وبعض القوم يسقط بين بينا ونحو هو جاري بيت بيتا أي ملاصقة ونحو معلمك في لغية والزمن المبهم المضاف الجملة وإعرابه مرضوح قبل الفعل المبني نحو على حين عاتبت المشيب على الصدى على حين استصبين كل حليم ورادح قبل غير النحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وعلى حين التواصل غير دام والمبنى المضاف لندمي النحو ومن شزي يوم فيه ومما دون ذلك لقد تقطع بينكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ويجوز ذعرابه وأقول الباب الثالث من المبنيات ما لزم البناء على الفتح وهو سبعة أمواع الميع الأول الماضي المجرب مما تقدم ذكره وهو الضمير المرسوع المتحرك نحو ضرب وضحرج واستخرج وضرب وضربك وضربه وأما نحو رمى وعفى فأصله رمى وعفى فلما تحركت الياء والياء وانفتح ما قبلهما كلبت ألفين فسكوم آخرين عارض والفتحة مقدرة في الألف ولهذا إذا قبر سكوم الآخر رجعت الياء والياء فطيل رميت وعفيت كما سيأتي والنور الثاني على المضارع الذي باشرت همون التوكيد كقوله تعالى لين بذن في الحطمة واحترزت باشتراط المباشرة من نحو قوله تعالى لتبلئون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون فإن الفعل في ذلك مرض وإن أكد بالنور لأنه قد فصل بينهما بالوال التي هي ضمور الفاعل وهي منفوذ بها في قوله تعالى لتبلئون ومقدرة في قوله تعالى لتسمعون إذ الأصل لتسمعون من نا فحذفت نوم الرفع استثقالا لاجتماع الأمثال فالتقى ساكنان الواي والنوم المدغمة فحذفت الواي لامتقاء الساكنين والنور الثالث ما ركب تركيب المسج من الأعداد وهو الأحد عشرة والإحدى عشرة إلى التسعة عشرة والتسعة عشرة لقول جاءني أحد عشرة ورأيت أحد عشرة ومررت بأحد عشرة ببناء الجزئين على الفتح وكذلك القول في الباقي إلا اثنى عشرة واثنتى عشرة فإن الجزء الأول منهما معرض أعراب المثنة بالألف رسعة ودلياء جرا ونصنة والنوع الرابع ما ركب تركيب المسج من الظروف زمانية كانت أو مكانية مثال ما ركب من الظروف الزمان طيب فلان يأتينا صباح مساء والأصل صباحا ومساء أي في كل صباح ومساء فحبث العاطف وركب الظرفان قصدا للتخفيف تركيب خمسة عشرة قال الشاعر ومن لا يصرف الياشين عنه صباح مساء يبروه صبالا ولو أضفت فقل صباح مساء لجاز أي صباحا ذا مساء فلذلك أضفته إليه لما بينهما من المناسبة وإن كان الصباح والمساء لا يجتمعان ونظيره في الإضافة قوله لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها فأضيف الضحى إلى ضمير العشية وقيل الأصل أو ضحى يومها ثم حدث المضاف ولا حاجة إلى هذا وتقول فلان يأتينا يوم يوم أي يوما فويما أي كل يوم قال الشاعر آتل الرزق يوم يوم فأجمل طلبا وابغل القيامة زادا ومثال ما ركب من ظروف المكان قوله سهلت الهمزة بين بينها وأصله بينها وبين حرف حركتها فحبث ما أضيف إليه بين الأولى وبين الثانية وحبث العاطس وربكنا الظرفان وقال الشاعر نحن حقيقتنا وبعض القوم يسطق بين بينه والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء فأزيلت الإضافة وركب الإسمان تركيب خمسة عشرة وهذان الظرفان اللوان صار ظرفا واحدا في موضع نصب على الحال إذ المراد وبعض القوم يسقط وسطا والحقيقة ما يجب على الإنسان أن يحميه من الأهل والعشيرة يقال رجل حام الحقيقة أي أنه شهم لا يضام والنوع الخامس ما ركب تركيب خمسة عشر من الأحوال يقولون فلان جاري بيت بيتا وأصله بيتا لبيته أي ملاصقة فحبث الجار وهو اللام وركب الإسمان وعامل الحال ما في قوله جاري من معنى الفعل فإنه في معنى مجاوري وجوزوا أن يكون الجار المقدر إلى وأن لا يقدر جار أصله بل فاء العطف وقالت العرب أيضا تساقطوا أخول أخوله أي متفرقين وهو بالخاء المعجمة قال الشاعر يصف ثورا يطعن الكلاب بقرنه يساقط عنه روكه بارياتها سقاط شرار القيم أخول أخوله وفي الحديث كان يتخولنا بالموعظة أي يتعهدنا بها شيئا فشيئا مخافة السآمة علينا قال أبو علي هو من قولهم تساقطوا أخول أخوله أي شيئا بعد شيئ وكان الأصمعي يرويه يتخولنا بالنوم ويقول معناه يتعهدنا فإن قلت ما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أنشطه في النوع الذي قبله فإنك زعمت ثم أن بين بين فيه حال قلته معنى قولي هناك أنه متعلق باستقرار محذوف وذلك المحذوف هو الحال لا أنه نفسه حال بخلاف هذا النوع فإن المركب نفسه حال لأنه ليس بظرف بخلاف بين بين فإنه ظرف وإذا أخرجت شيئا من هذه الظروف والأحوال على الظرفية والحالية فعينت الإضافة وامتنع القرطين تقول هذه همزة بين بين مخفوض الأول غير منون والثان منون ومثل فلان يأتينا كل صباح مساء قال وليلا يوم يوم ما أردنا جزائك والقرود لها جزاء وهذا يسهم من كلامي في المقدمة فإني قلت وما ركب من الظروف والأحوال فعلم أن البناء المذكور مقيد بوجود الظرفية والحالية وأنها متى فقدت وجب الرجوع إلى الإعراب وإنما قدمت الظروف على الأحوال لأن ذلك في الظروف أكثر القوع فكان ألا بالتقدير فإن قل قد وقع التركيب المذكور فيما ليس بظرف ولا حالة كقولهم وقعوا في حيصة بيصة أي في شدة يعصر التخلص منها قلت هو شاذ فلذلك لم أتعرض لذكره في هذا المختصر ولم يقع في التنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف وإنما وقع فيه تركيب الأعداد نحو إني رأيت أحد عشر كوكبة فانفجرت منه اثنة عشرة عين عليها تسعة عشر أي على سقرة تسعة عشر ملكة يحفظون أمرها وقيل صنفا وقيل صفا من الملائكة وقرئ تسعة أعشر جمع عشير مثل ألمن في جمع يمين وعلى هذا فكسعة مرفوع وأعشر مخفوض بالإضافة منوم ومجيء هذا التركيب في الأحوال قليل بالنسبة إلى نجيئه في الظروف والنوع السادس الزمن المبهم المضاف لجنة وأعني بالمبهم ما لم يدل على وقت بعيني وذلك نحو الحين والوقت والساعة والزمان فهذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجملة ويجوز لك فيه حينئذ الإعراب والبناء على الفتح ثم طارة يكون البناء أرجح من الإعراب وطارة العكس فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني كقوله على حين عاتكت المشيب على الصدى وقلت ألم أصح والشيب يازع مر على حين بالخفض على الإعراب وعلى حين بالفتح على البناء وهو الأرجح لكي منه مضافا إلى مبني وهو عاتكت والثاني إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مغرب أو جملة اسمية فالأول كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فيوم مضاف إلى ينفع وهو فائل مضارع والفائل المضارع مغرب كما تقدم فكان الأرجح في المضاف الإعراب فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم على الإعراب لأنه خبر مبتدى وقرأ نافع وحده بفتح اليوم على البناء والبصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعرابا مثلها في صنط يوم الخميس والتزموا لأجل ذلك أن تكون الإشارة ليست لليوم وإلا لذن كيم الشيء ظرفا لنفسي والثاني كقول الشاعر تذكر ما تذكر من سلينا على حين التواصل غير داني ريب فتح الحين على البناء والقصر أرجح على الإعراب ولا يجيز البصريون غيره النوع السابع المبهم المضاف لنبنيه سواء كان زمانا أو غيره ومراضي بالمبهم ما لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه كنثل ودين وبين ونحوهن مما هو شديد الإبهاب فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعرفها قال الله تعالى ومن خزي يوم إذن يقرأ على وجهي بسطح اليوم على البناء لكيومه مبهما مضافا إلى مبني وهو إذن وبجره على الإعرام وقال الله تعالى ومنا دون ذلك منا جار ومجهور خبر مقدم ودون متدأ مؤخر ودني على الفتح الإبهامي وإضافته إلى مبني وهو اسم الإشارة ولو جاءت القراءة برفع دوني وكان ذلك جائزا كما قال الآخر ألم ترى يا أمي حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها الرواية دونها بالرفع انتهى الوجه الأول وقال الله تعالى لقد تقطع بينكم يقرأ على وجهي برفع بين على الإعراب لأنه صاعد وبفتحه على البناء وقال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنفقون يقرأ على وجهي برفع مثل على الإعراب لأنه صفة الحق وهو مرفوع يد الفتح على البناء ثم قلت أي الفتح أو مائده هو اسم لا أمناسية للجنس إذا كان مسردا نحي لا رجل ولا رجال ولا رجلين ولا قائمين ولا قائمات وفتح نحي قائمات أرجح من تترك ولتفي اسم الثامن المح لا رجل ضريف ولا ماء بارد النصب والرفع والفتح كذا الثامن المح لا حول ولا قوة إن فتحت الأولى فإن رفعته انتنع النصب في الثامن فإن فصل النعط أو كان هي أو المنعوط غير مفرد انتنع الفتح يا أقول الباب الرابع من المبنيات ما لذن الفتح أو مائدة وهي اسماني الياء والكفرة وذلك اسم لا وخلافة القول في ذلك أن لا إذا كانت من نصب وكان المراد بذلك النصب استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من أطرابه يا كان اسم مسردا ونعمد المسرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا صبيها بالمضاف ولي كان مسنها أو مزموعة فإنه حين إذن يستحق البناء على الفتح في مسألتين والبناء على الياء في مسألتين والبناء على الفتح في مسألة واحدة أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابطه أن يكون الاسم غير مسنن ولا مجموعة نحو رجل وفرث أو مجموعة جمعة كثير نحو رجال وأفراث تقول لا رجل كبار ولا أفراث عندنا ولا رجال كبار ولا أفراث عندنا وأما ما يستحق فيه البناء على الياء فضابطه أن يكون الاسم مسنن أو جمع مدكر سالما نحو لا رجلين ولا قائمين قال الساعة تعجى فلا إلسين بالعيش متعة ولكن يوراد المنين تتابعه وقال الآخر يحصل الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عمتهم في إنه فأما ما يستحق فيه البناء على الكثر أو الفتح فضابطه أن يكون جمعا بالألف وفائر مزيدة نحو مسلمات تقول لا مسلمات كباره قال الساعة إن الساعة الذي مجدم عواقبه فيه ملظه ولا لذات رجل يرى بكثر للذات يفتح ولما ذكرت فتن اسم لا أوردت مسألتين وتعلقان بباب لا المسألة الأولى أن نسمع إذا كان مسردا أو نعطى بمسرد يكان النعطي المنعوط مفتصلين نحو لا رجل ضريفا كباري جاجلة في النعطي ثلاثة أوجه أحدها النصب على محل اسم لا فإنه في موضع نصب بلا ولكنه الدنيا فلم يظهر فيه أعراب فتقول لا رجل ضريفا كباري والثان الرفع على مراعاة نحل لا مع اسمها فإنهما في موضع رفع بالابتداء فتقول لا رجل ضريف كباري برفع ضريف فإنما كانت لا مع رجل في موضع رفع بالابتداء لأن لا قد صارت بالتركيب مع رجل كالسيء الواحد وقد علمت أن الاسم المفدر به المحضر عنه حقه أن يرتفع بالابتداء والثالث الفتح فتقول لا رجل ضريفة كباري وهي أبعدها عن القياس فلهذا أخرته في الذكر ووجه بعده هو أن سطحه على التركيب وهم لا يركبون ثلاثة أشياء ويجعلونها سيئا واحدا ووجه جوازه أنهم قدروا تركيب الموصيح وصفته أولا ثم أدخلوا عليه مالاء بعد أنصارا وقراء الاسم الواحد ونظوره قيلت لا خمسة عثر عندنا المسألة الثانية أن لا يسمع إذا تكررانك لا حيل ولا قوة إلا بالله جاز لك في جنة التركيب خمسة أوجه وذلك لأنه يجيز في نسم الأول وجهان الفتح والرفع فإن فتحته جاز لك في الثامن ثلاثة أيضة الفتح والرفع والنصف مثال الفتح قيله تعالى لا لغة فيها ولا تأثينا ومثال الرفع قيل الشاعر هذا لعن رقم الصغار بعينه لا إما لي إن كان ذاكا ولا أبي ومثال النصف قيل الآخر لا نصب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الرفع فإن رفعت يسم الأول جاز لك في يسم الثامن وجهان الفتح والرفع فالأيلك قولي في هذا البيت لا لغ ولا تأثيم فيها وما صهده أبدا إثينا والثاني كقوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة في فراءة من رفعهما ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنصب الثانية ثم قلت أو الكفر يهو خمسة العلم المخطين بويه كشيب ويه والجرمي يجيز من عصرصه يفعال للأمر كنجال وضراط كبني أسد كالتحر يفعال سبا للمؤنثي كفصائل وخباثي ويختص هذا بالنداء وينقاط هي ونحو نجاله من كل فعل ثلاثي تام يفعال علما للمؤنث كحزان في رغة أهل الإجاز كذلك أنت عندهم إذا إريد به معين وأكثر بني كمين يوافقهم في نصف سفار ويبار مطلقة وفي أنت في الجر والنصب جونع الصرف في الباقي وأقول الباب الخامس من المبنيات ما لهم البناء على الكسر وهو خمسة أنواع النوع الأول العلم المخطوم بويه كثيب ويه وعمر ويه ونفق ويه وراه ويه ونحو ذلك فليس فيهن إلا الكسر وهو قول سيب ويه والجنهور ودعم أبي عمر الزرمي أنه يجيز فيهن ذلك والإعراب إعراب مال ونفر أنه الثاني ما كان اسما للسعب وهو على وزن فعال وذلك مثل نجالي ما ننجه وبراكب مع ما أدرك وتراكب مع مطرق يا حذاري لما نخضر قال الشاعر حذاري من أرماح ما حذاري وقال الآخر تراكها من إبهم تراكها وما أخصن قول بعضهم هي الدنيا تقول بنيلء فيها حذاري حذاري من بكي وشدكي فلا يغرقني من متصام تقول يا مطرق ينفع لمطرق ومن أسد يفتحون فعال في الأمر لما فبت الألف والفتحة التي قبلها النوع الثالث ما كان على فعاله وهو صد للمؤمنته ولا يستعمل هذا النوع إلا في النداء تقول يا خباسي بمعنى يا خبيثة يا دفاري بالدال المهملة بمعنى يا منكمة ووالكاعي بمعنى يا لئيمة ومن كلام عمر رضي الله عنه لبعض الجراري أتتسبهين بالحرائر يا لكاعي ولا يقال إذا أتني لكاعي ولا رأيت لكاعي ولا مررت بلكاعي فأما قوله أطيف ما أطيف تن آله إلى بيت قعيدته لكاعي فاستعملها في غير النداء فضرورة شابة ويحتمل أن التقدير قعيدته يقال لها يا لكاعي سيكون جاريا على القياس ويجيز قياسا مقتربا قوض فعال هذا وفعال السابق وهو الدال على الأمر مما اجتمع فيه ثلاثة سرير وهو أن يكون فعلا ثلاثيا كاما فيذنى من نزل نزال ومن ذهب ذهابه ومن كتب كتابه بمع منزل يذهب يكتب ويقال من فسق وفجر وجنى وسرق يا فساك يا فجاري يا جنائي ويا فراق بمعنى يا فاسقة يا فاجرة يا جنية يا سرقة ولا يجيز جناء شيء منها من نحو اللصوصية لأنها لا فعل له ولا من نحو بخرج واستخرج وانطلق لأنها جائدة على الشلاس فلا من نحو كان وظل وبات وصارع لأنها ناطفة لا تامة ولم يقع في التنزيل فعال أمرا إلا في قراءة الحسن لا مساف بفتح المين وتسر الشين وهو في بحول الله على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعاشر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش أي لا يرتفع لا لعن وفي معاني القرآن العظيم للفراء ومن العرى من يقول لا مساف يذهب به إلى مذهب براك ونزال وفي كتابه ليس لإذن خلويه لا هساف مثل براك ونزال وهذا من غرائب اللغة وحمله الجمخشري والجيهرين على أنه من باب قطانه وأنه معدول عن المصدر وهو المسك النوع الرابع ما كان على فعاله وهو علم على مؤنثه نخي حزام وقطان ورقات وشجاح للسين المهملة والجين لآخرها أخاء المهملة اسم للكذابة التي ادعت النجوية وتساب اسم لكلبة وتساب اسم لفرس فهذه الأسماء ونحوها للعرب فيها ثلاث لغات إحداها لأهل الحجاز فهي البناء على الكسر مطلقة وعلى ذلك قول الساعر إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام والثانية لبعض بني كمين وهي إعرابه إعراب ما لا ينفرق مطلقة والثالثة لجنهرهم وهو التفصيل بين أن يكون مخطوما بالرأي فيبنى على الكسر أو غير مخطوم بها فيبنع الصرف ومشال المخطوم بالرأي تساري بشتين المهملة يلفاء اسم اللماء يا حضاري بالحاء المهملة والضاب المعجنة اسم لكوكة يا يباري بالباء الموحدة اسم لقبيلة وبصاري بالباء المعجنة والشار اسم لبلدة قال الصاعر انسد في بويت متى ترجاً ويمن سفاري تجد بها اديه ما يرم المشتديز المعورة وقال الأعسى فجمع بين اللغتين التمينيتين ألم تروا إرماً وعاداً أيداً بها الليل والنهار ومر دهر على يباري فهلكت دهرة وداره فبنى يداري الأول على الكسر وأعرب يداري الثاني يقول إن يباري الثاني ليس بسم كيباري الذي في حشو البيت بل الواي عاطفة وما بعدها فعل معظم وفاعل فالجملة معطيفة على قوله هلكت فقال أولاً هلكت بالتأميش على معنى القبيلة وثانياً باري بالتذكير على معنى الحي وعلى هذا القيل فتكتب وباري بالليار والألف كما تكتب صار النوع الخامسة أنفي إذا أردت به معينة وهي اليوم الذي قبل وينه وللعرب فيه ثم إذن ثلاث لغاته إخباراً البناء على الكسر مطلقة وهي لغة أهل الحجاج يقولون ذهب أنفي بنا فيه واعتقدت أمسي وعجبت من أمس بالكسر فيهن قال الساعي منع البقاء تقل بالكسر وطلوعها من حيث لا تنش ثم قال اليوم أعلم ما وجيء به ومضى بصف قضائه أمس ومرك الله لهن ضرثة وقد يزم الجدادين فزعن أن من العرب من يبني أنك على الفتح يستدل بهذا البيت الثالثة معرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة وبناءه على الكسر في حالته النصب والجر وهي لغة جمهور بني كمين يقولون ذهب أنفي فيضنونه بغير كمين واعتقدت أنفي وعجبت من أنفي فيكثرينه في هنا فهذا كله يفهم من قولي في المقدمة وينع الصرف في الباق وقولي الباقي أردت به أنفي في الرفع وما ليس في آخره رائم من باب حزاني وقطاني وإذا إريد بأنفي يوم ما من الأيام الماضية أي كسر أي دخلته أم أي أبيكة اعرض بإجماع تقولوا فعلت ذلك أنتا أي شيئين ما من الأيام الماضية وقال الصاعب مرت بنا أول من أنيوس كنيوس فينا نيوسة العروس وتقول ما كان أقلب أنتنا وذكر المدرد والفارسي وابن مالك والحريري أم أنت يصغر فيعرض عند الجنة كما يعرض إذا كثر ونص في بيه على أنه لا يصغر إحيثا منه على السماء والأيام اعتمدوا على القواف سيشهد لهم محيء التكثير فإن التكثير والتصغير أخوان وقال الصاعر فإني وقفت اليوم والأنف قبله ببابك حتى كابت السمس تعرضه روى هذا البيت بفتح أنف على أنه ظرف معرب لدحيل العلي ويروى أيضا بالكسر وطيجيهه إما على البناء وتقدير الزائدة أو على الإعراب على أنه قدر بحول فيه على اليوم ثم عطف أنف عليه عطف التواهم وقال الله تعالى فجعلناها خصيدا كأن لم تغنى بالأمث الكسرة فيه كسرة إعراب وفي الآية إيجاز ومجاز وتقبيعهما فجعلنا ضرعها في استعصاله كالزرع المخصوض فكأن ضرعها لم يلبس بالأمث فهدف مضافان واسم كأنه وموصيف اسم المشعول يأكون فعيل مقام مفعول لأنه أضله منه ولهذا لا يقال لمندر حسيء ملكه جريح ويقال له مدرح ثم قلت أيضا وهي ما تطع على فضل لا معنا عن الإداثة من الظروف المضهمة كقبل وبعد وأيلي في أسماء الجهاد وألحق بها علي المعرفة ولا تضاف وغير إذا حدث ما تضاف إليه وذلك بعد ليس كقبضت عثرة ليس غيره في من ضم ولم ينوم وأي المرشولة إذا أضيفت وكان صد رسولتها ضميرا محظيفا نحط أيهم أشد وبعضهم يعرضها مسلقة وأقول الباب الشادس من المبنيات ما لزمت ضم وهو أربعة أنياع النوع الأول مع قطع عن الإضافة لفظا لا معنا من الظروف المضهمة كقبل وبعد وأول وأسماء الجهاد نحو قدام وأمام وخلق وأخواتها فقوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعده في قراءة السبعة بالدم وقدره ابن عيش على أن الأصل من قبل كل شيء ومن بعده انتهى وهذا المعنى حق إلا أن الأنصر للمقام أن يقبر من قبل الغلب ومن بعده فحرف المضاف إليه لفظا ومعناه يستحق البناء على الضمك ومثله قول الحماسي لعمرك ما أدري وإني لأوجله على أيما تعد المنية أوله وقال الآخر إذا أنا لم إيمان عليك ولم يكن لقائك إلا من وراء ورائك وقالي لفظاً احترازاً من أن يفطع عنها لفظاً ومعناً فإننا حينئذ تبقى على إعرابها وذلك كقوله ابدأ بها أولاً إذا أردت ابدأ به متقدماً ولم تتعرّب للتقدم على ماذا وقال الساعر فساغ لي السراب يكنت قبلاً أتابع غفظ الماء الفراث وقال الآخر ونحن قتلنا الإصدى إصدى خطيته وما ترهي بعداً على لذة الخمر يقول أهل الله الأمر من قبل ومن بعد في الخفض والتنمين على إرادة التنكير وقطع مضعه عن المدافع إليه أي لفظاً ومعناً وقرأ الجشد ريّ والعقيمي بالجرّ من غير تنمين على إرادة المدافع إليه وتقدير وجوده النير الثاني ماء الحقة بقبل وبعد من قولهم قضت عصرة ليس غيره والأصل ليس المقبود غير ذلك فأذمر اسم ليس فيها وخذك ما أضيت إلي غير فبنيت غيره على الضم تسبيها لها بقبل وبعد لإبهامها سيحتمل أن التقدير ليس غير ذلك مقبوداً ثم حرف خبر ليسه وما أضيت إليه غير فتكون الدمة على هذا دمة إعراب فالوجه الأول أولى لأن فيه تقليلاً للحذف فلأن الخبر في باب كان يبعث حذفه جداً ولا وجوه حذف ما أضيت إليه غيره إلا بعد ليس فقط كما نفسنا فأما ما يقع فيه عبارات العلماء من قولهم لا غيره فلم تتكلم به العرب فإما أنهم قاتوا لا على ليس أي قالوا ذلك سهياً عن طرق المسألة النوع الثالث ما إلحق بقبل وبعد من علي المراد بها معين كقولك أخدت الشيء الكلاني من أسفل الدار والشيء الكلاني من علي أي من فوق الدار قال الساعر ولقد فددت عليك كل سمية وآتيت فوق بني كليب من علي ولا تستعمل علي مضافة أصلاً ووقع ذلك في كلام الظوهرين وهو سهل ولو أردت بعلياً مبهولاً غير معروف تعين الإعراض كقولك كذنود صخر خطه السيل من علي أي من مكان عالم النوع الرابع ما ألحق بقبل وبعد من أي الموصولة يعلم أن أي الموصولة معربة في جميع حالاتها إن الله في حالة واحدة فإنها تذنى فيها على الضمي وذلك إذا ازتنع سرطان أحدهما أنقبار الثاني أن يكون صدر طلتها ضميراً محظوظاً وذلك كقوله تعالى ثم لننجعن من كل سيعة أيهم أصد على الرحمن عتية ثم حرط عطم على جواب القسم وهو قوله تعالى كَوَرَبِّكَ لَنَحْفِرَنَّهُمْ وَاشْفَيَعْطِيْنَا يَلَّا مُلَامُ التأكيد التي يتلقى بها القسم مثلها في لَنَحْفِرَنَّهُمْ ومنجع فعل مدارع مبني على الفتح لمباثرته لنين التأكيد والفاعل ضمير مستكر والنين للتأكيد ومن كل جار ومدرور متعلق بمنجه سيعة مباكم إليه لأي مسعول وهو موصول إسمي يحتاج إلى صلة وعائد والهاء والمين مباكم إليه وأصد خبر لمستدأ محظوظ أي أيهم هي أصد والجملة من المستدأ والخبر صلة لأي وعلى الرحمن متعلق بأشد وعكيا كمييز فكاه الظاهر أن تستحقين لأن إعراب المفعول النصد إلا أنها هنا مدنية على الضم لإضافتها إلى الهاء والمين فحضت خبر صلتها وهو المقدر بقولك هو ومن العربي من يعرض أي في أحوالها كلها وقد قرأ هارم ومعاذ ويعقوب أيهم أصد بالنصد قالت بايت وهي لغة جددة وقال الجرمي فرجت من الخندق يعني خندق البصرة حتى صرت إلى نبته فلم أسمع أخذا يقول اضرب أيهم أصدري أي كلهم ينصد ولا يضم والمعنى اقصد ربك لنجمعنا المنكرون للبعث يا قرناءهم من السواطين الذين أضميهم مقرنون في السلاسل كل كافر معه سيطانه في شمسلة ثم لنحضر منهم حول جهنم جاسين على الركب ثم لننجعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عطية أي جراءة يطول فجوراً وكذباً يطول كفراً أي لننجعنا رؤساءهم في الشر فنبدأ بالأكبر فالأكبر ذرنة والأكثر ذرنة ثم لنحن أعلم بالذين هم أي لا بها صلية أي أحق بدخول النار يقال صالي يا يصلى صلياً كما يقال لك يا يلقى لكي ويقال صلا يصل صلياً نفل مضى يمضي ندياً ونتهي الشريط التالي وعليه كتاب دقيق على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب ثم قلت أو الضمي أو ما إله وهو المناد المفرد المعرفة نحو يا زيد ويا جبال ويا زيدان ويا زيدون وأقول الباب السابع من المبنوات ما لزمت ضم أو نائدة وهو الألف والوال وهو نوع واحد وهو المناد المفرد المعرفة ونعني بالمفرد ما ليس مضافاً ولا شبيه به ولو كان مثلاً أو مجموعة وقد سبق هذا عند الكلام على اسم الله ونعني بالمعرفة ما أريد به معين سواء كان علماً أو غيره فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين إحدى هما أن يكون غير مثنًا ولا مجموع جمع مذكر سالمًا نحو يا زيد ويا رجل وقول الله تعالى يا ناحو إنه ليس من أهلك يا ناحو اهبك بسلام يا صالح ائتنا يا هود ما جئتنا بدينا الثانية أن يكون جمع تكسير نحو قولك يا زود وقوله تعالى يا جبال أوب معه وهدنا على الألف إن كان مثنًا نحو يا زيدان ويا جلال إذا أريد بهما معين ويبنى على الوال إن كان جمع مذكر سالمًا نحو يا زيدون يا مسلمون إذا أريد بهما معين وأما إذا كان المنادى مضافًا أو شبيهًا بالمضاف أو نكرة غير معينة فإنه يهرب مصبًا على المفعولية فلا يدخم في باب البناء فالمدافق قولك يا عبد الله ويا رسول الله وفي التنزيل قل اللهم فاطر السماوات والأرض أي يا فاطر السماوات أن أدوا إلي عباد الله أي يا عباد الله ويجيز أن يكون عباد الله مفعولًا بأدو كقوله أم أرسل معنا بني إسرائيل ويجيز أن يكون فاطر صفة لسم الله تعالى خلافًا بسيبويه والشبيب بالمضاف هو ما اتصل به شيء من كمان معناه كقولك يا كثيرًا بره ويا نفيدًا خيره ويا رفيقًا بالعباد والنكرة كقول الأعمى يا رجلًا خذ بيده وقول الشاعر أيا راكبًا إما عرأت فبلغًا مدامايا من نجران ألا تلاقيا ويجيز في المناد المستحق للبن أن يصب إذا اضطر إلى تنهينه كقول الشاعر دربت صدرها إلي وقالت يا عديًا لقد وقتك الأواقر وأن يبقى مضلوماً كقوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام ويجيز في المنادى أيضًا أن يفتح فتحة إتباع وذلك إذا كان علماً موصوفاً بالمتصل به مضاف إلى علم كقولك يا زيد بن عمر وقول الشاعر يا طلحة ابن عبيد الله قد وجدت لك الجنان وبوئت المهى العينة وبقاء الضم أرجح عند المبرد والمختار عند الجمهور الفتح ثم قلت وإما ألا يطلب فيه شيء بعينه وهو الحروف كهل وثم وجير ومنذ والأسماء غير المتمكنة وهي سبعة أسماء الأفعال كصخ وآلين وإيذ وهيط والمدمرات كقول وقمت وقمت والإشارات كذي وثم وهؤلاء والمشلات كالذي والتي والذين والأولئ في من نبه وذات في من بمنه وهو الأفصح إلا ذين وتين والذين والتين فكالمشنة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كمن وما وأين إلا أين فيهما وبعد الظروف كإذ والآن وأمس وحيث مثلثة وأقول لما أنهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بيان ما لا يختص وحصرت ذلك في نوعين أحدهما الحروف وقدمتها لأنها أقعد في باب البناء والثاني الأسماء غير المتمكنة وحصرتها في سبعة أنواع وفصلتها ومثلت كل منها ورتبت أمثلة الجميع على ما يجب لها فبدأت بما بني على السكون لأنه الأصل في البناء ثم ثنيت بما بني على الفتح لأنه أخص من غيري ثم ثلثت بما بني على الكسر ثم ختمت بما بني على الضم فمثال ما بني على السكون من الحروف هل وبل وقد ولم ومثال ما بني منها على الفتح سنة وإنة ولعل وليتة ومثال ما بني منها على الكسر جير بمعنى نعم واللان والباء في قولك لزيد وبزيد ولا رابع لهن إلا بالله في نغة من كسر المين وذلك على القول بحرفيتها ومثال ما بني منها على الضم منذ في لغة من جر بها وقولهم في القسم من الله في من ضم المين ومن الله في من ضم المين والمين ومن قال فيهما وفي جل الله إنها محذوفة من قولهم أي من الله فلا يصح ذكرها هنا فإنها على هذا القول من باب الأسماء لا من باب الحروف ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال صخ بمعنى سكت ومه بمعنى كفف ولا تقل بمعنى كفف كما يقول كثير منهم لأن نكفف يتعدى ومه لا يتعدى ومثال ما بني منها على الفتح آمينة بمعنى استجن لما فقل بكسر المين وبالياء بعدها بني على الفتح كما بني أين وكيف عليه الفقى للياء وفيه أربع لغات إحداها آمينة بالمد بعد الهمزة من غير إنالة وهذه اللغة أكثر اللغات استأمالا ولكن فيها بعد عن القياسي إذ ليس في اللغة العربية اسم على فاعل وإنما ذلك في الأسماء الأعجمية كقابيل وهابيل ومن ثم زعم بعضهم أنه أعجمي وعلى هذه اللغة قوله يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عدا قال آمينة والثانية كالأولى إلا أن الألف ممالة للكسر بعدها وغلت عن حمزة والكسائي والثالثة أمين بقصر الألف على وزن قدير وبصير قال آمينة فزاب الله ما بيننا بعضا وهذه اللغة أفصح في القياس وأقل في الاستعمال حتى إن بعضهم أنكرها قال صاحب الإكمال حكى فعل بالقصر وأنكره غيره وقال إنما جاء مقصورا في الشعر انتهى وانعكس القول عن ثعلب على ابن قرقول فقال أنكر ثعلب القصر إلا في الشعر وصحخه غيره وقال صاحب التحرير في شرح مسلم وقد قال جماعة إن القصر لم يجئ عن العرب وإن البيت إنما هو فآمين زاب الله ما بيننا بعضا والرابعة آمين بالمدي وتشديد المين روي ذلك عن الحسن والحسين بن الفضل وعن جعفر الصادق وأنه قال تأوله قاصدين نحوك وأنت أكرم من أن تخيب قاصده نقل ذلك عنهم الواحدي في البسيط وقال صاحب الإكمال حكى الداودي تشديد المين مع المد وقال وهي لغة شاذة ولم يعرفها غيره انتهى قلت أنكر ثعلب والجوهري والجنوار أن يكون ذلك لغة وقالوا لا نعرف آمين إلا جمعا بمعنى قاصدين كقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام ومثال ما بي منها على الكسر إيهي بمعنض في حديثك ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون لما بينت لك في نهر وأما قوله إيهم أحاديث نعمان وساكنه فليس بعربي وعند الأصمعين أنها لا تستعمل إلا منونة وخالفوه في ذلك واستدلوا بقول ذر رمه وقفنا فقلنا إيه عن إن سالمه وكان الأصمعي يخطئ ذر رمه في ذلك وغيره ولا يحتج بكلامه ومثال ما بني منها على الدم حيت بمعنى تهيأت قال تعالى وقالت حيت لك وقل المعنى هلم لك فلك تبين مثل سقيا لك وقرئا مسلفة بالتاء فالكسر على أصل التقاء الساكنين والفتح للتخفيف كما في أين وكيف والضم تشبيها بحيث وقرئ هيت بكسر الهاء وبالهمزة ساكنة وبضم التاء وهو على هذا فئل ناضم وفاعل من هاء وهاء كشاء يشاء أو من هاء وهيئ كشاء يجئ ومثالُ ما بُني من pista على السكون قوموا وقُقوما وقُمُّوا coś ما بُني منها على الفتح قمت للمخاطب المذكر أمثالُ ما بُني منها على الكسر قمت للمخاطبة ومثالُ ما بُني منها على الظلم قمت لالمتكلم ومثال ما بني على السكون من أسماء الإشارة ذا للمذكر وذي للمؤنث ومثال ما بني منها على الفتح سمى بفتح السائل إشارة إلى المكان البعيد قال الله تعالى وأزلفنا سمى الآخرين أي أزلفنا الآخرين هنالك أي قربناهم ومثال ما بني منها على الكسر هؤلاء ومثال ما بني منها على الضم ما حكاه قطر من أن بعض العرب يقولون هؤلاء بالضم فلذلك ذكرت هؤلاء في المقدمة مرتين أولهما قد بقى بالكسر والشامية بالضم ومثال ما بني على السكون من الموصلات الذي والتي ومن وما ومثال ما بني منها على الفتح الذين ومثال ما بني منها على الكسر الأولاء بالمد نغة في الأولى بمعنى الذين قال الشاعر أبى الله للشن الأولاء كأنهم صيوف أجاب القيم يوما صقالها ومثال ما بني منها على الضم ذات بمعنى الذين وذلك في لغة بعض قيم وحكى الفراء أنه مسنع بعض السؤال يقول في المسجد الجامع بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به بضم ذات مع أنها صفة للكرامة أي أسألكم بالفضل وقيمه البه بفتح الباء وأصله بباء فهوثت الألف ومطلت فتحة الهاء إلى الباء بعد تقدير سلب كسرتها ثم استسميت من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة الذين وتين والذين والتين فذكرت أنهما كالمسنى وأعني بذلك أنهما معربان بالألف رفعا وبالواء المفتوح ما قبلها ذرا ونصبا كما أن الزيبين والرجلين كذلك وفهم من قيمه كالمسنى أنهما ليس مسنوين حقيقة وهو كذلك وذلك لأنه لا يجوه أن يسنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير كزيب وعمر ألا ترى أنهما لم نعتقد فيهما الشياء والتنكير جازت تفنيتهم ولهذا قلت الزيباني والعمراني فأدخلت عليهم حرف التعريف ولو كان باقيين على تعريف العالمية لن يجز دخول حرف التعريف عليهم وذاء والذي لا يقبلان التنكير لأن تعريف ذاء بالإشارة وتعريف الذي بالصلة وهما ملازمان لذى والذي فدل ذلك على أن ذين والذين ونحوهما أسماء تفنية بمنزلة قولتهما وأنتما وليس بتشمية حقيقية ولهذا لم يصح في ذين أن تدخل عليها أل كما لا يصح ذلك فيهما وأنتما فإن قل فهل استشميت من الموشولات أيًا أيضا فإنها معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضمرا محذوفا قلت قد علم مما قدمت أن أي مبنية في هذه الحالة معربة فيما عداها فلم أحتج إلى إعادته ومثال المبني من أسماء الشرط والاستفهام على السكون من وما ومثال المبني منهما على الفتح أين وأيام وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضمن فاذكره فإن قل فإن من أسماء الشرط حيثما وهي مبنية على الضمن قلت المبني على الضمن حيثه واسم الشرط إنما هو حيثما ومتصلت بحيثه وصارت جشئا منها فالضمن في حشو الكلمة لا في آخرها واستفنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا فإنها معربة فيهما مطلقا بإجماع مشال الاستفهامية في الرفع قوله تعالى أيكم يأتين بعرشها أيكم زادته هذه الإيمانة ومشالها في النصب فأي آوات الله تنكرون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلبون فأيكم فيها مكتبا وأي من قوله فأي آوات الله تنكرون مفعول به لتنكرون وأي من قوله تعالى أي منقلب مفعول مطلق لينقلبون وليست مفعولا به لسيعلم لأن الاستفهام لا يعمل فيهما قبله ومثالها في الخصب فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتور وأي في هذه الآية مخفوضة اللظم مرفوعة محلا لأنها مكتبة والباء زائدة والأصل أيكم المفتور والجملة نصب بتبصروا أو يبصرون لأنهما تنازعاها وهما معلقان عن العمل بالاستفهام وفي الآية مباحث أخر ومثال الظرف المبني على السكون إذ وهو ظرف لما مضى من الزمان ويضاف لكل من الجملتين نحو واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا إذ كنتم قليل ولم ينفعكم اليوم إذ ظلمتم وتأتي ظرفا لما يستقبل نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بعد قوله سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وتأتي للتعليم نحو وإذا اتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأيوا إلى الكهف أي ولأجل اتزالكم إياه والاستشناء في الآية اتصل إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره ومن قطعهم إن كانوا يخصون غير الله سبحانه بالعبادة وكذلك البحث في قوله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون فإنهم عدل لي إلا رب العالمين وتأتي للمفاجأة كقوله استقبر الله خيرا وارضين به فبينما العشر إذ دارت مياسيره ومثال المدني منها على الفتح الآن وهو اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه فالأول نحو قوله تعالى الآن جئت بالحق وفي هذه الآية حذف الصفة أي بالحق الواضح وليل أن المعنى على آذان كفر لمسهومها بذل مقالة والثاني نحو قوله تعالى فنم يستمغ الآن وقد تعرضت كقوله لسلما بذات الشال دار عرفتها وأخرى بذات الجزع آياتها سطر كأنهما من الآن لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر أصله كأنهما من الآن فعد ثانون من لالتقائها ساكنة معلام الآن ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو الغالب وأعرب الآن فخفضه بالكسر ومثال ما بني منها على الكسر أنسي وقد مضى شرعه وإنما ذكرته هناك لشبهه بمسألة حذان في احتلاف الحجازيين والتنميين فيه وإنما كان حقه أن يذكر هنا خاصة لأنه كلمة بعينها وليس فردا داخلا تحت قاعدة كورية ومثال ما بني منها على الضم حيث وهو ظرف مكان يضعف للجملتين وربما أضيف لمفرد كقوله أما ترى حيث شهيل طالع وقد يفتح وقد يكسر وبعضهم يعرض وقرأ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بالكسر فيحتمل الإعراض والبناء ثم قلت باب اسم مكرة وهو ما يقبل ربه وأقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته ومعرفة وهو الفر ولهذا أخرته وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها نحو رجل وغلام تقول رب رجل ورب غلام وبهذا استدل على أن من وما يقعان نكرتين كقوله رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع وقوله لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غناؤها بغير احتيال ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال فدخلت رب علينا ولا تدخل إلا على النكران فعلم أن المعنى رب شخص أنضجت قلبه ويضا ورب شيء من الأمور تكرهه النفوس فإن قلت فإنك تقول ربه رجلا وقال الشاعر ربه فكية دعوت إلىنا يورث المجد دائبا فأجابه والدمير معرفة وقد دخلت عليه رب فبطل القول بأنها لا تدخل إلا على النكران قلت لا نسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة بل هو نكر وذلك لأن الضمير في المشال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتية وهما نكرتان وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة على مذاهب ثلاثة أحدها أنه نكرة مطلقة والثاني أنه معرفة مطلقة والثالث أن النكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته فإن كانت واجبة التنكير كما في المشال والبيت فالضمير نكرة وإن كانت جائزته كما في قولك وجاءني رجل فأكرمته فالضمير معرفة وإنما كانت النكرة في المطال والبيت واجبة التنكير لأنها تنميز والتميز لا يكون إلا نكرة وإنما كانت في قولك جاءني رجل فأكرمته جائزة التنكير لأنها فاعل والفاعل لا يجل أن يكون نكرة بل يجوز أن يكون نكرة وأن يكون معرفة تقول جاءني رجل وجاءني زيد ثم قلت ومعرفة وهي ستة أحدها المضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب وأقول أنواع المعارف ستة أحدها المضمر ويسمى الدمير أيضا ويسميه الكوفيون الكناية والمكنة وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح وهو عبارة عن ما دل على متكلم نحو أنا ونحن أو مخاطب نحو أنت وأنتما أو غائب نحو هو وهما وإنما سمي مضمر من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي أي من الدمار وهو الهزال لأنه في الغالب قليل الحروف ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبا مهموسة وهي التاء والكاف والهاء والهمس هو الصوت الخفي فإن قلت يرد على الحد الذي ذكرته للمدمر الكاف من ذلك فإنها دالة على المخاطب وليست دميرا باتفاق البصريين وإنما هي حرص لا محل لها من الإعراب قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب وإنما هي دالة على الخطاب فهي حرص دالة على معنى ولا دلالة له على الذات البتك وكذلك أيضا الهاء في إيايا والكاف في إياك والهاء في إياه ليست مدمرات وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغلب والدال على المتكلم والمخاطب والغائب إنما هي إياه ولكنهم لما وضع مشتركا بينها وأرادوا بيان من عمل به احتاج إلى قريمة تتصل به تبين المراد منه انتهى الوجه الأول ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوم نحو إنا أنزلناه أو متقدم نطلقا نحو والقمر قدرناه أو لفظا لا ربدة نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه أو لية نحو فأوجس في نفسه خيفة نوسى أو مؤخر مطلقا في نحو كل هو الله أحد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ونعم رجلا زيد وربه رجلا وقام وقعد أخواكه ودربته زيدا ونحو حوله جزى ربه عني عدي محاكم والأصح أن هذا ضرورة وأقول لا بد للدمير من مفسر يبين ما يراد به فإن كان المتكلم أو المخاطب فنفسره عبور من هو له وإن كان لغائب فنفسره نوعان لفظ وغيره والثاني نحو إنا أنزلناه أي القرآن وفي ذلك شهادة له بالنباهة وأنه غمي عن التفسير والأول نوعان غالب وغيره فالغالب أن يكون متقدما وتقدمه على شلافة أنواع تقدم في اللفظ والتقدير وإليه الإشارة بقول مطلقة وذلك نحو والقمر قدرناه منازل والمعنى قدرنا له منازل فحذف القافب أو التقدير ذا منازل فحذف المضعف وانتصاب ذا إما على الحال أو على أنه مثؤول ثاني لتدمين قدرناه معنى سيرناه وتقدم في اللفظ دون التقدير نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه وتقدم في التقدير دون اللفظ نحو فأوجس في نفسه خيفة نوسى لأن إبراهيم مفؤول فهو في نية التأخير وموسى فاعل فهو في نية التقديم وقيل إن فاعل أو دس ضمير مستكر وإن موسى بدل منه فلا دليل في الآية والنوع الثاني أن يكون مؤخرا في اللفظ والرتبة وهو محصور في سبعة أبواب أحدها باب دمير الشأن نحو هو أو هي زيد قائم أي الشأن والحديث أو القصة فإنه مفسر بالجملة بعده فإنها نفس الحديث والقصة ومنه قل هو الله أحد فإنها لا تعم الأبصار والثاني أن يكون مخبرا عنه بنفسره نحو ما هي إلا حواتنا الدنيا أي ما الحوات إلا حواتنا الدنيا والثالث الضمير في باب نعمة نحو نعم رجلا زيد وبئس الظالمين بدلا فإنه مفسر بالتمييز والرابع مجرور رب نحو ربه رجلا فإنه مفسر بالتمييز قطعا والخامس الدمير في باب التنازع إذا أعملت الثانية واحتاج الأول إلى مرفوع نحو قام وقعد أخواك فإن الألف راجعة إلى الأخواي والسابس الدمير المدل منهما بعد كقولك في اتداء الكلام ضربته زيدا وقول بعضهم اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم والسابع الدمير المتصل بالفاعل المقدم على المفعول المؤخر وهو ضرورة على الأصح كقولك جزى ربه عن عدي ابن حاكم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل فأعيد الدمير من ربه إلى عدي وهو متأخرا لفظا ورتبة ثم قلت أخام العلم وهو شخصي إن عين مسماه مطلقا كزيد وجنسي إن بل بذاته على ذل ما هي تطار وعلى الحاضر أخرى كأسامة ومن الهلم الكنية واللقب ويؤخر عن اسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا وأقول الثاني من أنواع المعارف العلم وهنا يعاني عالم شخص وعلم جنس فعالم الشخص عبارة عن اسم يعين مشماه تعيينا مطلقة أي بغير قيد فقولنا اسم جنس يشمل المعارف والنكران وقولنا يعين مسماه فصل مخرج للنكران لأنها لا تعين مسماه بخلاف المعارف فإنها كلها تعين مسماه أعني أنها تبين حقيقته وتجعله كأنه مشاهد حاضر للعيام وقولنا بغير قيد مخرج لما عاد العلم من المعارف فإنها إنما تعين مسماها بقيد كقولك الرجل فإنه يعين مسماه بقيد الألف واللام وكقولك غلام فإنه يعين مسماه بقيد إضافة بخلاف العلم فإنه يعين مسماه بغير قيد ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمى زيدا بحضور ولا غيبة بخلاف التعبير عنه بأنت وهو وعبرت في المقدمة عن اسم بقولي إن عين مسماه وعن في القيد بقولي مطلقة قصدا للاختصاري وعلم الجنس عبارة عن ما دل إلى آخره وبوان ذلك أن قولك أسامة أسجع من ثعله في قوة قولك الأسد أسجع من الثعله والألف واللام في هذا المثال لتعريف الجنس وأما قولك هذا أسامة مقبلة في قوة قولك هذا الأسد مقبلة والألف واللام في ذلك لتعريف الخضور واحترزت بقولي بذاته من الأسد والفعله في المثال المذكور فإنهما لم يدل على ذل ماهية بذاتهما بل بدخول الألف واللام ثم بينت أن العلم ينقسم إلى اسم كما تقدم من التمثيل بزيد وأسامة وإلى لقب وهو ما أشعر برفعة كزين العابدين أو بضعة كقفة وبطة وإلى كمية وهو ما بدأ بأب أو أم كأبي بكر وأم عمر وأنه إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب ثم إن كان مفردين جازت إضافة الأول إلى الشام وجاز إتباع الشام للأول في إعرابه وذلك كسعيد كرس وإن كان مضافين كعبد الله زين العابدين أو متخالفين كزين زين العابدين وكعبد الله كرس تعين الإتباع وانتمعت الإضافة ثم قلت الثالث الإشارة وهو ما دل على مسمن وإشارة إليه كذا وذا في التذكير وذين وتين وتاء وتان في التأنيث وأولئ فيهن وتلحقهن في البعد كاف خطاب حرفية مجربة من اللام مطلقا أو مقرومة بها إلا في المثنى وفي الجمع في لغة من نده وهي الفصحى وفيما سبقته ها التنبيه وأقول الثالث من أنواع المعارف الإشارة وهو ما دل على مسمن وإشارة إلى ذلك المسمى تقول مشيرا إلى زيد مثلا هذا فتدل لفظة ذا على ذات زيد وعلى الإشارة لتلك الذات وقولي وهو بالتذكير بعد قولي الإشارة إنما صح على وجهي أحدهما أننا من قولي ما دل على مسمن لفظه التذكير فلما كان الضمير هو نفس ما سرى إليه التذكير منه والثاني أن تقدر قولي الإشارة على حذف نضاف والتقدير اسم الإشارة فالدمير من قولي هو راجع إلى الاسم المحذوف وتنقسم أسماء الإشارة بحسب من هي له ستة أقسام بأتبار التقسيم العقلي وخمسة بأتبار الواقع وبيان الأول أنها إما لمفرد أو مسمن أو مجموع وكل منها إما للمذكر أو مؤنف وبيان الثاني أنهم جعلوا عبارة الجمع مشتركة بين المذكرين والمؤنفات فللمفرد المذكر هذا وللمفردة المؤنفة هذه هاتي هاتا ولتثنية المذكرين هذان رفعا وهذين جرا ونصبا ولتثنية المؤنفتين هاتان رفعا وهاتين جرا ونصبا ولجمع المذكر والمؤنف هؤلاء بالمد في لغة الحجازيين وبها جاء القرآن وبالقصر في لغة بني تميل وليستها من جملة اسم الإشارة وإنما هي حرف جئ به لتنبيه المخاطب على المشار إليه بدلول سقوطه منها جوازا في قول كذا وذاك ويجوبا في قول كذلك وللكاف اسم مدمر مثلها في غلامك لأن ذلك يقتضي أن تكون مخفوضة بالإضافة وذلك ممتنع لأن أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ملازمة للتعريف وإنما هي حرف لمجرد الخطاب لا موضع له من الإعراب وتلحق اسم الإشارة إذا كان للبعيد وأنت في اللام قبله بالخيار تقول ذاك أو ذلك ويجب ترك اللام في ثلاث نسائل إحداها إشارة المثنة نحو ذانك وتانك والثانية إشارة الجمع في لغة من مده تقول أولئك بالمد من غير لامن فإن قصرت قلت أولاك وأولاك والثالثة كل اسم إشارة تقدم عليه حرف التنبيه نحو هذاك وهاتاك وهاتيك ثم قلت الرابع الموصول وهو مفتقر إلى الوصل بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور كامين أو وصف صريح وإلى عائد أو خلف وأقول الرابع من أمواع المعارف الموصول وهو عبارة عن ما يحتاج إلى أمرين أحدهما الصلة وهي واحد من أربعة أمور أحدها الجملة وشرطها أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب تقول جاء من الذي قام والذي أبوه قائم ولا يجوز جاء الذي هل قام أو الذي لا تضربه والثاني الظرف والثالث الجار والمجرور وشرطهما أن يكون تاما وقد اجتمع في قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته واحترزت بالتامين من الماقصين وهم الذين لا تكم بهما الفائدة فلا يقال جاء الذي اليوم ولا جاء الذي بك والرابع الرصف الصريح أي الخالص من غلبة لسمية وهذا يكون صلة من ألف واللام خاصة نحو الضارب والمضروب كما سيأتي والأمر الثاني قد نير العائد من الصلة إلى المشور نحو جاء الذي قام أبوه وشرطه أن يكون مطابقا للمشور في الإفراد والتذكير وفروعهما وقد يخلفه الظاهر كقوله سعاد لك أبناك حب سعادا وإعراضها عنك استمر وزابا وحمل عليه الزمخشري قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وذلك لأنه قدر الجملة الاسمية وهي الذين وما بعده معطوفة على الجملة الفعلية وهي خلق وما بعده على معنى أنه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سياه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء ولولا أن التقدير ثم الذين كفروا به يعدلون كما أن التقدير سعاد لك أبناك حبها ولزم فساد الإعراض لخلول الصلة من دمير وهذا في الآية الكريمة خير منه في البيت لأن الاسم الظاهر المائد عن الدمير في البيت بلفظ الاسم الموصوف بالموصول وهو سعاد فحصل التقرار وهو في الآية بمعناه لا بلفظه وأجاز في الجملة وجها آخر وبدأ به وهو أن تكون معطوفة على الحمد لله والمعنى أنه سبحانه حقيق بالحمد على ما خلق لأنه ما خلقه إلا نعمة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فيكفرون نعمة ثم قلت وهو الذي والتي وتثنيتهما وجنعهما والأولى والذين واللات واللائي وما بنعناهن وهو من للعالم وما لغيره وذو عند طي وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين إن لم تلغى وأي مقال في نحو الضارب والمضروب لما فرقت من حد الموصول شرعت في صرد المشهور من ألفاظه والحاصل أنها تنقسم إلى ستة أقسام لأنها إما لمفرد أو مثنم أو هجموع وكل من الثلاثة إما للمذكر أو لمؤنث فللمفرد المذكر الذي وتستعمل للعاقل وغيره فالأول نحو والذي جاء بالصدق والثاني نحو هذا يومكم الذي كنتم توعدون ولك في يائه وجهان الإثبات والحذف فعلى الإثبات تكون إما خفيفة فتكون شاكنة وإما شديدة فتكون إما مقصورة أو جارية بوجوه الإعراب وعلى الحرف فيكون الحرف الذي قبلها إما مقصورا كما كان قبل الحرف وإما ساكنة وللمفرد المؤنث التي وتستعمل للعاقلة وغيرها فالأول نحو قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وقد هنا للتوقع لأنها كانت تتوقع سماع شكواها وإنزال الوحي في شأنها وفي السببية أو الظرفية على حذف مضافة أو في شأنه والشان نحو سيقول الشفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي سيقول اليهود ما صرف المسلمين عن التوجه إلى بيت المقدس ولك فياء لك من اللغات الخمس ما لك فياء الذي ولنثن المذكري اللذان رفعا والذين جرا ونصبا ولنثن المؤنث اللتان رفعا والذين جرا ونصبا ولك فيهن تشديد النوم وحزفها والأصل التخفيف والثبوت ولجمع المذكري الأولى بالقصر والمد والذين بالياء مطلقة أي بالياء رفعا ولجمع المؤنث اللاء واللات بإثبات الياء وحذفها فيهن وقد قرأ واللاء يأثنا بالوجهين ولن يقرأ السبعة واللات يأتينا الفاحشة إلا بالياء لأنه أخف من اللاء لكونني بغير همزة ومن الموشولات موشولات عامة في المفرد المذكري وفروعي وهي من وأصل وضعها لمن يعقل نحو أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وما لما لا يعقل نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق وذو في لغة قيئ يقولون جاءني ذو قام وذاء بشرطين أحدهما أن يتقدم عليها مال استفهامية نحو ماذا أنزل ربكم أي ما الذي أنزل ربكم أي من استفهامية نحو من ذا لقيت وقول الشاعر وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها لو قال من ذا قالها أي من الذي قالها وهذا الشرط خالف فيه الكوفيون فلم يشترطوه واستدلوا بقوله نجوكي وهذا تحملين طليق فزعموا أن التقبير والذي تحملينه طليق فذاء موشول مبتدأ وتحملين صلة والعائد محذوس وطليق خبر الشرط الثاني أن لا تكون ذا ملغاتا وإلغاؤها بأن تركب معنا فيصير إسما واحدا فتقول ماذا صنعت ويمزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء فتكون مفعولا مقدمة فإن قبرت ما مبتدأ وذا خبرا فهي موصولة لأنها لم تلغى ومنها أي كقوله تعالى ثم لننزي عن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد وقد تقدم الكلام فيها ومما قال الداخلة على اسم الفاعل كالضارب أو اسم المفعول كالمضروب هذا قول الفارسي وابن الصراج وأكثر المتأخرين وزعم المازني أنها موصول حرفي ويرده أنها لا تؤول بالمصدر وأما الضمير لا يعود عليها وزعم أبو الحسن الأخفش أنها حرف تعريف ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله ويجيز عطف الفعل عليه كقوله تعالى فالمغيرات سبحة فأثرنا فعطف أثرنا على مغيرات على مغيرات لأن التقدير فاللاك أغرنا فأثرنا والمغيرات مفعلات من الغارة وسبحا ظرف زمان كانوا يغيرون على أعدائهم في الصباح لأنهم حينئذ يصيبونهم وهم غافلون لا يعلمون ويقال إنها كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني كنانة فأطأ عليه خبرها فجاء به الوحي إليه والنقع العبار أو الصوت من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن نقع أو نقلق سياحا وجلبة ثم قلت الخامس المحلى بأل العهدية كجاء القاضي ونحو فيها مصباح ملمصباح الآية الجنسية مثل وخلق الإنسان ضعيفا ونحو ذلك الكتاب لا ريب فيه ونحو وجعلنا من الماء كل شيء حي ويجب ثبوتها في فاعل نعم وبأس المظهرين نحو نعم العبد بأس مثل القوم فنعم ابن أخت القوم فأما المضمر فمشتكر مفسر بتنميز نحو نعم امرأ هرم ومنه فنعم ماهي وفي نعطي الإشارة مطلقا وأي في النباء نحو يا أيها الإنسان ونحو نال هذا الكتاب وقد يقال يا أيها ويجب في السعة حذفها من المنادة إلا من اسم الله تعالى والجملة المسنادها ومن المضاف إلا إذا كانت صفة معربة بالحرف أي مضافة إلى ما فيه أل وأقول الخامس من المعارف المحلى بالألف والنان العهدية أو الجنسية انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوضو الأول ينبأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب الخامس من المعارف المحلى بالألف والنان العهدية أو الجنسية وأشرت إلى أن كل منهما اسمان لأن العهدية إما أن نشار بها إلى معهود ذهني أو ذكر فالأول كقولك زاء القاض إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص والثان كقوله تعالى فيها مصباح المصباح الآية فإن ألف المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرهما وأل الجنسية قسمان لأنها إما أن تكون استغراقية أي مشار بها إلى نفس الحقيقة فالأول كقوله تعالى وخوق الإنسان ضعيفة أي كل فرد من أفراد الإنسان ونحو ذلك الكتاب أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس وفي الثانية لخصائص الجنس كقولك زيد الرجل أي الذي اجتمع فيه صفات الرجال المحمودة والثاني نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء نسمه ماء وقول العهدية أي الجنسية خرج به المحلى بالألف واللان الزائدة فإنها ليست لعهد ولا جنس وذلك كقراءة بعضهم لإن رجعنا إلى المدينة لاخرجنا الأعز منها الأذلة بفتح يا إلى خرجنا وضم رائه وذلك لأن الأذلة على هذه القراءة حالا والحال ياجبة التنكير فلهذا قلنا إن الزائدة لا معرفة والتقدير لا يخرجن الأعز منها ذليلة ولك أن تقدر أن الأصل خروج الأذلة ثم حدث المدافر يأقيم المدافر إليه مقامه فانتصب على المصدر على سبيل الموابة وحينئذ فلا يحتاج لدعوة زيادة ثم ذكرت أن أل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حدثها في مسألتين أما مسألة الثبوت فإحدهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعم أو بئس كقوله تعالى نعم العبد فنعم القادرون فنعم الماهدون وبئس الشراب وأشرت بالتمثيل بقوله تعالى بئس مثل القيم إلى أنه لا يشترط قيم أل في نفس الاسم الذي يقع فاعلا كما في نعم العبد بل يجبه قيم ما فيه أي قيم ما فيه ما أدوثه إليه نحو ولا نعم دار المتقيم فلا بئس مثل المتكبرين بئس مثل القيم ولو كان فاعلا نعم وبئس مضمرا وجر فيه ثلاثة أمور أحدها أن يكون مفردا ومثنى ولا مضموحا مستترا لا دارزا مفسرا بتنميز بعده كقولك نعم رجلا زيب ونعم رجلين الزيبان ونعم رجالا الزيبين وقول الشاعر نعم رأى هارم لم تعرم آئبة إلا يكان لمرتاع بها وزرا والثانية أن يكون الاسم معتا إما الاسم الإشارة نحو ما لهذا الكتاب ما لهذا الرسول وقولك مررت بهذا الرجل أي معت أيها في النداء نحو يا أيها الرسول يا أيها الإنسان ولكن قد تنعت أي باسم الإشارة كقولك يا أيها والغالب حينئذ أن تنعت الإشارة كقولك ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوضع وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي وقبل تنعتك قولك أيها ذا نكلا زابيكما وأما مسألة الحدف فإحدهما أن يكون الاسم منادى فتقول في نداء الغلام والردل والإنسان يا غلام ويا ردل ويا إنسان ويشتفنى من ذلك أمران أحدهما اسم الله تعالى فوزوه أن تقول يا الله فتجمع بينها والألف واللان ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحففها والثاني أي زملة المسمى به فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم نادرته قلت يا المنطلق زيد الثاني أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والبارئ غلامي وبارئ ولا تقول الغلامي ولا الداري فتجمع بين أل والإضافة ويشتفنى من ذلك مسألتان إحداثما أن يكون المضاف صفة معربة بالعروف سيجوز حينئهم اجتماع أل والإضافة وذلك نحو الضارب زيد والضارب زيد والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمورا لها وهو بالألف واللاني فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة وذلك نحو الضارب الرجل والراكب الفرس وماعدهما لا يجوز فيه خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد ونحرد مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللان وللكوسيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأسواد ونحرد مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود وللغماني والمبرد والزمخشري في قولهم في الضارب والضاربك والضاربه إن الضمور في موضع خصب بالإضافة ثم قلت السادس المضاف لمعرفة كغلام وغلام زيد وأقول هذه خاتمة المعارف وهو المضاف لمعرفة وهو في درجة ما أضيف إليه فغلام زيد في رتبة العلم وغلام هذا في رتبة الإشارة وغلام الذي جاءت في رتبة المرشور وغلام القاضي في رتبة بالأدات ولا يستشنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلام فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم وهذا هو المذهب الصحيح وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة وزعب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقة ولا يستشنى المضمر والذي يدل على بطلان القول الثاني قيله كخبروف الوليد المسقد فوصف المضافة والمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة والصفة لا تكون أعرفة من المرشوف وعلى بطلان الثالث قيلهم مرأت بزيد صاحب كار ثم قلت باب المرفوعات عشرة أحدها الفاعل وهو ما قدم الفعل أو شكوه عليه وأسند إليه على جهة فيامه به أي قوائي منه كعلم زيد ونات بكر وضرب عمره ومختلف ألوانهم وأقول صرعت هنا في بكر أنواع المعرفات وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد وفنوت بالمنشيبات لأنها فضلات والبة وختمت بالمشريرات لأنها تابعة في الأندية والفضلية لغيرها وهو المضاف فإن كان عدة سالمضاف إليه عنده كما في قوله قام غلام زيد وإن كان فضلا سالمضاف إليه فضله كما في قوله رأيت غلام زيد والتابع يتأخر عن المكبور وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمره أحدهم أن عامله لفضل وهو الفأل أو شمره بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء والعامل اللفضل أقوى من العامل المعنوي بدليل أنه يجيل حكم العامل المعنوي تقول في زيد قائم كان زيد قائمة وإن زيدا قائم وضنمت زيدا قائمة ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى والأقوى مقدم على الأبغة الثاني أن الرفع في الفاعل للفرط بينه وبين المفعول وليس هو في المبتدأ كذلك والأصل في الإعراب أن يكون للفرط بين المعاني فقدمت ما هو الأصل والبنهر في قولي وهو للفاعل وقالي ما قدم الفعل أو شبه عليه مخرج لنحو سيد قام وزيد قائم فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وشبه ولكنهما لم يقدم عليه وقالي على جهة قيامه به أي قائم منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله نحو برب زيد وعمر مضروض غلامه فزيد والغلام وإن صدق علينا أنهما قدم علينا فعل وشبه وأسند إلينا لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع علينا لا على جهة القيام بهنا كما في قولك علم زيد أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمره ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف أيانه فألوانه فاعل ومختلف لأنه اسم فاعل فهي في معنى الفعل والتقدير وصنف مختلف ألوانه أي يختلف ألوانه فحبث المرشيث وأنيب الوصف عن الفعل وقوله تعالى كذلك أي اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وعمر مختلف ألوانها وغرى بيض شور ثم قلت الثاني نائبه وهي ما حدف فاعله وأقيمه ومقامه وغير عامله إلى طريقة فعل أي مفعال أو مفعول وهي المفعول به نحو وقضي الأمر فإن فقد فالمصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة سننوفي له من أخيه شيء أو الظرف محو صين رمضان ودلس أمامك أو المذور محو غير المغضوب عليهم ومنه لا يؤخذ منها وأقول الثاني من المرفعات نائب الفاعل وهو الذي يؤبرون عنه بمسؤول ما لم يشن فاعله والعبارة الأولى أولى لوجهي أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون وسؤولا وغيره كما سيأتي والثاني أن المنشوب في قولك أعطي زود دمارا يصدق عليه أنه مسؤول للفعل الذي لم يسم فاعله وليس مقصودا له ومعما قوله إقيم هو مقامه أنه إقيم مقامه في إسناد الفعل إليه ولما فرقت من حده شرعت في بيان ما يؤمل بعد حدث الفاعل فرقت أن السأل وجد طبيعه إلى فعلا أن يفعله ولا أريد لذلك هذين الوزنين فإن ذلك لا يتأتى إلا في السأل الثلاثين وإنما أريد أنه يضم أوله المطلقة ويقصر ما قبل آخره في الماضي ويفتح في المدارة ثم بعد ذلك يقام المسؤول به المقامة الفاعل فيعطى أحكامه كلها فيصور مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعندكا بعد أن كان صدله وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائزة تقديم عليه والمفئول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره يوجودا لأنه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك أعطيت زيدا بينارة ألا ترى أنه آخذ وأوضح من هذا دارب زيد عمر لأن الفعل صادر من زيد وعم فقد اشترك في إيجاد الفعل حتى إما معظهم جوز في هذا المفئول أن يرفع رسله فاقول ما رب زيد عمر من الجاهل لأنه معت المرفوع في المعنى ومثلت بنيابجه عن الفاعل بقوله تعالى وقضي الأمر وأصله قد الله الأمر فهدف الفاعل للعلم له ورفع المفعول وغير الفعل ضمن أوله وكسر ما قبل آخره فانقلبت الأنف واء فإن لم يكن في الكلام مسعول منه أقيم غيره من مصدر أو درف زمان أو مكان أو مجهور فالمصدر كقوله تعالى فإذا نفغ في الشور نفخة واحدة وقوله تعالى فمن رفي له من أخيه شيء وكلم نفخة مصدرا وابح وأن شيء فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو والتقدير والله أعلم فأي شخص من القاتل إفي له عفو ما من جهة أخيه والأخ هنا محتمل لأجهال أحدنا أن يكون المرادب المقتول فمن بالسدرية أي بسدره وإنما جعل أخا تعطوسا عليه وتنفيرا عن قتله لأن الخلق كلهم مشتركوب في أنهم عبد الله فهم كالإخوة في ذلك ولأنهم أولاد أدن واحد وأم واحدة والثان أن المرادة ولي الدني وسمي أخا ترغيبا له في العفو ومن على هذا لابتداء الغاية وهذا الوجه أحسن لوجهه أحدهم أن كين من لابتداء الغاية أشهر من كينها للسواب والثان أن الدمير في قوله تعالى وأداء أليه راجع إلى مذكور في هذا الوجه دون الأول وظرف الزمان تقولهم صيم رمضان وأصله صام الناس رمضان وظرف المكان تقولك دلس آمامك والدليل على أمن الأمام من الظروف المتصرفة التي يجيز رفعها قول الشاعر فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها فموضع كلا رفع بالابتداء وخلفها مدل منه وأمامها عطف عليه والجملة التي هي تحسب وما بعدها في موضع رفع خبر متدأ والعائد على المتدأ الهاء المتصلة بإنه وإنما يصف الشاعر بقرة وحش بالتبلد وأنها لا تدري على أي شيء تقبل ولا بد من تقبل أي حال قبل كلا فكأنه قال فغدت هذه الوحشية وكلا النقرتين التي مهمة خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة أي المكان الذي تبتى فيه والمجرور كقوله تعالى وإن تعبر كل عدل لا يؤخذ منها فيؤخذ فعل مدارع مبني لما لم يسمى فاعله وهو خال من دمير مستكر فيه ومنا جار رمجرور في موضع أي لا يكن أخذ منها ولو قدر ما هو المتبادر من أم في يؤخذ من أن في يؤخذ دميرا مستكرا هو القائم مقام الفعل ومنها في موضع نصب لم يستقن لأن ذلك الدمير عائد حينئذ على كل عدل وكل عدل حدث والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ النواد نعم إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يؤمن صح ذلك وفهم من قوله فإن فقد فالمصدر إلى آخره أنه لا يزيد إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به وهي مذهب البصرين إلا الأخفش واستدل المخالفين بنحو قول الشاعر أتيح لي من العدى نذيرا به يثيء الشر مستطيرا وبقراءة أبي جعفر يجزى قيما بما كانوا يكسبون فأقين فيهما الجار والمجرور وطرك المفعول به منشوبا ثم قلت ولا يحثفان بل يستكران ويحثف عامل هنا جواز النحو زيد لمن قال من قام أي من ضرب ويوجود النحو إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت ولا يكونان جملكا فنحو وتمين لكم كيف فعلنا بهم على إضمار التبيل ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى اللفظه ويؤنف فعلهما لتأمي فيهما وجوبا في نحو الشمش طلعت وقامت هند أي الهندان أي الهندات وجيازا مراجحا في نحو طلعت الشمش ومنه قامت الرجال أي النساء أي الهميد وحضرت القاضي امرأة ومثل قامت النساء نعمة المرأة ومرجوحا في نحو ما قام إلا هند وقيل درة ولا تلحقه علامة تسنية ولا جمع وشجز نحل أكلوم المراهيث وأقول مقرتبنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه الحكم الأول أنهما لا اخدفان وذلك لأنهما عند كان ومنزلات من فعلنا منزلة الجزاء فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محبوفان فليس محمولا على ذلك الظعر وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستكران فمن ذلك قيل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزم الزامن حين يزمه هو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره وهو الزامن لأن ذلك خلاف المقصود ولا الأصل ولا يشرب الشارب فهدف الشارب لأن الفاعل عنده فلا يغذف وإنما هو ضمير مشتكر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب فإن يشرب يستلزم الشارب وحسن ذلك تقدم نظيره وهو لا يزم الزامن وعلى ذلك فقس وتلطف لكل موضع بما يباسده وعن الكسائب إجازة حزف الفاعل وتابعه على ذلك السميني والمضاء الثاني أن عاملهما قد يغذف لقرينك وأن حذفه على قسمين جائز رواجب فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أي من برد فزيد في جواب الأول سائل فعل محذوف وفي جواب الثاني نائب عن سائل فعل محذوف وإن شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وبرد عمره والياجب ضابطه أن يتأخر عنه فعل مفسر له وقد اجتمع المشالان في الآية الكريمة فالسماء فاعل من شقة محذوفة فالسماء في قيله تعالى فإذا انشقت السماء إلا أن الفعل هنا مذكور والأرض نائب عن فاعل مدة محذوفة وكل من الشالين يفسره لسأل المذكور فلا يجوه أن يتلفظ به لأن المذكور عيض عن المحذوف وهم لا يجمعون بين العيض والمعيض عنه العظم الثالث أنهما لا يكونان جملة هذا هو لنظهب الصحيح وزعم قيم أن ذلك جائز واستدلوا بقيده تعالى ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسلمنه وتبين لكم كيف فعلنا بهم وإذا طيل لهم لا تفسدوا في الأرض فجملة لاستهمنه فاعلا مئندة وجملة كيف فعلنا بهم فاعلا متنينة وجملة لا تفسدوا في الأرض قائمة المقام ساهل طيلة ولا حدة لهم في ذلك أن الآية الأولى فالساعل فيها منهير مشتطر عائد إما على مصدر فعل والتقدير ثم بدى لهم بداء كما تقول بدى لرأي ويؤيد ذلك أن إسماء المداء للبداء قد جاء مصرحا بي في قوم الشهر لعلك والموعيد حق لقائد بدى لك في تلك القلوص بدائد وإما على السجن بفتح السين المفهول من قومه لا يسلمنه ويدل عليه قوله قال رمي السجن أحب ألي مما يبعنن أليه وكذلك القول في الآية الثانية أي وتبينه أي التبينه ودنية الاستفهام مفسرة وأن الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف وإنما هو من الإسناد اللفظي أي وإذا قول لهم هذا اللفظ والإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاب فقول العرب زعموا مطية الكذب وفي الحديث لا حيل ولا قوة إلا بالله كنز من كنز الجنة الرقم الرابع أن عاملهما يؤنس إذا كان مؤنسين وذلك على ثلاثة أقسام تأنيس واجب وتأنيس راجح وتأنيس مرضوح فأن التأنيس الواجب سفي مسألتين إحدى هما أن يكون السائل المؤنس دميرا متصلة ولا فرق في ذلك بين حقيقين التأنيس ومجازينه فالحقيقين نحو هند قامت سهند مبتدى وقام سائل الناد والسائل مستكر في الثال والتقدير قامتها والتاء علامة التأنيس وهي واجبة لما فكرناه والمبيضي نحو الشمس طلعت وأعرابه بار ولما مسلت دبي في المقدمة للتأنيس الواجب علم أن وجود التأنيس مع الحقيقي من باب أول وخلاف ما لو عكست فأما قول الشاعر إن السماحة والمروءة دمنا قبرا بمرع على الطريق الواجب ولن يكن دمنا فضرورة الثانية أن يكون لساعر اسما ظاهرا متصلا حقيقية تأنيس مفردا أو تسمية له أو جمعا بالألش والتاء فالمفرد تقوله تعالى إذ قالت امرأة أمرانا والمسنى تقولك قامت الهندان والجمع تقولك قامت الهندات فأما قوله تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهي أنا إلا من ربيعة أو مدر فضرورة إن قدر السأل ماضيا وأما إن قدر مدرعا وأصله تكمنا فهدست إحدى التأين كما قال تعالى فأنذرتكم نارا طلبنا فلا ضرورة وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات فإنما جاز لأدي الفصل للمفعول أي لأن السائل في الحقيقة أل الموشرة وهي اسم جمع فكأنه قيل التي آمن أي لأن السائل اسم جمع محظوف موصوف بالمؤمنات أي النسوة التي آمن وأن التأنيف الراجح ففي مسألتين إحداهما أن يكون السائل ظاهرا متصلا مجازي التأنيف كقولك طلعت الشمس وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وجمع الشمس والقمر الثانية أن يكون ظاهرا حقيقية التأنيف من فصلا بغير إلا كقولك قام اليوم هند وقامت اليوم هند وكقوله إن امرأة مغره من كل مواحدة بعد وبعدك في الدنيا لمغروره والمبرد يخص ذلك بالشعر انتهى الوزر الأول ومن النوع الأول أعمل مؤنف الظاهر المجازي التأنيف أن يكون الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع تقول قامت الزيود وقام الزيود وقامت النساء وقام النساء قال الله تعالى قالت الأعراب وقال نسوة وكذلك اسم الجنس كأورق الشجر وأوراقة الشجر فالتأنيف في ذلك كله على معنى الجماعة والتذكير على معنى الجمع وليس لك أن تقول التأنيف في النساء والهنود حقيقي لأن الحقيقية هو الذي له فرج والفرج لآحاد الجمع لا للجمع وأنت إنما أسندت لسعل إلى الجمع لا إلى الآحاد ومن هذا الباب أيضا قولهم نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند فالتأنيف على مقطب الظاهر والتذكير على معنى الجنس لأن المراد الجنس لا واحدة معينة مدحوا الجنس عموما ثم خصوا من أرادوا متحة وكذلك بئس بالنسبة إلى الذن كقولك بئس المرأة حمالة الحطب وبئس المرأة هند وأن التأنيف المرجوح ففي مسألة واحدة وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا كقولك ما قام إلا هند فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى لأن التقدير ما قام أحد إلا هند فالفاعل في الحقيقة مذكر ويجوز التأنيف باعتبار ظاهر اللفظ كقوله ما برئت من ريبة وذن في حربنا إلا بنات العمل والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم إن كانت إلا صيحة واحدة برفع صيحة وقراءة جماعة من السلف فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله وبجعل حرف المبارعة التاء المثنات من فوقه وزعم الأخفش أن التأميث لا يجوز إلا في الشعر وهو محدود بما ذكرنا الحكم الخامس أن عاملها لا تلحقه علامة تثمية ولا جمع في الأمر الغالب بل تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك كما تقول قام أخوك ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك كما يلحق الجميع علامة دالة على التأميث كقوله فيلا قتال الماركين بنفسه وقد أسلناه نبعد وحميم وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وقول بعض العرب أكلون البراغيث وقول الشاعر نتجربيع محاسنا القحنها غر السحائب وقول آخر رأينا الغياني الشيء بلاح بعاربه فأعرب معني بالخدود المواضري وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم منها قوله سبحانه وأصر النجو الذين ظلموا والأجود تخريجها على غير ذلك وأحسن الوجوه فيها إعراض الذين ظلموا مبتدأ وأصر النجو خبرا ثم قلت الثالث المبتدأ وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لنبتفن به فالأول كزيد قائم وكقوله تعالى وأن تصوم خير لكم وهل من خالق غير الله والثاني شرطه نفي أو استفهاما نحو أقائم الزيبان وما مضروب العمران وأقول الثالث من المرفوعات المبتدأ وهو نوعان مبتدأ له خبر وهو الغالب ونبتدأ ليس له خبر لكن له مرفوع يغني عن الخبر ويشترك النوعان في أمرين أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية والثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد ويفترقان في أمرين أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا نحو الله ربنا ومحمد النبينا ومؤولا بالاسم نحو وأن تصوم خير لكم أي وصيامكم خير لكم ومثله قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ولذلك قلت المجرد ولم أقل اسم المجرد ولا يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل اسم البتة بل ولا كل اسم بل يكون اسما هو صفة نحو أقائم الزيدان ومع مضروب العمران والثاني أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام كما مثلنا وكقوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطعه وكقوله أقاطن أو مسلم أن وضعنا إن يضعن فعجيب عيش من قطن وقوله رافعا لمكتفا به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا كقوم سلم في البيت الثاني أو ضميرا منفصلا كأنتما في البيت الأول وفيه رد على الكوفيين والزنخشري وابن الحاجب إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت أن يكون محمولا على التقديم والتأخير وذلك لا يمكن من في البيت الأول إذ لا يخبر عن المثنى بالمسرد وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين أو مائبا عن الفاعل كما في قولك أمضروب الزيدان وخرج عن قولي مكتفا به نحو أقائم أبواه زيد فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ وأبواه فاعلا أغنى عن الخبر لأنه لا يتم به الكلام بل زيد مبتدأ مؤخر وقائما خبر مقدم وأبواه فاعل به ثم قلت ولا يبتدأ بمكرة إلا إن عمت نحو ما رجل في الدار أو خصت نحو رجل صالح جاءني وعليهما ولعد مؤمن خير وأقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون مكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين وأنهاها إلى نيف وثلاثين وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة إما بصفة مذكورة نحو ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا عبد مؤمن خير من مشرك أو بصفة مقدرة كقولك السم منوان بدرهم فالسم مبتدأ ومنوان مبتدأ ثاني وبدرهم خبره والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والمسوّغ للابتداء بمنوان أنه موصوف بصفة مقدرة أي منوان منه ومنها أن تكون مصغرة نحو رجيل جاءني لأن التصغير وصف في المعنى بالصغر فكأنك قلت رجل صغير جاءني ومنها أن تكون مضافة كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهم الله على العباد ومنها أن يتعلق بها معمول كقوله صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة فأمر ونهي مبتدآ نكرتان وسور بابتداء بهما ما تعلق بهما من الجار والمجرور وكقولك أفضل منك جاءني ومن أنفلة العنوم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عنهم نحو كل له قاهته ومن يقم أقم معه ومن جاءك أجئ معه أو يقع في سياق النفي نحو ما رجل في الدار وعلى هذه الأمثلة قسم أشبهها ثم قلت الرابع خبره وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور وأقول الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ وقولي مع مبتدأ فصل أول مخرج لفاعل الفعل وقولي غير الوصف المذكور فصل ثان مخرج لفاعل الوصف في نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدأ ثم قلت ولا يكون زمانا والمبتدأ اسم ذات النحر الليلة الهلال متأول وأقول لما بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة بينت بعد ذلك حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان وذلك اسم الزمان فإنه لا وقع خبرا عن أسماء الذوات وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث تقول الصوم اليوم والصفر غدا ولا تقول زيد اليوم ولا عمر غدا فأما قولهم الليلة الهلال بنصب الليلة على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه فمؤول وتأوله على أن أصله الليلة رؤية الهلال والرؤية حدث لا ذات ثم حرص المضاف وهو الرؤية وأقيم المضاف إليه مقامة ومثله قولهم في المثل اليوم خمر وغدم أمر التقدير اليوم شرب خمر وغدم حدوث أمر ثم قلت الخامس اسم كان وأخواتها وهي أمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس مطلقا وتالية لنفي أو شبه زال ماضي يزال وبرح وفتئ وانفك وصلة لمال وقتية دام نحو ما دمت حية وأقول الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها الاثنة عشرة المذكورة فإنهما يدخلنا على المبتدأ والخبر فيرفعنا المبتدأ ويسمى اسمهن حقيقة وفاعلهن مجازا وينصبنا الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازا ثمهن في ذلك على ثلاثة أقسام ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي ثمانية كان وليس وما بينهما وما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبه وهي النهي والدعاء وهي أربعة زال وبرح وفكئ وانفك نحو ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين وتقول لا تزل ذاكر الله ولا برح ربعك مأنوسا ولا زال جنابك محروسا واشترط في زال شرط آخر وهو أن يكون ماضي يزال فإن ماضي يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب والانتقال نحو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالته إن أنسكهما من تحد من بعده وإن الأولى في الآية شرطية والثانية نافية وما بيزيل فعل طام متعد بمعنى ماذا يميز يقال زال زيد ضأنه من معز فلان أي ميزه منه وما يشترط أن يتقدم عليهما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان وهو داما وإلى ذلك أشرت بالتمثيل بالآية الكريمة كقوله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حية أي مدة دوام حية فلو قلت دام زيد صحيحا كان قولك صحيحا حالا لا خبرا وكذلك عجبت مما دام زيد صحيحا لأن ما هذه مصدرية الله ظرفية والمعنى عجبت من دوامه صحيحا ثم قلت ويجب حرف كان وحدها بعد أما في نحو أما أنت ذا نفر ويجوز حرفها مع اسمنا بعد إن ولو الشرطيتين وحرف نون مدارعها المجزوم إلا قبل ساكن أو مضمر متصل وأقول هذه ثلاث مسائل مهمة تتعلق بكانة بالنظر إلى الحرف إحداها حرفها وجودا دون اسمها وخبرها وذلك مشروط بخمسة أمور أحدها أن تقع صلة لأن والثاني أن يدخل على أن حرف التعليل والثالث أن تتقدم العلة على المعلوم الرابع أن يحذف الجار الخامس أن يؤتى بما كقولهم أما أنت منطلقا انطلقت وأصل هذا الكلام انطلقت لأن كنت منطلق أي انطلقت لأجل انطلاقك ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه أحدها تقديم العلة وهي لأن كنت منطلقا على المعلوم وهي انطلقت وسائدة ذلك الدلالة على الاختصاص والثاني حذف لا من العلة وسائدة ذلك الاختصار والثالث حذف كان وسائدته أيضا الاختصار والرابع انفصال الدمير وذلك لازم عن حذف كان والخامس وجوب زيادة ما وذلك لإرادة التعوض والسادس إبغان النون في المين وذلك لتقارب الحرفين مع سكون الأول وكونهما في كلمتين ومن شواهد هذه المسألة قول العباس بن مرداس رضي الله عنه أبا خراشة أما أنت ذا نفري فإن قومي لم تأكلهم الدبع أبا منادى بتقدير يا أبا وخراشة بدم الخاء المعجمة وأن أنت ذا نفر أصله لأن كنت ذا نفر فأولى فيه ما ذكرناه والذي يتعلق به الله محذوف أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي والمراد بالدبعي السنة المجدبة المسألة الثانية حرف كان مع اسمها وإبقاء خبرها وذلك جائز لا واجب وشرطه أن يتقدمها إن أو لو الشرطيتان فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فتقبيعهم إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر وهذا أرجح الأوده في مثل هذا التركيب وفيه وجوه أخر والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد أي ولو كان الذي تلتمشه خاتما من حديد المسألة الثالثة حرف نون كان وذلك مشروط بأمور أحدها أن تكون بلفظ المضارع والثاني أن يكون المضارع مجزومة والثالث ألا يقع بعد النون ساكن والرابع ألا يقع بعده ضمير متصل وذلك نحو ولم يكو من المشركين ولم أكو بغية ولا يجوز في قولك كان وكن لانتفاء المضارع ولا في نحو هو يكون ولن يكون لانتفاء الجزم ولا في نحو لن يكن الذين كفروا لوجود الساكن ولا في نحو قوله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلم تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله لوجود الضمير ثم قلت السادس اسم أفعال المقاربة وهي كاد وقرب وأوشك لدنو الخبر وعسى وخلولق وحرى لترجيه وطفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل وهب وهلهل للشروع فيه ويقول خبرها مضارعة وأقول السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة وهي تنقسم باعتبار معانيها إلى ثلاثة أقسام ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر وهي ثلاثة كاد وقرب وأوشك وما يدل على ترجي المتكلم للخبر وهي ثلاثة أيضا عسى وحرى وخلولق وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها وهي كثيرة غكرت منها هنا سبعة فكملت أفعال هذا الباب ثلاثة عشرة كما أن الأفعال في باب كان كذلك فهذه الثلاثة عشرة تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعة ثم منه ما يقترن بأمن ومنه ما يتجرد عنها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات ولولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وأخياتها لم تنفرد باب على حدة قال الله سبحانه يكاد زيتها يضيء عسى ربكم أن يرحمكم وقال الشاعر وقد جعلت إذا ما كنت يثقلني شعبي فأنهض مهض الشارب السكر وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر وقال الآخر هببت ألوم القلب في طاعة الهوى وقال الآخر وطئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهكه وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع وطفق أشهرها وهي التي وقعت في التنزيل وذلك في موضعين أحدهما وطفق يخصفان أي شرع يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال ليستطر بها وقرأ أبو السمال العدوي وطفق بالفتح وهي لغة حكاها الأخفش وفيها لغة ثالثة طبقة بباء مكسورة مكان الفائ والثاني فطفق نسحة أي شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها نسحة أي يقطعها قطع ثم قلت السابع اسم ما حمل على ليس وهي أربعة لا تفي لغة الجميع ولا تعمل إلا في الحين بكثرة أو الساعة أو الأوان بقلة ولا يجمع بين جزئيها والأكثر كون المحذوف اسمها نحو ولا تحين مناص وما ولا النافيتان في لغة الحجاز وإن النافية في لغة أهل العالية وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره وأن لا يليهن معموله وليس ظرفا ولا مجرورا وتنكير معمولي لا وأن لا يقترن اسم ما بإن الزائدة نحو ما هذا بشر ونحو ولا وزر مما قضى الله واقيا وإن ذلك نافعك ولا ضرك وأقول السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع اسم ونصب الخبر على ليس وهي أحرف أربعة نافية وهي ما ولا ولا ت وإن فأما ما فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط أحدنا أن يكون اسمها مقدمة وخبرها مؤخرة والثاني أن لا يقترن الاسم بإن الزائدة والثالث أن لا يقترن الخبر بإلا والرابة أن لا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا فإذا استيفت هذه الشروط الأربعة عملت هذا العمل سياء أكان اسمها وخبرها مكرتين أو معرفتين أو كان الاسم معرفة والخبر مكرة انتهى الشريط الخامس والكتاب بقية على الشريط التالي الوضع الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط السابس من الكتاب فالمعرفتين كقوله تعالى ما هن أم هاتهم والنكرتين كقوله تعالى فما منكم من أحد عن محاجزين فأحد اسمها وحاجزين خبرها ومنكم متعلق بمحظوف تقبيره أعمي ويحتمل أن أحدا فائل منكم لأتماده على المشي وحاجزين معتم له على لفظه فإن قلت كيف يشف الواحد بالجمع وكيف يخبر به عنه قلت جوابهما أنه اسم عام ولهذا جاء لا نفرق بين أحد من رسله والمختلفان كقوله تعالى ما هذا بشر ولم يقع في القرآن اعمال ما صريحا في غير هذه الموابع الثلاثة على الاحتمال المذكور في الثاني وعمالها لغة أهل الحجاز ولا يجيزونه في نحو قوله بني غدانك ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف لاقتران الاسم بإن ولا في نحو قوله سبحانه وما محمد إلا رسول وما أمرنا إلا واحدة لاقتران الخبر بإلا ولا في نحو قولهم في المثل ما مسيء من أعتبى لتقدم خبرها ولا في نحو قولهم وقالوا تعرفها المنازل من من وما كل من واثا من من أنا عارفه لتقدم عمول خبرها وليس بظرف ولا جار ومجهور ولا يؤمنها بني تميم ولا استوفت الشروط الأربعة بل يقولون ما زيد قائم وقرئ على لغتهم ما هذا بشر وما هم أمهاتهم بالرفع وقرئ أيضا بأمهاتهم بالجر بباء زائدة وتحتمل الحجازية والتنمية خلافا لأبي علي والزمخشري زعم أن الباء تختص بلغة نصب وأما لا فإنها تعمل بالشروط المذكورة لما إلا شرط انتفاء اقتران إن برسمه فلا حاجة له لأن إن لا تزاد بعد لا ويضاف إلى الشروط السلافة الباقية أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كقول تعزى فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قد الله واقية وربما أعملت في اسم معرفة كقول أنكرتها بعد أعوام نضيم لها لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا وعلى ذلك قوم المتنبئ إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقية وإعمال لا العمل المذكورة لغة أهل الحجاز أيضا وأما بني تميم فيهملونها ويجبون تكريرها وأما إن فتعمل بالشروط المذكورة إلا أن اقتران اسمها بإن منتنع فلا حاجة لاشتراط انتفائه وتعمل في اسم معرفة وخبر نكرة قرأ سعيد بن جبير رحمه الله إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بتخفيف إن وكسرنا لالتقاء الساكنين ونصب عبادا على الخبرين وأمثالكم على أنه صفة لعبادا وفي لكرتين سمع إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية وفي معرفتين سمع إن ذلك نافعك ولا بارك وإعمال إن هذه لغة أهل العالية وأما لا تعمل فإنها تعمل هذا العمل أيضا ولكنها تختص عن أخياتها بأمرين أحدهما أنها لا تعمل إلا في ثلاث كلمات وهي الحين بكسرة والساعة والأواني بكلة والثاني أن اسمها وخبرها لا يجتمعان والغالب أن يكون المحذوف اسمها والمذكور خبرها وقد يؤكس فالأول كقوله تعالى كم أهلتنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين نماص الأول للحال لا نافية بمعنى ليس والطاء زائدة لتوكيد النفي والمبالغة فيه كالطاء في راوية أو لتأنيس الحرف واسمها محذوف وحين مماص خبرها ومضاف إليه أي فنادوا والحال أنه ليس الحين حين مماص أي فرار وتأخير والشام كقراءة بعضهم ولا تحينوا بالرفع أي وليس حين مماص حينا موجودا لهم عند تناديهم ومجود ما نزل بهم من العذاب ومن إعمالها في الساعة قول الشاعر مدم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتع مبتغيه وخيمه وفي الأيام قوله طلبوا سلحنا ولا تأيام فأجبنا أن ليس حين بقاء وأصله ليس الحين أيام صلح أو ليس الأيام أيام صلح فحدث اسمها على القاعدة وحدث ما أضيف إليه خبرها وقدر ثبوته فبناه كما يبنى قبل وبعد إلا أن أياما شبيه بنزال فبناه على الكسر ونونه للضرورة ثم قلت الشامن خبر إن وأخواتها أن ولكن وكأن وليت ولعل نحو إن الساعة آتية ولا يجوز تقدمه مطلقة ولا توسطه إلا إن كان ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا وأقول الشامن من المرفوعات خبر إنا وأخواتها الخمسة فإنهما يدخلنا على المبتدأ والخبر فإنصبنا المبتدأ كما سيأتي في باب المنشوبات ويسمى اسمها ويرفعنا خبره كما نذكره الآن ويسمى خبرها نحو إن الساعة آتية اعلموا أن الله شديد الإقام كأنهم خشب مسمدة لعل الساعة قريب ولا تتقدم أخبارهم عليهم مطلقة وقد أشار إلى ذلك الشيخ شرف الدين ابن عميم حيث قال كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم عسى حرف جر من ذاك يجرني إليك فإني من مصالك معدنة ولا على أسمائهم فإن الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال فلكمها فرعا في العمل لا يليق التوسع في معمولاتها بالتقديم والتأخير اللهم إلا إن كان الخبر ظرفا أو جارا ومزورا فيجوز توسطه بينها وبين أسمائها كقوله تعالى إن لدينا أمكالة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وفي الحديث إن في الصلاة لشغلة إن من الشار لحكمة ويرى لحكمة فأما تقديمه عليها فلا سبيل إلى جوازك لا تقول في الدار إن زيدا ثم قلت وتقصر إن في الابتداء وفي أول الصلة والصفة والجملة الحالية والمضاف إليها ما يختص بالجمل والمحكية بالقول وجواب القسم والمخبر بها عن اسم عين وقبل اللام المعلقة وتقصر أو تفتح بعد إذا الفجائية والفائل الجزائية وفي نحو أول قولي أني أحمد الله وتفتح في الباقي وأقول لإن ثلاث حالات وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين فيجب الكسر في تسع نسار إحداها في ابتداء الكلام نحو إنا أعطيناك الكوثر إنا أنزلناه في ليلة القبر الثانية أن تقع في أول الصلة كقوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء ما مفعول ثاني لآتيناه وهي موصول بمعنى الذي وإن وما بعدها صلة واحترزت بقولي أول الصلة من نحو جاء الذي عندي أنه فاضل فإن واجبة الفتح وإن كانت في الصلة لكنها ليست في أولها الثالثة أن تقع في أول الصفة كمررت برجل إنه فاضل ولو قلت مررت برجل عندي أنه فاضل لم تكسر لأنها ليست في ابتداء الصفة الرابعة أن تقع في أول الجملة الحالية كقوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون واحترزت بقيد الأوليات من نحو أقبل زيد وعندي أنه ظافر الخامسة أن تقع في أول الجملة المضاف إليها ما يختص بالجمل وهو إذ وإذا وحيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس وقد أولع الفقهاء وغيرهم بفتح إن بعد حيث وهو لحم فاحش فإنها لا تضاف إلا إلى الجملة وأن المفتوحة ومعمونها في تأويل المفر واحترزت بقيد الأولية من نحو جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن ولم أرى أحدا من النحوين اشترط الأولية في مسألة الحال وحيث ولا بد من ذلك السادسة أن تقع قبل اللام المعلقة نحو والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فاللام من لرسوله ومن لكاذبون معلقان لفعل العلم والشهادة أي ما نعان لهما من التسلط على لفظ ما بعدهما فصار لما بعدهما حكم الابتداء فليذلك وجب الكسر ولولا اللام لوجب الفتح كما قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وشهد الله أنه لا إله إلا هو السابعة أن تقع محكية بالقول نحو قال إني عبد الله ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجيه جهنم قل إن ربي يقذف بالحق الثامنة أن تقع جوابا للقسم كقوله تعالى حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه التاسعة أن تقع خبرا عن اسم عين نحو زيد إنه الفاض وقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والمصارى والمجوسة والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة وقد أتيت في شرح هذا الموضع بما لم أسبق إليه فتأملوه ويجب الفتح في ثمان نساء إحدى أن تقع فاعلة نحو أولم يكفهم أننا أنزلنا أي إنزالنا الثانية أن تقع نائبة عن الفاعل وأوشي إلى نوح أنه لم يؤمن من قومك إلا من قد آمن قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن الثالثة أن تقع مسعولا لغير القوم نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الرابعة أن تقع في موضع رفع بالابتداء نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة الخامسة أن تقع في موضع خبر اسم معنى نحو اعتقادي أنك فاضل السادسة أن تقع مجرورة بالحرف نحو ذلك بأن الله هو الحق السادسة أن تقع مجرورة بالإضافة نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الثامنة أن تقع تابعة لشيء مما ذكرنا نحو اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ونحو وإذ أعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فإنها في الأولى معطوفة على المفعول وهو نعمتها وفي الثانية بدل منه وهو إحدى ويجوز الوجهان في ثلاث مسائل في الأشهر إحداها بعد إذا الفجائية كقولك خرجت فإذا إن زيدا بالباب قال الشعر وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفى يل هازم يروا بفتح إن وبكسر الثانية بعد الفاء الجزائي كقوله تعالى من عمل منكم شوء بجهال ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم قرئ بكسر إنا وفتحها الثالثة في نحو أول قول أني أحمد الله وضابط ذلك أن تقع خبرا عن قول وخبرها قول كأحمد ونحو وفاعل القولين وحي فما استوفى هذا الضابط كالمثال المذكور جاز فيه الفتح على معنى أول قول حمد الله والكسر على جعل أول قول مبتدأ وإني أحمد الله جملة أخبر بها عن هذا المبتدأ وهي مستغنية عن عائد يعود على المبتدأ لأنها نفس المبتدأ في المعنى فكأنه كين أول قول هذا الكلام المفتتح ونظير ذلك قوله سبحانه دعواهم فيها سبحانك اللهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ثم قلت التاسع خبر لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل أفضل من زيده ويجب تنكيره كالسم وتأخيره ولو ظرفا ويكثر حذفه إن علم وتميم لا تذكره حينئه وأقول التاسع من المرفوعات خبر لا التي لنفي الجنس اعلم أن لا على ثلاثة أقسام أحدها أن تكون ناهية فتختص بالمدارع وتجزم نحو ولا تمش في الأرض مرحا فلا يسر في القتل لا تحزن إن الله معنا وتستعار للدعاء فتجزم أيضا نحو لا تؤاخذنا الثاني أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها فلا تعمل شيئا نحو ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد بدليل أنه قد جاء في مكان آخر بغير لا وقوله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الثالث أن تكون نافية وهي نوعان داخلة على معرفة فيجب إهمالها وتقرارها نحو لا زيد في الدار ولا عمر وداخلة على نكرة وهي ضربان عاملة عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر كما تقدم وهو قليل وعاملة عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر والكلام الآن فيها وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص لا على سبيل الاحتمال وشرط إعمال هذا العمل أمران أحدهما أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كما بينا والشان أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا وذلك كقولك لا صاحب علم منقوط ولا طالعا جبلا حاضر فلو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وجب إهمالها وتقرأها فالأول كما تقدم من قولك لا زيد في الدار ولا عمر وأما قول بعض العرب لا بسأة لكم وقول عمر قضية ولا أبا حسن الله يريد علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وقول أبي سفيان أم فتح مكة لا قريش بعد اليوم وقول الشاعر أرى الحاجات عند أبي خبيب نكبنا ولا أمية في البلاد فمؤول بتقبير مثل أي ولا مثل أبي حسن ولا مثل البصرة ولا مثل قريش ولا مثل أمية والثاني كقوله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ويقصر حذف الخبر إذا علم كقوله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا ثلاثوت أي ثلاثوت لهم وكقوله تعالى لا دير أي لا دير علينا ودنوا تميم يجبون حذفه إذا كان معلوم وأن إذا جبل فلا يجوز حذفه عند أحد فضلا عن أن يجب وذلك نحو لا أحد أغير من الله عز وجل ثم قلت العاشر المضارع إذا تجرد من ماصب وجازم وأقول العاشر من المرفوعات وهو خاكمتها الفعل المضارع إذا تجرد من ماصب وجازم كقولك يقوم زيد ويقعد عمر فأما قول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد تفدي نفسك كل نفسه إذا ما خفت من شيء تبالا فهو مقروم يجازم مقدر وهو لا الدعاء وقوله تبال أصله يبال فأدلك الواي تاء كما قالوا فيه وراش ويجاه تراش وتجاه وأما قول امرئ القيس فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل فليس قوله أشرب مجزوما وإنما هو مرفوع ولا تنحذفت الدمة للضرورة أي على تنزيل ربغ بالدم من قوله أشرب غير منزلة عدد بالدم فإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل فكما يقال في عدد بالدم عد بالسكون كذلك قيل في ربغ بالدم ربغ بالإسكان ولما أنهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات فقل باب المنصوبات خمسة عشرة أحدها المفؤول به وهي ما وقع علي فعل الفاعل كضربت زيدا وأقول المنصوبات محصورة في خمسة عشرة وبدأت منها بالمفاعل لأنها الأصل وغيرها محمول عليها ومشبهم بها وبدأت من المفائل بالمفئول به كما فعل الفارسي الفارسي وجماعته منه صاحب المقرب والتسهيل لا بالمفئول المطلق كما فعل الزمخشري وابن الحاجب ووجه ما اخترناه أن المفئول به أحواج إلى الإعراض لأنه الذي يقع بينه وبين الفائل منتباسه والمراد بالوقوع التعلق المعنوي والمباشرة أعني تعلقه بما لا يؤقل إلا به ولذلك لم يكن إلا من الفائل المتعد ولولا هذا التفسير لخرج من نحو أردت السفرة لعدم المباشرة وخرج بقولنا ما وقع عليه المفئول المطلق فإنه نفس الفعل الواقع والظرف فإن الفعل يقع فيه والمفئول له فإن الفعل يقع لأجله والمفئول معه فإن الفعل يقع معه لا عليه ثم قلت ومنه ما أدمر عامله جيازة نحو قالوا خيرا ووجودا في موادع منها باب الاشتغال نحو وكل إنسان ألزمناه طائره في عمقه وأقول الذي ينصد المفئول به واحد من أربعة الفعل المتعد ووصفه ومصدره واسم فعله فالفعل المتعد نحو ويرث سليمان داوود ووصفه نحو إن الله باله أمره ومصدره نحو ولولا دفء الله الناس واسم فعله نحو عليكم أنفسكم لا وبركم من دل إذا اتديتم وكله مذكورا هو الأصل كما في هذه الأنفلة وقد يدمر جوازا إذا دل عليه دليل مقالي فالأول نحو قالوا خيرا أي أنزل ربنا خيرا بدليل ماذا أنزل ربكم والثاني نحو قولك لمن تأهب لسفر مكة بإدمار تريد مكة ولمن سدد سهنا القرطاص بإدمار تصيب القرطاص وقد يدمر وجوبا في ميادة منها باب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف صالح للعمل فيما قبله مشتهل عن العمل فيه بالعمل في دميره أو ملابسه فمثال اشتغال الفعل بدمير السابق زيدا برطه وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه ومثال اشتغال الوصف زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا ومثال اشتغال العامل بملابس دمير السابق زيدا ضربت غلامه وزيدا أنا ضارب غلامه الآن أو غدا فالنصب في ذلك وما أشباه بعامل مضمر مجوبا تقديره ضربت زيدا ضربته وألزم وألزمنا كل إنسان ألزمناه وإنما كان الحذف هنا واجبا لأن العامل المؤخر مفسر له فلم يجمع بينهما هذا رأي الجمهور انتهى الوجه الأول وزعم الكسائي أن نصب المتقدم بالعامل المؤخر على إلغاء العائد وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر المتقدم وفي الضمير المتأخر ورد على الفراء بأن الفعل الذي يتعدى لواحد يصير متعديا لاثنين وعلى الكسائي بأن الشاهل قد يكون غير ضمير السابق كضربت غلامه فلا يستقيم إلغاؤه حينئذ ثم قلت ومنه المنادة وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة نحو يا عبد الله ويا طالع الجبل وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وأقول المنادان من أنواع المفعول به وله أحكام تخصه فلهذا أفردته بالذكر وبيان كوني مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله فيا حرف تنبيه وأدعو فعل مضارع قصد به الإنشاء للإخبار وسائله مستجر وعبد الله مفعول به ومضاف إليه ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حزف الفعل اكتفاء بأمره أحدهما دلالة قرينة الحال والثاني الاستغناء بما جعلوه كالنائب عنه والقائم مقامه وهو وأخواتها وقد تبين بهذا أن حق المنادوات كلها أن تكون منصوبة لأنها مفعولات ولكن المصد إنما يظهر إذا لم يكن المنادى مبنية وإنما يكون مبنيا إذا أشبه الدميرة بكونه مفردا معرفة فإنه حينئذ يبنى على الضمة أو نائرها نحو يا زيد يا زيدان يا زيدون وأما المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصود فإنه يستوجبن ظهور النصب وقد مضى ذلك كله مشروحا ممثلا في باب البناء فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه ثم قلت والمنصوب بأخش بعد ضمير متكلم ويكون بأل نحو نحن العربة أقرى الناس للبيت ومضافا نحو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وإيا فيلزمها ما يلزمها في النداء نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل وعلى من قليلا فنحو بك الله نرض الفضل شاف من نجهين والمنصوب بالزم أو بالتقي إن تكرر أو عطف عليه أو كان إياك نحو السلاح السلاح الأخ الأخ ونحو السيف والرمح ونحو الأسد الأسد أي نفسك نفسك ونحو ناقط الله وسطياها وإياك من الأسد والمحذوف أعمله والواطع في مثل أو شبي نحو الكلاب على البقر وانتهي خيرا لك وأقول من المفئولات التي انتزن معها حذف العامل المنصوب على الاختصاص وهو كلام على خلاف مقتبى الظاهر لأنه خبر بلفظ النداء وحقيقته أنه اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله والغالب على ذلك الضمير كلمه لمتكلم نحو أنا ونحن ويطل كلمه لمخاطب ويمتنع كلمه لغائب والبائث على الاختصاص فخر أو طوابع أو بيان فالأول كقول بعض الأنصار لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمد المؤثل الذي له أصل ومثال الثاني قوله جد عفو فإنني أيها العبد إلى العفو يا إله فقير ومثال الثاني إنا بني نهشل لا ندعي لأبن وتعريفه بآل نحو نحن العرب أقرى الناس للضعي التقدير نحن أخص العرب وتعريفه بالإضافة كقوله نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننعب نعفانا بأطراف الأسل الأسل الرماح ومن تعريفه بالإضافة قوله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة ونحن معاشر الأنبياء لأن وفو ما تركنا صدقة وقد اجتمل الحديث الشريف على ما يقتض الكشف عنه وهو أن ما من قوله ما تركنا ميشين بمعنى الذي محله رفع بالابتداء وتركنا صلته والعائد محذوف أي تركناه وصدقة خبرنا هذه على رواية الرفع وهو أجهد لموافقته لرواية ما تركناه فهو صدقة وأما اللصف تقديره ما تركنا مبذول صدقة فحذف الخبر يسد الحال ما سده نسم ونحن عصبة ويجيذ فيما أن تكون موشول نسميا كما تقدمه وأن تكون شرطية فما على الأول في محل رفع وعلى الثاني في محل نصب والمعنى أي شيء انطرتناه فهو صدقة ويكون المنشوب على الاختصاص بلفظ أي فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من التزام بنائها على الضمت وتأنيفها مع المؤنف والتزام إفرادها فلا تسن ولا تجمع باتفاق ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا ولجونها التنبيه بعدها ومن وصفها باسم معرف بأل لازم الرفع نشال ذلك أنا أفعل كذا أيها الرجل والله مغفر لنا أيتها الأصابة المعنى أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال والله مغفر لنا مختصين من بين العصائب ويقل تعريفه بالعالمية ففي نحو بك الله نرض الفضل شذوذان كونه بعد ضمير مخاطب وكونه علما ومن المحذوف عامل المنصوب بلزم ويسمى إغراء والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه نحو أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح وإنما يلزم حزف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت أي عطف عليه نحو المرؤة والنجدة فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه نحو الصلاة جامعة فالصلاة منصوب بحضر مقدرة وجامعة منصوب على الحال فكأنه يقين احضر الصلاة جامعة ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر أخاك الذي إن تدعه لملمة يجبك كما تبغي ويكفي كمن تبغي وإن تجفه يوما فليس مكافئا فيطمع ذو التزوير والوشي أن يصغي على تقدير إلزم أخاك الذي من صفته كذا ويحتمل أن يكون مكتبأا والموصول خبره وجاء على لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال وتسمى لغة القصر كقولهم نقرهم أخاك لا بطل ثم قلت الثاني المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده كضربت ضربة أو ضرب الأمير أو ضربتين وما بمعنى المصدر مثله فلا تميلوا كل الميل ولا تضروه شيئا فاجلدوهم ثمانين جلبا وأقول الثاني من المنصوبات المفعول المطلق وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد تقول ضربت ضربة فالضرب مفعول بأنه نفس الشيء الذي فعلته بخلاف قولك ضربت زيدة فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فألا هو الضرب فلذلك سمي مفعولا به وكذلك سائر المفاعل ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجم في الذكر المفعول المطلق على غيره لأنه المفعول حقيقة وحده ما ذكرت لك في المقدمة وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور أحدها التوكيد كقولك ضربت ضربة وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليمة وقوله سبحانه ويسلم تسليمة وقوله صلوا عليه وسلموا تسليمة الثاني بيان النوع كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكقوله جلست جلوس القاضي وجلست جلوسا حسنة وأقول الثاني من المنصودات المفعول المطلق وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد تقول ضربت ضربا فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته بخلاف قولك ضربت زيدا فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب فلذلك سمي مفعولا به وكذلك سائر المفعولات ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره لأنه المفعول حقيق وحده ما ذكرت في المقدمة وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور أحدها التوكيد كقولك ضربت ضرب وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليم ويسلم تسليم صلوا عليه وسلم تسليم الثاني بيان النوع كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وكقولك جلست جلوس القاب وجلست جلوس حسن ورجع القهقرة الثاني بيان العدد كقولك ضربت ضربتين أو ضربات وقول الله تعالى فدكت دكة واحدة وقول الفضلة احتراز من نحو قولك ركوع زيد ركوع حسن أو طويل فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضلته وقول المؤكد لعمله مخرج لنحو قولك كرهت الفجور الفجور فإن الثاني مصدر فضله مفيد للتأكيد ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد ثم قلت الثالث المفعول له وهو المصدر الفضله المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل كقمت اجلالا لك ويجوز فيه أن يضر بحرف التعليم ويجب فيه معلم فقد شرطا أن يجرب اللان أو نائبها وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله وهو ما اجتمع فيه أربعة أمور أحدها أن يكون مصدرا والثاني أن يكون مذكورا للتعليم والثالث أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل مثال ذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت فالحذر مصدر مستوف لما ذكرنا فلذلك انتصب على المفعول له والمعنى لأجل حذر الموت ومتى بلت الكلمات على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباطئة فليست مفعولا له وحينئذ يجب أن تجر بحرف التعليل فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء وللعشب وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ومثال ما فقد الابتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم للسفر غدا وقول امرئ القيس أيضا فجئت وقد مضت لنوم فيابها لدى السطر إلا لبسة المتفضلة فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوم ومثال ما فقد الابتحاد في الفاعل قولك كنت لأمرك إياي وقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كمن طفض العصفور بلله القطر فإن فاعل تعروني هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم لأن التقدير لهكري إياك ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا أو مكان مبهما أو مفيد مقدارا أو مادته مادة عامل قصمت يوما أو يوم الخمس وجلست أنامك وسرت فرسخا وجلست مدلسك والمكاني غيرهما يجرب فيه قصليت في المسجد ونحو قال خيمتي أم معبدي وقالهم دخلت الدار على التوسع وأقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشر المفعول فيه ويسمى الظرف وهو عبارة عما ذكر والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه ولا هو زمان ولا مكان وذلك كزيدا في ضربت زيدا وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكنه ليس لزمان ولا مكان نحو رغب المتقون أن يفعلوا خيرا فإن المعنى فيه أن يفعلوا وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى وترغبون أن تنتحوهن وقد يكون العكس نحو إنا نخاف من ربنا يوما ونحو لينذر يوم التلاقي وأنذرهم يوم الآزفة ونحو الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذه الأنواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح بل كل منها مفؤول به وقع الفعل عليه لا فيه يظهر ذلك بأدنى تأمر للمعنى وقد يكون نذكورا لأدل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان فهو حينئذ منصوب على معنى فيه وهذا النوع خاصة والمسمى فيه لاستلاح ظرفه وذلك كقولك صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك وعشرت بالتمثير بيوما ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما وأن يكون مختصا وفي التنزيل سيروا فيها ليالي وأيام أمار يؤردون عليها ودوا وعشية وسبخوه بقرة وأصيلة وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام أحدها أن يكون مبهما ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه وهو نوعان أحدهما أسماء الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف قال الله تعالى وفوق كله علم عليه فناداها من تحتها في قراءة من فتح مين من وكان وراءه الملك وقرأ وكان أمامه الملك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن تهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وأصل تزاور تتزاور أي تتمايل مشتق من الزور وهو المي ومنه زاره أي مال إليه ومعنى تقردهم تقطعهم من القطيعة وأصله من القطي والمعنى تقرد عنهم إلى الجهة المسناة بالشمال وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها وقال الشاع فضبت الكأس عنا أم عمر وكان الكأس مجراها اليمين يجوز كوم مجراها مبتدى واليمين ظرف مخبر به أي مجراها في اليمين والجملة خبر كان ويجوز كوم مجراها بدلا من الكأس بدل اجتمال فاليمين أيضا ظرف لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل لا لسم ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرف وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل وقال الآخر لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا النو الثاني ما ليس اسم جهته ولكن يشبهه في الإبهام كقوله تعالى اوطرحوه أرضا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا والقسم الثاني أن يكون داللا على مساحة معلومة من الأرض كسرت فرصخة ونيلا وبريدا وأكثرهم يجعل هذا من المبهى وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا أن الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة فعلى هذا يصح فيه القولاني والقسم الثالث اسم المكان المشتق من المصدر ولكن شرط هذا أن يكون عامله من مادتي فجلست مجلس زيد وذهبت مذهب عمر وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمة ولا يجوز جلست مذهب عمر ونحوه وما عدا هذه الأمواع الثلاثة من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف فلا تقول شليت المسجد ولا قمت الشوق ولا جلست الطريقة لأن هذه الأمكنة خاصة ألا ترى أنه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا طريقة وإنما حكمك في هذه الأماكن ونحوه أن تشرح بحرث الظرفية وهو فيه وقال الشاعر وهو رجل من الجن سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حينها شرى جز الله رب الناس خير جزائه رفيق النقال خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ثم ترحلا فأفلح من أنسى رفيق محمدي فيال قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاز وسؤده وكان حقه أن يقول قال في خيمة الأم معبدي أي قيلا فيها ويريا حلا بدل قال والتقدير أيضا حلا في خيمة الأم معبدي ولكنه اضطر فأسقط فيه ووصل الفعل بنفسه وكذا عنلوا في قولهم دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك إلا أن التوسع مع دخلته مضطرب لكثرة استعمالهم إياه ثم قلت الخامس المفعول معه وهو الاسم الفضلة التالي والمصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه كسرت ونيلة وأنا سائر ونيلة وأقول الخامس من المنصوبات المفعول معه انتهى الشريط السابس وللكتاب البقية على الشريط التالي الوجه الأول يمدأ حالا وأهده الشريط الصادع من الكتاب الخامس من المنصوبات المفعول معه وإنما جعل آخرها في الذكر لأمره أحدهما أنه مختلف فيه هل هو قياسي أو سماعي وغيره من المفاعيل لا يختلفون في أنه قياسي والثاني أن العامل إنما يصل إليه بواسطة حرف ملصوب وهي اليوم بخلاف سادر المفعولات وهي عبارة عن مجتمع فيه ثلاثة أمور أحدها أن يكون اسما والثاني أن يكون واتعاً بعد الواي الدولة على المساحبة والثالث أن تكون تلك الواي مسبوقة بفعله أي ما فيه معنى الفعل وحوفه وذلك كقوله سرط والنيل واستيى الماء والخشدة وجاء البرد والطوالسة وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم فشركاءكم مفعول معه لاستفاعي الشريط الثلاثة ولا يجوز على ظاهر اللفظ أن يكون معطيساً على أمركم لأنه حمئذ شريك لها في معناه فيقول التقدير أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم وذلك لا يجوز لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني التقدير أجمعوا أمركم وأجمع شركاءكم وذلك لا يجوز لأن أجمع إنما يتعلق بالمعاني دون الزياد تقول أجمعت رأي ولا تقول أجمعت شركاء وإنما قلت على ظاهر اللفظ لأنه يجوز أن يكون معطوفا على حذف مضاف أي أمر شركائكم ويجوز أن يكون مفعولا لكأن صلاحي معطوف أي واجمعوا شركائكم بوصل الألف ومن قرأ فاجمعوا بوصل الألف صح العطف على قراءته من غير إدمار لأنه من جمع وهو مشترك بين المعام والذياب تقول جمعت أمره وجمعت شركائه قال الله تعالى فجمع كيده ثم أتى الذي جمع مالا معدده ويجيز على هذا القراءة أن يكون مفعيلا معه ولكن إذا أنكن العطف فهي أيل لأنه الأصل وليس من المفعول معه قيل أبي الأسود الدؤالي يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كانت التعليم ادأ بنفسك فمنها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويستفى بالقيل منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه الشمر في قولك وتأتي مثله فإنه ليس مسعولا معه وإن كان بعد دوائن بمعنى معه أي لا تنهى عن خلق مع إتيام كمسية لأنه ليس باسمه ولا نحو قولك بعتك الدار بأساسها والعب بخيابه وقول الله سبحانه وتعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وقولك جاء زيد مع عمري فإن هذه الأسماء وإن كانت مصاحبة لما قبلها لكنها ليست بعد الواب ولا نحو قولك مزجت عسلا وماء وقيل الشاعر على افتغى كبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيما وقيل الآخر إذا ملغانيات برزن ويما وزجدن الحواجب العيونة لأن الوايا ليست بمعنى مع فيهنة وإنما هي في المثال الأول لعقص مفرد على مفرب واستفيدت المعية من العامل وهو نزجته وفي المثالين الأخيرين لعقص جملة على جملة والتقدير وسقيتها ماء وكحلم العيونة فحدث الفعل والفاعل ودقي المفعول ولا جائز أن يكون الواي فيها لعقص مفرب على مفرب لعدم تشارك ما قبلها وما بعدها في العامل لأن علفته لا يصح تسليقه على الماء وزجدنا لا يصح تسليقه على العيون ولا أن تكون للمصاحبة من تساؤها في قيمك علفتها كبنا وماء ولعدم فائدتها فيه وزجدنا الحواجب العيون اذننا المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب ولا نحو كل رجل وبيعته لأنه إن كان اسماً واتعاً بعد الواو التي بمعنى معه لكنها غير مسبوقة بشأله ولا ما في معناه ولا نحو هذا لك وأباك ونحو على أن يكون أباك مفعولاً معه منشوباً بما فيها من معنى أنبه أي بما في ذا من معنى أشين أي بما في لك من معنى استقر لأن كل من ها وذا ولك فيه معنى الفعل دون حروفه بخلاف شرق يمنينا وأنا سائر يمنينا فإن العامل في الأول الفعل وفي الثاني اسمه الذي فيه معنى الفعل وحروفه قال سيداني رحمه الله تعالى وَأَمَّا نَحْو هَذَا لَكَ وَأَبَاكَ فَقَبِيْحٌ لأنك لم تذكر فعلاً ولا ما في معناه وقال مراده بالقبيح المنتمع ثم قلت السادس المسمّه بالمفعول به نحو زيد حسن وشهر وسيأتي وأقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به وهو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى يحد وذلك في نحو قيلك زيد حسن وشهر بنصب اليد والأصل زيد حسن وشهر بالراث فزيد مبتدى وحسن خبر ويتشه فاعل بحسن لأن الصفة تعمل عمل الفعل وأنت لو صرخت بالفعل فقلت حسن بدم السين وتتئمون لا يجب رفع الوجه بالفاعلية وكذلك حق الصفة حق الصفة أنه يجب معها الرفع ولكنه انقصب المبالغة مع الصفة فحيّل الإسناد عن الوجه إلى بمير مستقر في الصفة راجع إلى زيد ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمّه بجملة فقيل زيد حسن أي هو كله ثم نصب وشهر وليس ذلك على المفعولية لأن الصفة إنما تتعدى تبعا لتعدي ثالها وحسن الذي هو الفعل لا يتعدى فكذلك صفته التي هي فرعه ولا على التنميز لأنه معرفة بالإضافة إلى الدمير ومذهب المصريين وهو الحق أن التنميز لا يكون معرفة وإذا بطل هذا الوجهان تعينا معقولنا من أنه مشبه بالمفعول وذلك أنه مشبه حسن بدارب في أن كل منهما صفة تسمى وتجمع وتذكر وتأمّك وذلك أنه مشبه حسن بدارب في أن كل منهما صفة تسمى وتجمع وتذكر وتأمّك وهي طالبة لنا بعدها بعد استفائها فاعلها فنصد الوجه على التشبيه بعمر في قولك زيد دارب عمرة فحسن مشبه لدارب ووجه مشبه لدارب وسيأتي الكلام على هذا الباب بأبسط من هذا إن شاء الله فيما يبعه ثم قلت السابع الحالي وهو وصف فضلة مسوق لديام هيئة صاحبه أي تأكيده أي تأكيد عامله أي مضموه الجملة قبله نحو فخرج منها خائفة وآمن من في الأرض كلهم جميعا فتبسن ضاحكة وأرسلناك للناس رسوله وأمد مدارة معريفا بها نسبه ويأتي من الساعل ومن المسغول ومنهما مطلقة ومن المداث إليه إن كان المداث بعده نحو لحن أخيه ميت أو قدعده نحو ملة إبراهيم حنيسة أي عاملا فيها نحو إليه مرجعكم جميعا وحقها أن تكون نكرة منتقلة مستقة وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصة أو عاما أو مؤخرا وقد يتخلفنا وأقول السابع من المنصوبات الحال يذكر ويؤنث وهو الأفسخ يقال حال حسن وحال حسنة وقد يؤنث وفظها فيقال حالة قال الشاعر على حالة لو أن في القيم حاكما على جيده يضن بالماء حاكما وحده في الاستلاح ما ذكرته فقيل وصف جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة وقيل فبلة فصل مخرج للخبر نحو زيد قائم وقيل ما سيق لبيان هيئة ما هي له مخرج لأمرين أحدهما معت الفضلة إنه رأيت رجلا طويلا ومرأت برجل طويلا فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة وإن ما سيق لتقييد المغفوف وجاء موامر الهيئة بله والثاني بعد أنشلة التنييز نحو لله بره فارسة فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لموامر الهيئة ولكنه سيق لبيان جنس المتعدد منه وجاء موامر الهيئة بله وقول أي تأكيد إلى آخر تمنت بدي ذكر أنواع الحال والحاصل أن الحال أربعة أقسام مبينة للهيئة وهي التي لا يستفاد معناها بدين ذكرها ومؤكدة لعاملها وهي التي لي لم تذكر لأفاد عاملها ومعناها ومأكدة لصاحبها وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها ومأكدة لمضمون الجنلة وهي الآكية بعد جنلة معقودة من اسمين معرفتين جامدين وهي دالة على وصف كابت مستفاد من تلك الجنلة والمدينة للهيئة كقول جاء زيب راكبة وأقبل عبد الله فرح وقيل الله تعالى فخرج منها خائفا وطرق والمؤكدة لصاحبها كقول تعالى وآمن من في الأرض كلهم جمعة وقيل جاء الناس قاقبة أو كافة أو كرا وهذا القسم هرسلت تنبيه عليه جميع النحوين ومثل الممالك بالآية للحال المؤكدة لعاملها وهي سهل والمؤكدة لعاملها كقولك جاء زيب آتية وعاف عمر مفسدة وقيل الله تعالى وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد وذلك لأن الازلف هو التقريب فكل نزلف قريب وكل قريب غير بعيد وقيله تعالى وأرسلناك للناس رسول فتبسم ضاحكا من قيلها وَلَّا مُدِّرَ وَلَا تَعْفَيْفُ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فإنه يقال عافي بالكسر يعسى بالفتح إذا أفسده والمؤكدة للمضمون الجنة كقيلك زيب أبوك عقوفة وقيل الشاعر همد دارة معروفا بما نسدي وهل دارة يا لنناس من عارب وأشرت بقيمي قبله إلى أنه لا يجيذ أن يقال عقوفا زيب أبوك ولا زيب عكيسا أبوك صن بيّنت أن الحال قارة وأتي من الفاعل وذلك كما كنت مسلت به من قيله تعالى فخرج منها خالفا فإن خالفا حال من الضمور المستكر في خرج العائد على موسى عليه السلام وطارة وأتي من المفعول كما كنت مسلت به من قيله تعالى وأرسلناك للناس رسولا فإن رسولا حال من الكاف التي هي مفعول أرسلنا وأنه لا يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرق وإلى أنها تجيء من المضاف إليه وأن ذلك يتوقف على واحد من ثلاثة أمور أحدها أم يكون المضاف بعضا كما في قوله تعالى أي حب أحدكم أم يأكل لحم أخيه ميتا فميتا حال من الأخ وهو مخصود بإضافة اللحم إليه والمضاف بعضه وقوله تعالى وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورُهِ مِنْ غِلِّ إِخْوَانَا وَالْسَانِ أَنْ يَكُونَ المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حدثه والاستغناء عنه بالمضاف إليه وذلك كقوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفة فحنيفا حال من إبراهيم وهو مخصود بإضافة الملة إليه وليس كلملة بعضه ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط والاستغناء به عنه ألا ترى أنه ليكيلة بل اتبع إبراهيم حنيفا صح ذلك كما أنه ليكيلة أي حب أحدكم أن كل أخاه ميتة ومزعنا ما فيه من غل الإخوان كان ذلك صحيحا أيضا الشالث أن يكون المداثر عاملا في الحال كما في قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا فجميعا حال من الكاف والمين المخصودة بإضافة المرجع والمرجع هو العامل في الحال وصح له أن يعمل لأن المعنى عليه مع أنه مصدر فهو بمنزلة الفعل على فرى أنه لو كيلة إليه ترجعون جميعا كان العامل الفعل الذي المصدر بمعنى ثم بينت أن للحال أحكاما أربعة وأن تلك الأربعة ربما تخلفت فالأول منتقال ونعمي به ألا يكون وصفا ثابتا وذلك كقيلك جاء زيد ضاحك ألا ترى أن الضحك يجاين زيدا ولا يلازم هذا هو الأصل وربما جاء الدالة على وصف ثابت كقيل الله تعالى وهي الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل أي مدينا وقيل العرب خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها فالزرافة بفتء إزاي مفئول لخلق ويديها بدل منها بدل بعض من كله وأطول حال من الزرافة ومن رجليها متعلق بأطول وقد عاب بعض الجهال ما جزمت به من فتح الزاو وقال فيها الفتح والضم فبينت له أن هذه اللغبة ذكرها أبي منشور ميهود بن الجياليك في كتابه فيما تغلق فيه العامة فقال في الباب ما جاء مفتوحا والعامة تضم ما نصف وهي الزرافة بفت إزاي لهذه الدابة التي جمعت فيها خلق شدة مأخوذة من قلبهم من جمع من الناس زرافة بالفت وهي الوجه والعامة تضمها انتهى كلامه واللغاة الشاذة لا تحصى وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الميفوق بلغتهم الثامن لاشتقاق وهي أن تكون وصفا مأخوذا من مصدر كما قدمنا من الأمثلة وربما جاءت اسما جامدا كقيله تعالى فانفروا ثبات فثبات حال من الله فانفروا وهي جامد لكنه في تأويل المشتق أي متفرقين بدل قوله تعالى اينفروا جميعا وقد استملت هذه الآية على مجيء الحال جامدة وعلى مجيء ها مشتقة الثالث أن تكون نكرة كجميع ما قدمنا من الأمثلة وقد تأتي برصد المعرف بالألف واللام كقيم ادخل الأول فالأول وأرسلها العراكة وجاء الجماء الغفيرة أي جميعا وأل في ذلك كله زائدة وقد تأتي بلصد المعرف بالإضافة كقولين اجتهد يحدك أي منفردة وجاءوا قدهم بقبيضهم أي جميعا وقد تأتي بلصد المعرف بالعالمية كقولين جاءت الشيء بدادي أي متبددة فإن بدادي في الأصل علم على جنس التبد كما أن فجار علم من فجرة الرابع أن لا يكون صاحبها مكرة محبة كما تقدم من الأنثلة وقد تأتي كذلك كما رأى سيبويه من قيلون عليه مئة بيضة وقيل الشاعر وهو عن طرق العكس فيها اثنتان واربعون حليبة شودا كخافية الغراب الأسحن فحليبة لتنميز العدد وشودا إما حال من العدد أي من حليبة أو صفة لحليبة وعلى هذين الوجهين ففيه حم على المعنى لأن حليبة بمعنى حلائب فلهذا صح أن يحمل عليها سودا والوجه الأول أحسن وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى يراءه رجال قياما فجالسا حال من المعرفة وقياما حال من المكرة المحضة وإنما الغالب إذا كان صاحب الحال نكرة أن تكون عامة أو خاصة أو مؤخرة عن الحال فالأول كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرين فإن الجلة التي بعد إلا حال من قرية وهي مكرة عامة لأنها في سياق نفي والثان نحر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا فأمرا إذا أعرض حالا فصاحب الحال إما المضاف فالمسيغ أنه عام أو خاص أن الأول كمن جهة أنه أحد صيغ العموم وأن الثان كمن جهة الإضافة وإما المضاف إليه فالمسيغ أنه خاص ليصفه بحكيم وقرأ بعض السلف ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معه بالنصب فجعله الزمخشري حالا من كتابه ليصفه بالضرف وليس ما ذكر بلازم لجهاز أن يكون حالا من الضمير المستطر في الظرف والثالث ققل لمن يتنوح سنطلل فهذه الموادع ونحوها نجيء الحال فيها من النكرة قياسي كما أن الابتداء بالنكرة في مضائرها قياسي وقد مضى ذلك في باب المتدر فقس عليه هنا سن قل الثامن التنيز وهي اسم نكرة فضلة يرفع إدهام اسم أي إجمال نسبة فالأول بعد العدد الأحد عصر فما فوقها إلى المئة وكم الاستشهامية نحو كم عبدا ملكته وبعد المقادير كرطل زيتا وكشبر أرضا وقفيز ضر وشبه ومنا من نحو مثقال ذرات خيرا ومحي سما ومثلها زبدا وموضع راحة سحابا وبعد فرعه نحو خاتم حديدا والثاني إما محيّل عن الفاعل نحو واستعل الرأس شيبا أي عن المفعول نحو وفجرنا الأربعين أو عن غيره ما نحو أنا أكثر من كمال أو غير محيّل نحو لله بره خالصا وأقول الثاني من المنشوبات التنزو وهي والتفسير والتدمين ألفاظ مترادفة لغة واستلاحة وهي في اللغة بمعنى فصل الشيء عن غيره قال الله تعالى وانتاز اليوم أيها المجرمون أي انفصل من المؤمنين فكاد تميّز من الغيظ أي انفصل بعضها من بعض وهو في الاستلاح مختص بمجتمع فيه ثلاثة أمار وهي المذكورة في المقدمة وفهم مما ذكرته في حدي الحال والتميز أن التميز وإن أشبه الحال في كيمه منصوبا فضلة مبينا لإبهام إلا أنه يفارقه في أمرين أحدهم أن الحال إنما يكون وصفا إما بالفعل أي بالقوة وأن التميز فإنه يكون بالأسماء الجامدة كثيرة نحو عشرون درهمة ونحو رطل زيتة وبالصفات المشتقة قليلة كقولهم لله ضره فارسة ولله ضره راكبة الثاني أما الحال لبيان الهيئات والتميز يكون طارة لبيان الزيات وطارة لبيان جهة النسبة وقسمت كل من هذين النوعين أربعة أقسام انتهى الوده الأول فأما أقسام التمييز المبين للذات فأحدها أن يقع بعد الأعداد وقسمت العدد إلى إثني صريح وكنايته فالصريح الأحد عشر فما فوقها إلى المئة تقول عندي أحد عشر عبدة وتسعة وتسعون درهمة وقال الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فمن لم يستطع فإطعام شكين مسكين ضرعها سمعون ذراعة فاجلبوهم ثمانين جلدة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وفي الحديث إن لله تسعة وتسعين اسمه وأردت بقولي إلى المئة عدم دخول الغاية في المغية وهو أحد احتمال حرف الغاية والكناية هي كم لاستفهامية تقول كم عبدا ملكت وعبدا تنميز واجب النصب والإفراد وزعم الكوفي أنه يجوز جمعه فتقول كم عبيدا ملكت وهذا لم يسمع ولا قياس يقتضيه ويجوز لك در تنميزكا وذلك مشروط بأمرين أحدهما أن يدخل عليها حرف جر والثاني أن يكون تنميزها إلى جانبها كقولك بكم درهام اشتريت وعلى كم شيخ اشتغلت والجر حينئذ عند جنهور النحويين بمن مضمرة والتقدير بكم درهام وعلى كم شيخ وزعم الزجاج أنه بالإضافة القسم الثاني أن يقع بعد المقابير وقسمتها على ثلاثة أقساء أحدها ما يدل على الوزن كقولك رطل زيتا ومنوان سمنا والمنوان تثنية منا وهو لغة في المن وقيل في تثنيته منوان كما يقال في تثنية عصن عصوان الثاني ما يدل على مساحة كقولك شبر أرض وجريب نخلة وقولون ما في السماء موضع راحة سحابة الثالث ما يدل على الكيل كقولون قفيز بر وصاع طمرة القسم الثالث أن يقع بعد شده هذه الأشياء وذكرت لذلك أربعة أمثلة أحدها قول الله تعالى نفقال ذرة خيرة فهذا بعد شده الوزن وليس به حقيقة لأن نفقال الذرة ليس اسما لشيء يزن به في عرفنا الثاني قولون عندي نحي سمنة والنحي بكسر النون وإسكان الحاء المهملة وبعدها ياء خفيفة اسم لعاء السم وهذا يعد شده الكيل وليس به حقيقة لأن النحي ليس مما يقال به السم ويعرف به مقداره إنما هو اسم لعاءه فيكون صغيرا وكبيرا ومثله قولهم وطم لبنا والوطم بفتح الواي وسكون الطائف وبالباء الموحدة اسم لعاء اللبن وقولهم سقاء ماء وزق خمرا وراقود خلا الثالث قولهم ما في السماء موضع راحة سحابا فسحابا واقع بعد موضع راحة وهي شبيه بالمساحة والرابع قولهم على التمرة مثلها زبا فزبا واقع بعد نثل وهي شبيهة إن شئت بالوزن وإن شئت بالمساحة والكسم الرابع أن يقع بعد ما هو متفرع منه فقولهم هذا خاتم حديدا وذلك لأن الحديب هو الأصل والخاتم مشتق منه فهو فرعه وكذلك باب ساجا وجبة خزا ونحو ذلك وأما أقسام التمييز المبين لجهة النسبة فأربعة أحدها أن يكون محيلا عن الفاعل كقول الله عز وجل يشتعل الرأس شيبا أصله يشتعل شيب الرأس وقوله تعالى فإن كدنا لكم عن شيء منه نفسه أصله فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه فحول الإسناد فيهما عن المضاف وهو الشيب في الآية الأولى والأنفس في الآية الثانية إلى المضاف إليه وهو الرأس وضمير النسوة فارتكعت الرأس وجيء بدل الهاء والنون بنون النسوة ثم جيء بذلك المضاف الذي حول عنه الإسناد فضلة وتميزا وإفردت النفس بعد أن كانت مجموعة لأن التميز إنما يقلب فيه بيان الجنس وذلك يتأدى بالمفرد الثاني أن يكون محولا عن المفعول كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيون كيل التقبير وفجرنا عيون الأرض وكذا قيل في غرست الأرض شجرا ونحو ذلك الثالث أن يكون محولا عن غيرهما كقوله تعالى أنا أكثر من كماله أصله ما لي أكثر من ماله فحرف المضاف وهو المال وأقيم المضاف إليه وهو بنير المتكلم مقاب فارتفع وانفصل وصار أنا أكثر منك ثم جيء بالمحذوف تنميزا ومثله زيد أحسن وجه وعمر أنقى عرضا وشبه ذلك التقبير وجه زيد أحسن وعرض عمر أنقى الرابع أن يكون غير محول كقول العرب لله بره فارسة يحسب كماصرة وقول الشاهر يا جارتا ما أنت جارة يا حرف مداء جارتا منادى مضاف لله وأصله يا جارتي فقلبت القسرة فتحة والياء ألفا ما مبتدى وهو اسم استخدام وأنت خبره والمعنى عظم جيء كما يقال زيد وما زيد أي شيء عظيم وجاره فميز وقيل حال وقيل ما نافية وأنت اسمها وجاره خبر ماء الحجازي أي لست جارة بل أنت أصغف من الجارة والصواب الأول ويدل عليه قول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيدي موطأ الأكناف رحب الزراع وظل لا تدخل على الحال وإنما تدخل على التميز ثم قلت التاسع المستثمى بليس أي بلا يكون أي بما خلى أي بما عدا مطلق أي بإلا بعد كلام تام موجب أو غير موجب وتقدم المستثمى نحو تشربوا منه إلا قليلا منهم ونحو وما لي إلا آل أحمد شيعة وغير المجب إن ترك فيه المستثمى منه فلا أثر فيه لإلا ويسمى مطرقا نحو ما قام إلا زيد وإن ذكر فإن كان الاستثناء اتصلا فإتباعه للمستثمى منه أرجح نحو ما تعليه إلا قليل منهم أو من قطعا فتميم تجيز إتباعه إن صح التفريغ والمستثمى بغير وسوى مخفوض وبخلاء وعداء وحاش مخفوض أو منصوب وتعرض غير باتفاق وسوى على الأصح إعراب المستثمى بإلا وأقول التاسع من المنشوبات المستثمى وإنما يجب نصبه في خمس مسائل إحداها أن تكون آدات الاستثناء ليس كقولك قاموا ليس زيدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فاكلوا ليس السن والذفر فليس هنا بمنزلك إلا في الاستثناء فالمستثمى بها يجب النصب مطلقا بإجماع والثانية أن تكون آدات الاستثناء لا يكون كقولك قاموا لا يكون زيدا فلا يكون أيضا بمنزلك إلا في المعنى والمستثمى بها واجب النصب مطلقا كما هو واجب ما عليس والعلة في ذلك فيهما أن المستثمى بما خبرهما وسيأتي لنا أن كان وليس وأخياتهما يرفعن الاسم وينصبن الخبر فإن قلت فأين اسمهما قلت مستطر فيهما وجودا وهو عائد على البعض المفهوم من الكل السابق وكأنه كيل ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا ومثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنساء فإن كنا نساء فوق اثنتين أي فإن كانت البنات وذلك لأن الأولاد قد تقدم ذكرهم وهم شاملون للذكور والإناث فكأنه قيل أولا يوصيكم الله في بنيكم وبناتكم ثم قيل فإن كنا وكذلك هنا الثالثة أن تكون الأداة ما خلى فقيل جاء القوم ما خلى زيدا وقيل لبيد بن ربيعة العامري السحربي على كل شيء ما خلى الله باطله وكل نعيم لا محال تزائله الرابعة أن تكون الأداة ما عدا كقوله جاء القوم ما عدا زيدا وكقول الشاعر تمل الندام ما عداه فإنني بكل الذي يهوى مدين يمولع فالياء في موضع نصمه بدليل لحاق دون الوقاية قبلها وحكى الجرمي والرمعي والأخفش الجر بعد ما خلى وما عدا وهي شاذ فالهذا لم أحفل بذكره في المقدمة فانقل لما يجب لما يجب عند الجنهور النصم بعد ما خلى وما عدا وما يجه الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان قلت أما يجيب النصم فلأن ماء الداخلة عليها مصدرية وماء المصدرية لا تدخل إلا على الجمل الفعلية وأن جياز الخفض فعلى تقدير ماء جائدة لا مصدرية وفي ذلك شديد فإن المعهود في جيازة ماء مع حرف الجر ألا تكون قبل الجر والمضرور بل بينهما كما في قيله تعالى عما قليل ليسبح الننابنين فبما نقبض النيف قوم لعنهم مما خطيئاتهم اغرقوا وقيم المطلقة راجع إلى المسائل الأربع أي سواء تقدم الإيجاب أو النفي أو شكره الخامسة أن تكون الأداة إلا وذلك في مسألتين إحداهما أن تكون بعد كلام تام من مجب ومراضي بالتام أن يكون المستفنى منه مذكورة وبالإيجاب أن لا يستمل على نفهم ولا نههم ولا استفهام وذلك كقيله تعالى فشرب منه إلا قليلا منهم وقيله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسه الثانية أن يكون المستفنى مقدما على المستفنى منه كقيم الكبيت ينبه آل البيت رضي الله عنهم وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه ولما انتهيت إلى هنا استطردت في بقية أنواع المستفنى وإن كان بعض ذلك ليس من المنصوبات البتة وبعضه متربد بين باب المنصوبات وغيرها فذكرت أن الكلام إن كان غير إيجابه وهو النفج والنهي والاستفهام فإن كان المستفنى منه محذوثا فلا عمل لإلا وإنما يكون العمل لما قبلها ومن ثم سميه إثناء مفرغا لأن ما قبلها قد تفرغ للعمل فيما بعدها ولم يشغله عنه شيء تقول ما قام إلا زيد فترفع زيدا على الفاعلية وما رأيت إلا زيدا فتنصبه على المفئولية وما مررت إلا بزيدا فتخصده بالباء كما تفعل بهن لو لم تذكر إلا وإن كان المستفنى منه مذكورا فإن أن يكون مستثناء متصلا وهو أن يكون المستثنى داخلا في جنس المستثنى منه أو منقطعا وهو أن يكون غير جافله فإن كان متصلا جاز في المستثنى وطهانه أحدهما وهو الراجح أن يُعرض بإعراب المستثنى منه على أن يكون بدلا منه بدل بعض من كله والثاني النصب على أصل الاستثناء وهو عربي جيد مثال ذلك في النفي قيله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أجمعت السبعة على رفع أنفسهم وقال تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم قرأ السبعة إلا ابن عامر برفع قليل على أنه بدل من الوعي في فعله كأنه قيل ما فعله إلا قليل منهم وقرأ ابن عامر وحده إلا قليلا من نصب ومثاله في النهي قيله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأ بالرفع والنصب ومثاله في الاستثهام قيله تعالى ومن يقمط من رحمة ربه إلا الدولين أجمعت السبعة على الرفع على الإبال من الدمير المستقر في يقمط ولو قرأ الدولين بالنصب على مستثناء لم ينتمع ولكن الكراءة شنة متبعة وإن كان منقطعا فالحجازيون يجبون مصبة وهي وهي اللغة العليا ولهذا أجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى ما لهم به من علم كل اتباع الظن وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تدزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولو أدل مما قبله لقرأ برسه إلا اتباعه وإلا ابتغاءه ولأن كل منهما في موضوع رسه إما على أنه فائل بالجار والمجرور المعتمد على النفي وإما على أنه مبتدأ تقدم خبره عليه والتمينيون نديجون الإبدال ويختارون النصب قال الشاعر وبلدك ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس فأبدل اليعافير والعيس من أنيس وليس من دنسه وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهم فكل سن يقع بعدهما فهما مضافان إليه فلذلك يلزمه الخفض وأن المستثنى بخلاء وعداء وحاشاء يجوز فيه الخفض والنصب فالخفض على أن يقدرن حروف جر والنصب على أن يقدرن أفعال استطر فاعلهن والمستثنى والمستثنى مفعوله هذا هو الصحيح ولم يجوز سيد ويهن في المستثنى بعده غير النصب لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعله ولا في المستثنى بحاشة غير الجر لأنه يرى أنها لا تكون إلا حرفه ثم قلت والبواتي خبر كان وأخواتها وخبر كاد وأخواتها ويجد كيمه مبارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير أسمائها مدردا من أن بعد أفعال الشروع ومقرونا بها بعد حرى وخلولقة ونظر تجرد خبر عسى وأوشك واختران خبر كاب وقرب وربما رفع السببي بخبر عسى ففي قوله وماذا عسى الحداد يبلغ جهده في من رفع جهده سبيذان وخبر ما حمل على ليس واسم إن وأخواتها وأقول العاشر من المنصوبات خبر كان وأخواتها نحو وكان ربك قدورا فأصبحتم بنعمته إخوانا ليسوا سياء وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الحاد عشر خبر كاب وأخواتها وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا مضايعا وذكرتونا أنه ينقسم بأتبار اقترامه بأم وتدرده منها أربعة أقسامه أحدها ما يجب اقترامه بها وهو حراء وخلولقة تقول حراء زيد أن يفعل واخلولقت السماء أن تنترى ولا أعرف من ذكر حراء من النحوين غير ابن مالكه وتوهم أبو حيان أنه وهم فيها وإنما هي حراء بالتنوين اسما لا فعل وأبو حيان هو الواهم بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال من العيين كسر قسطي وابن طريف يأنشدوا عليها شعر وهو قول الأعشى إن يقلهن من بني عبد شمس فعسى أن يكون ذاك وكان القسم الثاني ما الغالب اقترامه بها وهو عسى وأوشك مثال ذكر أن قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وقول الشاعر ولو سئل الناس اقتراب لأوشك إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا ومثال تركها قول الشاعر عسى فرض يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمره وقول الآخر نوشك من فر من نجيته في بعض ذراته يؤفقها الكسم الثالث ما يترجح تجرد خبره من أن وهو فعلان كاب وقرب مثال التجرب منها قوله تعالى وما كاد يسعلون وقيل الشاعر قرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب ومثال الاقتران بها قول الشاعر كاد النفس أن تفيض عليه منسى حشو ريطة وبروه وقوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الضمى وقد كربت أعناقها أن تقطع وتقطع فعل مبارع وأصله تتقطع فحبث إحدى التائه ولم يذكر سيبويه في خبر كرب إلا التجر القسم الرابع ما يمتنع اقتران خبره بأن وهي أفعال الشريع مثل طفق وجعل وأخذ وعلق وأنشأ وهب وهلهل قال الله تعالى وطفق ويخصفاني وقال الشاعر وقد جعلت إذا ما كنت يفكرني سيدي فأمهض مهض الشاعر بالسكر وقال الشاعر فأخذت أسأل والرشوم تجيبني وفي لا كبار إجابة وسؤال وقال الآخر أراك علقت تظلم من أجرنا وقال أنشأت أعرب عما كان مكنونا وقال هببت ألوم القلب في طاعة الهوى وقال وطئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوشهم قبل الإماتة تزهق النوع الثاني عشر خبر ما حمل على ليس وهو أربعة أحدها لات كقوله تعالى تنادي ولات حين مناص والثاني ما كقوله تعالى ما هذا بشرا والثالث لا كقول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية والرابع إن النافية كقول الشاعر إن هو مشتوليا على أحد إلا على أضعف المجامين وقد تقدم شرف شريكهن مستوفا في باب المرفوعات النوع الثالث عشر اسم إن وأخواتها نحو إن زيدا فاضل ولعل عمرا قادم ولو تبكرا حاضر ثم قلت وإن كرنت بمال مزيدة أو إلغيت وجوبا إلا ليت فجواز وأقول مثال ذلك إنما الله إله واحد كأنما يساقون إلى الموت وقول الشاعر عد نظرا وعد قيس لعل لما أضاءت لك النار الحمار المقيدة وجل افتشهاب بهم أنه لولا إلغاؤهما لم يصح دخولهما على الجنة الاتقالية ولكان دخولهما على المتدأ والخبر واجبا واحترزت بالمزيدة من الموصولة نحو أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين أي أن الذي بدليل عرض الضمير من به إليه انتهى الشريط السابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط سامن من الكتاب ومن المصدريات نحو أعجبني أنما قمت أي قيامك وقوله تعالى إنما صنعوا قيد ساح يحتملهما أي إن الذي صنعوه أو إن صمعهم وعلى التأولين جميعا فإن عاملة واسمها في الوجه الأول ما دون صلتها وفي الوجه الثاني لإسم المنسبك مما وصلتها وقال النابغة الزبيان قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد يروى بنصب الحمام ورفعه على الإعمال والإهمال وذلك خاص بليتا أما الإعمال فلأنهم أبقوا لها لاختصاص بالجملة الاسمية فقالوا ليتما زيد قائم ولم يقولوا ليتما قام زيد وأن الإهمال فللحمل على أخواتها ثم قلت وتخفف ذنون منها فتلغى لكن يجوبا وكأن قليلا وإن غالبا ويغلب معها مهملة من وكون الفعل التالي لا ناسخ ويجب استطار اسم إن وكون خبرها جملة وكون الفعل بعدها دعائيا أو جامدا أو مفصولا بتنفيس أو نفي أو شرق أو قد أو لو ويغلب لكأن ما وجب لإن إلا أن الفعل بعدها دائما خبري مفصول بقد أو لم خاصة واسم واسم نافية للجنس وإنما يظهر نصبه إن كان مضافا أو شبهه نحو لا غلام سفر عندنا ونحو لا طالعا جبلا حاضر وأقول يجوز أكثر الإهمال نحو إن كل نفس لما عليها حافظ في من خفف مين لما وأما من شددها فإن نافية ولما بمعنى إلا ومن إعمال المخفف قراءة بعض السبعة وإن كل اللما ليوفي أنهم وإن كان المخفف أن المفتوحة وجب بقاء عملها ووجب حزف اسمها ووجب كون خبرها جملة ثم إن كانت اسمية فلا إشكال نحو أن الحمد لله رب العالمين وإن كانت فعلية وجب كونها دعائية سواء كان دعاء بخير نحو أن بورك من في النار أو بشر النحو والخامسة أن غضب الله عليها في من قرأ من السبعة بكسر الداد وفتح الباء ورفع اسم الله أو كون الفعل جامد النحو وأن ليس للإنسان إلا ما سعه وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أو مفصولا بواحد من أمور أحدهم النافي ولم يسمع إلا في لم ولم ولا نحو أيحسب أن لم يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يره أحد وحسب أن لا تكون فتنة في من قرأ برفع تكون والثاني الشرط نحو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها الآية والثالث قد نحو ونعلم أن قد صدقتنا والرابع لو نحو أن لو نشاء أصبناهم بذنودهم والخامش حرف التنفيس وهو السين نحو علم أن سيكون منكم مرضى وسوف كقوله واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدرا وإن كان الحرف كأن فيغلب لها ما وجب لأن لكن يجوز ثبوت اسمها وإفراد خبرها وقدر يقوله ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارق السلام بنصب الضبية على أنه اسم كأن والجملة بعدها صفة لها والخبر محذوف والتقبير كأن ضبية عاطية هذه المرأة على التشبيه المعكوس وهو أبل وبرفع الضبية على أنها الخبر والجملة بعدها صفة والاسم محذوف والتقبير كأنها ضبية وبجر الضبية على زيادة أم بين الكاف ومجهورها والتقبير كضبية وإذا حجف اسمها وكان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل نحو قوله ووجه مشرق اللون كأن ثبياه حقان أو فعلية فصلت بقد نحو لا يهول أنك استلاء لغ الحرب فمحذورها كأن قد ألما أو لم كأن لم تغنى بالأمس وإن كان الحرف لكن وجب إلغاؤها نحو ولكن الله قتلهم في من قرأ بتخفيف النوم وعن يومش والأخفش إجازة إعمالها وليس بمسموع ولا يقتضيه القياس لزيال اختصاصها بالجمل الاسمية نحو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون النوع الرابع عشر اسم لا النافية للجنس وهو ضربان معرب ومدني فالمعرب ما كان مضافا نحو لا غلام سفر عندنا أو شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمامه إما مرفوع به نحو لا حسنا وجو مذموم أو منصوب به نحو لا مفيد خيره مكروه ولا طالعا جبلا حاضر أو مخفوض بخافض متعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا والمبني ما عدا ذلك وحكمه أن يبنى على ما ينصب به لو كان معرب وقد تقدم ذلك مشروحا في باب البناء ثم قلت والمدارع بعد ناصب وهو لم أو كي المصدرية مطلقة وإذا انصدرت وكان الفعل مشتقبلا متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا أو بعد أن المصدرية نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين إن لم تشبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن سبقت بظن فوجهاني نحو وحسب أن لا تكون فتنة وأقول هذا النوع المكمل للمنصوبات الخمسة عشرة وهو الفعل المدارع التالي ناصبا والنواصب أربعة لن وكي وإذا وأن فأما لن فإنها حرف بالإجماع وهي بسيطة خلافا للخليل في زعمه أنها مركبة من الله النافية وأم الناصبة وليست نونها مبدلة من ألف خلافا للفراء في زعمه أن أصلها لا وهي دالة على نفي المستقبل وعاملة المصب دائمة بخلاف غيرها من أخواتها الثلاثة فلهذا قدمتها عليها في الذكر قال الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين فلم أبرح الأرض أيحسب أن لم يقبر عليه أحد أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه وأن في هاتين الآيتين مخففة من الثقيلة وأصلها أنه وليست الناصبة لأن الناصبة لا يدخل على الناصب وأما كي فشرقها أن تكون مصدرية لا تعليلية ويتعين ذلك في نحو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج فلا مجارة دالة على التعليل وكي مصدرية بمنزلة أن لا تعليلية لأن الجار لا يدخل على الجار ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو جهتك كي أن تكرمني إذ لا يدخل الحرف المصدري على مثله ومثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كي ما أن تغر وتخدع ولا يجوز في النثر شلافا للكوفيين وتقول جئت كي تكرمني فتحتمل كي أن تكون تعليلية فتكون جارة والفعل بعدها منصوبا بأن نحذوف وأن تكون مصدرية ناصبة وقبلها لا مجر مقدرة وقولي مطلقا راجع إلى لن وكي المصدرية فإن المصب لا يتخلف عنهما ولما كانت كي تنقسم إلى ناصبة وهي المصدرية وغير ناصبة وهي التعليلية أخرتها عملا وأما إذن فللنصب بها ثلاثة شروط أحدها أن تكون مصدرة فلا تعمل شيئا في نحو قولك أنا إذن أكرمك لأنها معطرضة بين المبتدأ والخبر وليست صدرة قال الشاعر لإن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأن كانني منها إذن لا أقيلها فالرفع لعدم التصدر لا لأنها فصلت عن الفعل لأن فصلها بلا مغتفر كما يأتي والثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذن تصدق رفعت لأن مواصب الفعل تقتضي لاستقبال وأنت تريد الحال فتدافع والثالث أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا نافية فالأول كقولك إذن أكرمك والثاني نحو إذن والله أكرمك ومنه قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب يشيب القفل من قبل المشيب والثالث نحو إذن لا أفعل فلو فصل بغير ذلك لم يجز كقوله إذن يا زيد أكرمك وأما أن فشرط النصب بها أمران أحدهما أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة الثاني ألا تكون مخففة من الثقيلة وهي التابعة علما أو ظنا نجزل منزلة مثال ما اجتمع فيه الشرطان قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والله يريد أن يتوب عليكم ومثال من تفى عنه الشرط الأول قولك كتبت إليه أن يفعل إذا أردت بأن معنى أي فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لقولك كتبت فلا موضع لها ولا لما دخلت عليه ولا يجوج لك أن تنصب كما لا تنصب لو صرحت بأي فإن قدرت معها الجار وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تنصب لها وإنما تكون أن مفسرة بثلاسة شروط أحدها أن يتقدم عليها جملة والثاني أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروفه والثالي أن لا يدخل عليها حرف جر لا لفظ ولا تقدير وذلك كقوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك وإذ أوحيت إلى الحياريين أن آمنوا بي وبرسولي وانطلق الملأ منهم أن امشوا أي انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام بخلاف نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فإن المتقدم عليها غير جملة وبخلاف نحو ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله فليست أم فيها مفسرة لقلت بل أمرتني وبخلاف نحو كتبت إليه بأن فعل ومثال من تفى عنه الشرط الثاني قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولة وحسب أن لا تكون فتنة في من قرأ برفع تكون ألا ترى أنها في الآيتين الأوليين وقعت بعد فئل العلم أما في الآية الأولى فواضح وأما في الثانية فلأن مرادنا بالعلم ليس هو لظ عين لا من بل ما دل على التحقيق فهي فيهما مخففة من الثقيلة واسمها محذوف والجملة بعدها في موضع رفع على الخبرية والتقدير علم أنه سيكون أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولة وفي الآية الثالثة وقعت بعد الظن لأن الحسبان ظن وقد اختلف القراء فيها فمنهم من قرأ بالرفع وذلك على إجراء الظن مجرى العلم فتكون مخففة من الثقيلة واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها والتقدير وحسب أنها لا تكون فتنة ومنهم من قرأ بالنصب على إجراء الظن على أصله وعدم تنزيله منزلة العلم وهو الأرجح فلهذا أجمع على النصب في نحو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تتركوا أحسب الناس أن يتركوا تظن أن يفعل بها فاقرة ويؤيد الكراءة الأولى أيضا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه أيحسب أن لم يقدر عليه أحد أيحسب أن لم يره أحد ألا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيلة إذ لا يدخل الناصب على ناصب آخر ولا على جازل ثم قلت وتدمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر وهي كي نحو كي لا يكون بولة وحتى إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها نحو حتى يرجع إلينا موسى وأسلمت حتى أدخل الجنة واللام تعليمية مع المضارع المدرد من نحو ليغفر لك الله بخلاف لألا يعلم أو جحودية النحو ما كنت أولم أكم لأفعله وبعد ثلاثة من حروف العط وهي أو التي بمعنى إلى نحو لألزم أنك أو تقضي نحط أو إلا نحو لأقتل أنه أو يسلم وفاء السببية وياه المعية مسموقين بنفي محض أو طلب بغير اسم الفعل نحو لا يقضى عليهم فيموت ويعلم الصابرين ونحو لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب ونحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وبعد الفاء والواي وآو وثم إن عطفنا على اسم خالص نحو أو يرسل رسولا ونحو للبس عباءة وتقر عيني ولك معهن ومع علام التعليل إظهار أم وأقول اختشت بأنها تنصب المدارع ظاهرة ومقدرة بخلاف أخواتها الثلاثة فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة وإنما تدمر في الغالب بعد حرف جر أو حرف عطف فأما حروف الجر التي تدمر بعدها فثلاثة حتى واللام وكيد تعليلي أما حتى فنح حتى تفيئ إلى أمر الله حتى يرجع إلينا موسى وليس نصب بحتى نفسها خلاف اللي كوفيين ولا يجوز إغهار أم بعدها في شهر ولا نفرم ويشترط لإدمار أم بعدها أم يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم أو لا فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ألا ترى أن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتى وهو ملازمتهم للعكوف على عبادة العجل وكذلك وكذلك قوله أسلمت حتى أدخل الجنة والثاني كقوله تعالى وزلزل حتى يقول الرسول في قراءة من نصر فإن فإن قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار فإن الله عز وجل قص علينا ذلك بعد ما وقع ولم يكن الفئل الذي بعد حتى مستقبلا بأحد الاعتبارين امتنع إضمار أمن وتعين الرسول وذلك كقولك صرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول ومن ذلك قولهم شربك الإبل حتى يجيء البعير يجر بطمة مرض زيد حتى لا يرجون فإن المعنى حتى حالة البعير أنه يجيء يجر بطمة وحتى حالة المريض أنهم لا يرجون ومن الواضح فيه أنك تقول سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال أي حتى حالة الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال عنها وأما اللام فلها أربعة أقسام أحدها اللام التعليلي نحو وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ومنه إن فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما أخر فإن قلت ليس فتح مكة علة للمغفرة قل هو كما ذكرت ولكنه لم يجعل علة لها وإنما جعل علة لاجتماع الأمور الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي المغفرة وإدمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم وحصول النصر العزيز ولا شك في أن اجتماعها له عليه السلام حصل حين فتح مكة وإذا مثلت بهذه الآية لأنها قد يخفى التعليل فيها على من لم يتأملها الثانية لام العاقبة وتسمى أيضا لام الصيرورة ولام المآل وهي التي يكون ما بعدها نقيبا لمقتضى ما قبلها نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن فإن التقاطهم له إنما كان لرأفتهم عليه ولما ألقى الله تعالى عليه من المحبة فلا يراه أحد إلا أحبة فقصدوا أن يصيروه قرة عين لهم فآل بهم الأمر إلى أن صار عدو لهم وحزن الثالثة اللام الزائدة وهي الآتية بعد فعل متعد نحو يريد الله ليبين لكم إنما يريد الله ليريد عنكم الرجس وأمرنا لمسلم لرب العالمين فهذه الأقسام الثلاثة يجوز لك إظهار أن بعدهن قال تعالى وأمرت لأن أكون الرابعة لام الجحود وهي الآتية بعد كون ماض منفي كقوله تعالى ما كان الله ليظر المؤمنين على ما أنتم عليه وما كان الله ليطلعكم على الغير وهذه يجب إدمار أن بعدها انتهى الوجه الأول وأما كي ففي نحو جئتك كي تكرمني إذا قبرتها تعلينية بمنزلة اللام والتقدير جئتك كي أن تكرمني ولا يجيز التصريح بأن دعبها إلا في الشاء خلافا للكوفيين وقد مضى ذلك وأما حروف العطف فأربعة وهي أو والواو والفاء وثم وهذه الأربعة منها ما لا يجوز معه الإظهار وهي أو ومنها ما لا يجب معه الإضمار وهي ثم ومنها ما طارة يجب معه الإضمار وطارة يجوز معه الإضمار والإظهار وهو الفاء والواو وهذا كله يفهم مما ذكرت في المقدمة فأما أو فينتصب المدارع بأن اضمرة بعدها وجوبة إذا صح في موضع إلا أو إلا فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقه وقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادك الآمال إلا لصابري والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو مسلم وقوله وكنت إذا رمزت قناة قوم كصرت كعوبها أو تستقيم أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها ولا يجوز أن يكون التقدير كصرت كعوبها إلى أن تستقيم لأن الكسر لا استقامة معه وأن الفاء والواو فينتصب الفعل المبارع بأن مضمرة بعدهما وجوبا بشرطين لا بد منهما أحدهما أن تكون الفاء للسبابية والواو للمعية فلهذا رفع الفعل في قوله ألم تسأل الربع القواء فينطقه وذلك لأن الفاء لو كانت عاطفة لججل ما بعدها ولو كانت للسبابية انتصب ما بعدها فلما ارتفع بل على أنها للاستئناف وقال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون الفاء هنا عاطفة كما سيأتي الثاني أم يكون مسبوقين بنفي أو طلب فلا يجوز النصب في نحو زيد يأتينا فيحدثنا فأما قوله سأترك منزلي لبني تمين وألحق بالحجاز فأستريح فضرورة وقيل الأصل فأستريح بنون التوكيد الخفيفة فأدلت في الوقف ألفا كما تقف على لنسفع وهذا التخريج هروب من ضرورة إلى ضرورة فإن توكيد الفعل في غير الطلب والشرط والقسم ضرورة وقولنا طلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والعرض والتخضيب والتمني والاستفان فهذه سبعة مع النفي صارت ثمانية وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية ولكل منها نصيب من القول فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكاله فنقول أما النفي فنحو قولك ما تأتيني فأكرمك ولك في هذا أربعة أوجه أحدها أن تقدر الفائل مجرد عطف لفظ الفعل على لفظ ما قبلها فيكون شريكه في في إعرابه فيجب هنا الرفع لأن الفعل الذي قبلها مرفوع والمعطوف شريك المعطوف عليه فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك فهو شريكه في النفي الداخل عليه وعلى هذا قوله تعالى هذا يوم لا يمتقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق فكأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذرون الثاني أن تقدر الفاء لمجرد السببية ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفة ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الماصب والجازم فتقول ما تأتيني فأكرمك بمعنى فأنا أكرمك لكلمك لم تأتني وذلك إذا كنت كارها لإتيانه ويوضح هذا أنك تقول ما زيد قاسيا فيعطف على عبده أي فهو الانتفاء القسوة عنه يعطف على عبده والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح لأن الوجه الأول شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعدها وهذا الوجه انصب النفي فيه إلى ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها وذلك لأنك لم تجعل الفاء لعطف الفعل الذي بعدها على المنفي الذي قبله فيكون شريكه في النفي وإنما أخلصتها للسببية ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك ما تأتينا فتحدثنا وهذا سهو إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث والصواب ما مثلت لك به الثالث أن تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه فيجب حين إهن المصب بأن مضمرة وجوب والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام الرابع أن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها ولكن تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه فينتف المعطوف لأنه مسبب عنه وقد انتفى ويكون معنى الكلام ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام وهذا مني الوجهان سائغان في ما تأتينا فتحدثنا إذ يصح أن يقال ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا وتلخص أن لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين فإن قل هل يذوج أن يقرأ ولا يؤذن لهم فيعتذروا بالنصب على أحد الوجهين المذكورين بالنصب قلت نعم يجوز على الوجه الثاني وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا أي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون ويمتنع على الوجه الأول وهو ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث على ترى أن المعنى حين إذن لا يؤذن لهم في حال تأتيارهم بل يؤذن لهم في غير حال تأتيارهم وليس هذا المعنى مراد فإن قل فإذا كان النصب في الآية جائزا على الوجه الذي ذكرته فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين قلت لوجهين أحدهما أن القراءة سنة متبعة وليس كل ما تجوزه العربية تجوزه القراءة والثاني أن الرفع هنا بثبوط النوم فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآي والنصب بحزفها فيزول معه التناسب ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عز يجل لا يقضى عليهم فيموت والنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا لا على قولك ما تأتينا محدثا بل غير محدث ولو قل ما تأتينا إلا فتحدثنا أو ما تزال تأتينا فتحدثنا وجب الرفع وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا وفي المثال الثان هو داخل على زال وزال للنفي ونفي النفي إثبات وأما الأمر فكقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا وشرطه أمران أحدهما أن يكون بصيغة الطلب فلو قلت حسبك حديث فينام الناس بالنصب لم يجز خلافا للكسائي والثاني أن لا يكون بلفظ اسم الفعل فلا يجوز أن تقول صح فنكرمك بالنصب هذا قول الجمهور وخالفهم الكسائي فأجاز النصب مطلق وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل نحو نزال فنحدثك ومنعاه إذا لم يكن من لفظه نحو صح فنكرمك وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا وأما النهي فكقولك لا تفعل شرا فأعقبك وقول الله تعالى لا تفطروا على الله كذبا فيسحتكم بعذابه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبه ولو مقط النهيب إلا قبل الفائ لم تنصب نحو لا تضرب إلا عمرا فيغضبه فيجب فيغضب الرفع وأما الدعاء فكقولك اللهم تب علي فأتوب وقول الله تعالى رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقول الشاعر رب وفقني فلا أعدل عن سنم الساعين في خير سنم وشرطه أن يكون بالفعل فلو قلت سقيا لك فيرويك الله لم يجز النصب وأما الاستفهام فشرطه أن لا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد فلا يجوذ النصب في نحو هل أخوك زيد فأكرمه بخلافه هل أخوك قائم فأكرمه ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا والاستفهام بالاسم نحو من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه يقرأ برفع يضاعف ونصبه وفي الحديث حكاية عن الله تعالى من يدعوني فأستجيب أو فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر أو فأغفر له والاستفهام والاستفهام بالظرف نحو أين بيتك فأزورك ومتى تسير فأرافقك وكيف تكون فأصحبك فإن قل فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة قلت لوجهين أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات والمعنى قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء والثاني أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام وهو رؤية المطر وإنما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفس فلو كانت العبارة أنزل الله من السماء فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الاستفهام صح النصب فإن قلت يرد هذا الوجه بقوله تعالى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فإن مواراة السوءة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام لأن العبز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله قلت ليس أواري منصوبا في جواب الاستفهام وإنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب وهو أكون فإن فإن قل فقد جعله الزمخشري منصوبا في جواب الاستفهام قلت هو غالط في ذلك وأما العرض فكقول بعض العربي ألا تقع في الماء فتسبح معي وكقولك ألا تأتينا فتحدثنا وقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رائن كمن سمع وأما التحضيب فكقولك هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك وهل لا أسلمت فتدخل الجنة وهو والعرض متقاربان يجمعهم التنبيه على الفعل إلا أن في التحضيب زيادة توكيد وحف وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فمن باب النصب في جواب الدعاء وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فمن باب النصب في جواب الدعاء ولكن استعيرت فيه عبارة التحضيط او العرض للدعاء واما التمني فكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما وقول الشاعر الا رسول لنا منها فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا فهذه انثلة النصب بعد فاء السببية في هذه المواضع الثمانية واما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة وقاسه النحويون في ثلاثة فالخمسة المسموع فيها احدها النفي كقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين والمعنى والله اعلم انكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون ان تدخل الجنة وانما ينبغي لكم مضطمعوا في ذلك اذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم والواه من قوله تعالى ولما والحال والتقدير بل احسبتم ان تدخلوا الجنة وحالكم هذه الحالة والثاني الامر كقوله فقل تدعي وادعو ان انبى لصوت ان ينادي باعيانه والثالث النهي كقول الشاعر يا ايها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم ادأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم وتقول لا تأكل السمك وتشرب وتشرب اللبن فاذا اردت بالواه عطف الفعل على الفعل جزنت الثانية وكان شريك الاول في النهي وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا وحينئذ فالتقي ساكنان الباء واللام فتكسر الباء على اصل التقاء الساكنان وان اردت عطف مصدر الفعل على مصدر مقدر مما قبله نصبت الفعل بان مضمرة وكان النهي حينئذ عن الجمح بينهما وان اردت الاستئناف رفعت الثانية والرادع التمني كقوله تعالى وليتنا نرد ولا نكذب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون ونكون من المؤمنين والخامس الاستفهام كقوله وهو الحطيئة ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء وان تصب الفعل المدارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد أربعة أحرق وهي ألفاء وثم والواو وأو وذلك إذا عطفنا على اسم صريح مثال ذلك بعد أو قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه يقرأ في السبع برفع يرسل ونصبه وقال أبو بكر ابن مجاهد المقرئ رحمه الله تعالى قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوية بنصب آوي ولا وجه له ورد عليه ابن جني في محتسبه وغيره وقالوا وجهها كوجه قراءة أكثر السبعة أي يرسل رسولا بالنصب وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة فكأنه قيل لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركم شديد ومثال ذلك بعد الواوي قول ميسون بنت بحدل للبس عباءة وتقر عينه أحب إلي من لبس الشفوف الرواية فيه بنصب تقر وذلك بأن مضمرة على أنه معطوف على اللبس فكأنه قال للبس بعباءة وقرة عيني ومثال ذلك بعد رساء قوله لو لا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أطرابا على تربي ومثال ذلك بعد ثم قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر وكانت وكانت العرب إذا رأت البقر قد عافت ورود الماء تعمد إلى الثور فتضربه فترد البقر حين إذن الماء ولا تمتنع منه فرارا من الضرب أن يصيبها وإنما امتنعوا من ضربها لضعفها عن حمله بخلاف الثور وقول اسم صريح احتراز من نحو ما تأتينا فتحدثنا فإن العطف فيه وإن كان على اسم متقدم فإن قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان فحديث لكن ذلك الاسم ليس بصريح فإضمار أن هنا واجب لا جائز بخلاف مسألتنا هذه فإن إضمار أن جائز بل نص ابن مالك في شرح العمدة على أن الإظهار أحسن من الإضمار ثم قلت باب المجرورات ثلاثة أحدها المجرور بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي مطلقا والكاف وحتى والواو للظاهر مطلقا والتاء لله ورب مضافا للكعبة أولياء وكي لمال استفهامية أو أن المضمرة وصلتها ومذ ومنذ لزمن غير مستقبل ولا مقام ورب لضمير غيبة مفرد مذكر يميز بمطابق للمعنى قليلا ولمنكر موصوف كثير وأقول لما أنهيت القول في المرثوعات والمنصوبات شرعت في المجرورات وقسمتها إلى ثلاثة أقسام مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة ومجرور بمجاورة مجرور وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل لأن التبعية ليست عندما هي العاملة وإنما العامل عامل المتبوع وذلك في غير البدل وعامل محذوف في باب البدل فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالحرف والجر بالإضافة وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام أحدها ما يزر الظاهرة والمضمرة وبدأت به لأنه الأصل وهو سبعة أحرف من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي ومن أنثلة ذلك قوله تعالى ومنك ومن نوح إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم طبقا عن طبق رضي الله عنهم ورضوا عنه وعليها وعلى الفلك تحملون آمنوا بالله ورسوله آمنوا به لله ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون وفي الأرض آيات للموقنين وفيها ما تشتهيه الأنفس والثاني ما لا يضر إلا الظاهر ولا يختص بظاهر معين وهو ثلاثة الكاف وحتى والواه والثالث ما يضر لفظتين بعينهما وهو التاء فإنها لا تضر إلا اسم الله عز وجل وربا مضافا إلى الكعبة أو إلى الياء قال الله تعالى طالله تفتأ تذكر طالله لقد آفرك الله علينا وتالله لأكيدن أصنامكم وقالت العرب تربي الكعبة وتربي لأفعلن الرابع ما يزر فردا خاصا من الظاهر ونوعا خاصا منها وهي كيم فإنها لا تضر إلا أمرين أحدهما مال استفهامية وهي الفرض الخاص يقال لك جئتك أمس فتقول في السؤال عن علة المجيء لمه أو كيمه فكما أن لمه جار ومجهور كذلك كيمه والأصل لماء وكيماء ولكن مال استفهامية متى دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها وجوبا كما قال الله تعالى فيما أنت من ذكراها عما يتساءلون بما يرجع المرسلون وحسن في الوقف أن تردف بها السكت كما قرأ البزي في هذه المواضع وغيرها الثاني أمر مضمرة وصلتها وذلك هو النوع الخاص وتقول جئتك كي تكرمني فإن قدرت كي تعليمية فالنصب بأن مضمرة وأن هذا الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي وكأنك قل جئتك للإكرام الخامس ما يجر نوعا خاصا من الظواهر وهو منذ ومذ فإن مجرورهما لا يكون إلا اسم زمان ولا يكون ذلك الزمان إلا معينا لا مبهما ولا يكون ذلك المعين إلا ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة ومذ يوم الجمعة ومنذ يومنا ومذ يومنا ولا تقول لا أراه منذ غد ولا مذغد وكذا لا تقول ما رأيته منذ وقت السادس ما يجر نوعا خاصا من المبمرات ونوعا خاصا من المظهرات وهو ربا فإنها إن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مرادا به المفرد المذكر وغيره ويجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنى المراد منصوبة على التمييز نحو ربه رجلا لقيه وربه رجلين وربه رجالا وربه امرأة وربه امرأتين وربه نساء وكل ذلك قليل وإن جرت ظاهرا فلا يكون إلا نكرة موصوفة نحو رب رجل صالح لقيت وذلك كثير فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة بعدها لاختصاص التاء باسم الله تعالى ورب الكعبة واختصاصهن إما بنوع أو نوعين أو فرد ونوع كما فصل وأصل حرف الجر ألا يختص والمختص بنوع أقرب إلى المختص من مختص بفرد وكان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو ربه على المختص بفرد ونوع وهي كيف قلت إنما ذكرت التاء إلى جانب الواو لأنها شريكتها في القسم فتأخرها عنها قطع للنظير عن نظيره ولما أردت أن أذكر شيئا من أحكام ربه اقتضى ذلك تأخرها لأن لا يقع ذكر أحكامها فاصلا بين هذه الحروف وأيضا فإنني ذكرت حكم ربه في الحرف وذكرت حكم بقية الحروف في ذلك فلو كانت ربه مقدمة كان ذلك أيضا قطعا للنظير عن النظير بالنسبة إلى الأحكام ثم قلت ويجوز حذفها معه فيجب بقاء عملها وذلك بعد الواو كثير والفائق وبالقليل وحذف اللام قبل كي وخافض أم وأن مطلقة انتهى الشريط الثامن وللكتاب باقي على الشريط التالي اليدهي الأول ينبع حالا وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب وأقول لما ذكرت أن ربه أن ربه تدخل على المنكر بيّنت أنه يجيز حدثها معه وأشرت بهذا التقييد إلى أنها لا يجيز حدثها إذا دخلت على دمير الغيبة ثم بيّنت أنها إذا حدثت وجد بقاء عملها وأن هذا الحكم أعني حدثها وبقاء عملها على نوعين كثير وقليل فالكثير بعد الواو فقيله يا بلد معبرّة أرجائه كأن لون أرضه سمائه وقيله وليل كميج البحر أرخى سجله عليّ بأمواع الهموم الابتل وقيله وبيّيّة مثل السماء اعتسفتها وقد صبغ الليل الخصى بسياده والقليل بعد السائل ودل مسال ذلك بعد السائل قيل امرئ القيس فمثلك حبلة قد طرقت ومرضعه فألهيتها عنه تمائم مخيله في رواية مراه بجر نفل ومرضع وأما مراه بنصدينه فمثلك مسؤول اللي طرقت وحبلة بدل منه ومثاله بعد ذلك قوله بل بلد ملء الفجاج قطمه ثم بيّنته أن حرف حرف الجر لا يختص بربة بل يجيز في حرف آخر في موضع خاص وفي جميع الحروف في موضعين خاصين أما الأول ففي لون التعليم فإنها إذا جرت كير مصدرية وصلتها جاز لك ذلك حزفها قياسا مضطربة ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي تعليمية وأن مضمرة بعدها وأن تكون كي مصدرية وأن لا مقدرة قبلها وأن الثاني فإذا كان المجرور أن وصلتها أي أن وصلتها فالأول كقوله عجبت أنك فاضل أي من أنك وقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعمروا الصالحات أن لهم جنات تجري وأن لنساجد لله فلا تدع أي بأن لهم جنات ولأن لنساجد لله والثاني كقوله عجبت أن قام زيدي أي من أن قام وقال الله تعالى فلا جناح علي أي الطوفة بهم أي في أي الطوفة بهم يخرجون الرسول يؤياكم أن تؤمنوا بالله أي لأن تؤمنوا بالله وطول في يبين لكم أن تضروا إن الأصل لألا تضروا فحجفت الله منزارة ولا النافئة وطول الأصل قراهة أن تضروا فحجف المضاف وهذا أسهل وقال الله تعالى وترغبون أن تنكحهم أي في أن تنكحهم أي عن أن تنكحهم على خلاف في ذلك بين أهل التفسير ثم قلت الثاني المضرور بالإضافة كغلام زيد ويدرب المضاف من تغيين أي نون تشبه المطلقة ومن التعريف إذ الله فيما مر وإذا كان المضاف شفة والمضاف إليه معمولا لها سمية لفضوية وغير محبطة ولم تفت تعريفا ولا تخصيصا كبارد كبارد زيد وموط الدنار وحسن الوجه وإلا فمعنية ومحبة تفيدهما إلا إذا كان المضاف شديد الإبهان كغيره ومثل وخدمه أي موضعه مستحقا للنكر كجاء زيد الوحدة وكان ناقة وفصيلها لك ولا أبى له فلا يتعرف وتقدر بمعنى في نحو بل نكر الليل والنهار وإثمان شهيد الدار وبمعنى من في نحو خاطم خاطم حبيب ويجيز فيهم نصف الثاني وإتباعه من الأول وبمعنى الليل في الباقي وأقول الثاني من أنواع المجرورات المجرور بالإضافة والإضافة في اللغة الإسناد قال المرء القيص فلما دخلناه أدفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشقد أي لما دخلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل رخل منشود إلى الحيرة مخطط فيه طرائق وفي الإسطلاح أسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنينه أي ما يقوم مقام تنينه ولهذا وجد تجريد المضاف من التنين في نحر علام زيد ومن النون في نحر علام زيد وضارد عمر قال الله تعالى طبت يدى أبي لغب إنا مرسلنا قتل إنا مهلك أهل هذه القروة وذلك لأن نون المسنى والمجنوع على حده قائمة مقام تنين المفرد وإلى هذا أشرط بقيمي ويجرب المضاف من تنين أو نون تشبهه واحترست بقيمي تشبهه من نون المفرد وجنع التكسير كشيطان وشياطين تقول شيطان الإنس شر من شياطين الجن فتثبت النون فيهما ولا يجيز ذلك وقيل مطلق أشرق به إلى أنها قاعدة عامة لا يستثنى منها شيء بخلاف القاعدة التي نعدها وكما أن الأضافة تستدئي وجوب حد التنين وأن عمر مشبهة له كذلك تستدئي وجوب تجريب المضاف من التعريف سواء كان التعريف بعلامة لغضية أم بأمر معنى فلا تقول العلام زيد ولا زيد عمر مع بقاء زيد على تعريف العالمية بل يجب أن تجرد العلام من أل وأن تعتقد في زيد الشيوع على التنكير وحين إذن يجيج لك إضافتهما وهذه هي القائلة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا والذي يستثنى منها مسألة الضارب الرجل والضارب رأس الرجل والضارب زيد والضارب زيد وقد تقدم صرحهن في فصل المحلى بأل فأغنى ذلك عن إعادته فلذلك قل إلا فيما استثنه أي إلا فيما تقدم لي استثناءه ثم بينت بعد ذلك أن الإضافة على قسمين محبط وغير محبط وأن غير المحبط عبارة عن مجتمع فيها أمران أمر في المضاف وهو قيمه صفة وأمر في المضاف إليه وهو قيمه معمولا لتلك الصفة وذلك يقع في ثلاثة أبواب اسم الفاعل كضارب زيد واسم المفعول كمعط الدينار والصفة المشباة كحسب الوجه لهذه الإضافة لا يستفيد بها المضاف تعريفا ولا تخصيصا أما أنه لا يستفيد تعريفا فبالإجمع ويدل عليه أنك تصف به المكره فتقول مرق بردن ضارب زيد وقال الله تعالى هديا بالغ الكعبة وهذا عارض منطرنا إن لم تارد منطرنا خبرا ثانيا ولا خبرا لمتدأ محذور وأنه لا يستفيد تقصيصا فهو الصحيح وزعم بعض المتأخرين أنه يستفيده بناء على أن ضارب زيد أخص من ضارب والجواب أن ضارب زيد ليس فرعا عن ضارب حتى تكون الإضافة قد أفادت التقصيص وإنما هو فرعا عن ضارب زيدا بالتمين والنص فالتقصيص خاصل بالمعمول أدفت أم لم تدف وإنما سميتها ذو الإضافة غير مخبى لأنها في نية الانفصال إذ الأصل ضارب زيدا كما بياني وإنما سميت لغضيتا لأنها أفادت أمرا لفظيا وهو التخفيف فإن ضارب زيد أخص من ضارب زيدا وأن الإضافة المخبطة عبارة عن من تفى من الأمران المذكوران أو أحدهم بثال ذلك علام زيد فإن الأمرين فيها منتفيان وضارب زيد فإن المضاف إليه إن كان معمولا للمضاف لكن المضاف غير صفة وضارب زيد أنس فإن المضاف إن كان صفة لكن المضاف إليه ليس معمولا لا لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعمل ماضي فهذه الأمثلة الثلاثة وما أشباه تسمى الإضافة فيها مخدف أي خالصة من شاهدة الانفصال ومعنية لأنها أفادت أمرا معنويا وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد وتخصيصه إن كان نكره نحو غلام مرأة اللهم إلا في مسألتين فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص إحداثما أن يكون المضاف شديد الإبهاء وذلك كغير ومث وشبه وخدم بكسر الخاء المعجمة وشكون الدال بمعنى صحيح والدليل على ذلك أنك تصف بها النكرات فتقول مررت برجل غيرك وبرجل نفيك وبرجل شبهك وبرجل شبنك قال الله تعالى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الثانية أن يكون المضاف في موضع مستحب للنكرات كأن يقع حالا أي تنميزا أي اسما للان نافية للجنس فالحال تقولون جاء زيب وحده والتنميز تقولون كم ناقة وفصولها فكم مبتدأ ويستثاميته وناقة منصوب على التنميز وفصولها عاطف ومعطوف ومعطوف على التنميز تنميز واسم لأك قولك لا أبى لزيد ولا غلام لعمر فإن الصحيح أنه من باب المضاف واللام مقحمة ببليل سقوطها في قيل الشعر أب الميت الذي لابد أني ملاق لا أباك تخيفينه فهذه الأنهاع كلها نكرات وهي في المعنى بمنزلة قولك جاء زيب منفردة وكان ناقة وفصيلة لها ولا أبى لك ثم دينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام مقدرة بفي ومقدرة بمن ومقدرة بالله المقدرة بفي ضابطة أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف أحيقيل الله تعالى بل مكر الليل ينهار وتربص أربعة أشهر ونحو قولك عثمان شهود الداري والحسين شهود قربلاء ومالك عالم المدينة وأكثر النحوين لم يثبت مجيء الإضافة بمعنى فيه والمقدرة بمن ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف وصالحا للإخبار به عنه نحو قولك هذا خاتم حديد ألا ترى أن الحديد قل والخاتم جشء منه وأنه يجيز أن يقال الخاتم حديد فيخبر بالحديد عن الخاتم وبمعنى اللام فيما عدا ذاك نحو يد زيد وغلام عمر وصيد بكر ثم قلت الثالث المجرور من المجاورة وهو شاب نحو هذا جحر دب خلف وقال يا صاحب بلغ ذي الزوجات كلهم وليس منه ينصحوا برؤوسكم وأرجوكم على الأصحب وأقول الثالث من حملاع المجرورات ما جر لمجاورة المجرورة وذلك في باب ينعطي التأكيد كلا يباب عطف النشق فأما النعطف في قولهم هذا جحر دب خرب ويبخف بخرب لمجاورته للضم وإنما كان حقه الرف لأنه صفة للمرفع وهي الجح وعلى الرفع أكثر العرب وأن التأكيد ففي نحو قولهم يا صاحب بلغ ذي الزوجات كلهم الليس وصل إذا انحلت عرى الذنب فكلهم تأكيد لذين لا للزوجات وإلا لقال كلهم وذين منصوب على المفعولين وكان حق كلهم النصد ولكنه حفظة لمجاورة المخفوض وأما المعطف فكقيله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسروا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برئوسكم وأرضلكم إلى الكعبين في كراءة من جر الأرض لمجاورته للمخفوض وهو الرئيس وإنما كان حقه النصد كما في كراءة جماعة آخرين وهو منصوب بالعطف على الوزيه والأيدي وهذا قيل جماعة من المفسرين والفقاء وخالفهم في ذلك المحققون ورعوا أن الخصب على الجوار لا يحسن في المعطف لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة نعم لا يمتنع في القياس الخصب على الجوار في عطف البيان لأنه كالنعطي التوكيد في مجاورة المتبع وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى فهي محديد تقديرا ورأى هؤلاء أن الخصب في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرئيس فقيل الأرض لمغسولة لا منسوحة فأجابوا على ذلك بجايد أحدهم أن المصح هنا الغسل قال أبو عليم حكى لنا ما لا يتام أن أبا زيد قال المسح خفيف الغسل يقال نسحت للصلاة وخصة الرجلان من بين سائر مبسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء على هنا إذ كانت مظنة للإسراف والثاني أن المراد هنا المسح على الخفاء وذيل مسح للرجل مجازا وإنما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل والسنة بيّنت ذلك ويردح ذلك القيل ثلاثة أمور أحده أن الحمل على المجاورة حمل على شاذ فينبغي صوم القرآن عنه الثاني أنه إذا حول على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو ينسحه برؤوسكم وإذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبين والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاورة وعلى التقدير الأول حمل على غير المجاورة والحمل على المجاورة أولى فإن قل ودلني التوجيه الأول كراءة النص قلت لا نسلم أنها عطف على الوجوه والأيدي بل على محل الجاري والمجرور كما قال يسلكن في مجد وغيرا غائرة ثم قلت باب المجزيمات الأفعال للمدارعة الداخل وعليها جازل وهو ضربان جازل لفعل وهو لم ولما ولا من الأمر ولا في النهي وجازل لفعلين وهو أدوات الشرق ولا ناس وغيرا لا يلم وثانهما جوابا وجزاء وأقول لما أنيت القول في المجرورات سرعت في المجزيمات وبهذا الباب تتم أنواع المغربات ومينت أن المجزيمات هي الأفعال المدارعة الداخل علي أداة من هذه الأداوات الخمسة عشر وأن هذه الأداوات ضربان ما يجزم فألا واحدا وهو أربعة لم نحو لم ولد ولم يولد ولم يكن له كفيا أحد ولما نحو لما يقدم أمره بل لما يذوقوا عذابه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما الأمر نحو لينفق ذي ساعة من ساعته ولا في النهي نحو لا تحزن إن الله معنا وقد مستعاران للدعاء كقيره تعالى ليقض علينا ربك ربنا لا تآخذنا وما يجزم فألين وهي الأحدى عشرة الباقية وقد قسمتها إلى ستة أقسان أحدها معود على الدلالة على مجرد تعليق الجواب على الشرط وهو إن وإذ ما قال الله تعالى وإن تعودوا معه وتقوله إذ ما تقم أقم وهما حرفان أما إن فبالإجناع وأما إذ ما فعند سيب ويهي الجمهور وذهب المبرد وابن السراج وفارسي إلى أنها اسم وفيما من تقصص هذين بالخرفية أن ما عداهما من الأبيات أسماء وذلك بالإجناع في غير مهما وعلى الأصح فيها والدليل عليه قوله تعالى مهما تأتنا به من آيات فعاد الدمير المجرور عليها ولا يعود الدمير إلا على اسمه أجسام ما وضع للدلالة على من يعقل ثم ضمن معمى الشرط وهو من نحو من يعمل سوئا جزره الثالث ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثم ضمن معمى الشرط وهو ما ومهما نحو قوله تعالى وما تفعله من خير يعلمه الله مهما تأتنا به من آية الآية الرابة معارض على الدلالة على الزمان ثم ضمن معمى الشرط وهو متى وأيانا كقيم الشاعر ولست بحلال اتلاع مخافة ولكن متى يسترفض القيم ارفضه وقول الآخر أيانا منك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حضرة الخامس ما يضع للدلالة على المكان ثم ضمن معمى الشرط وهو ثلاثة أين وأن وحيثما فقيله تعالى أين ما تكونوا يدرككم الموت وقول الشاعر خلي لي أما تأتياني تأتيان أخم غير ما يرضيك ما لا يحاول وقول الآخر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان السادس ما هو متردد بين الأقسام الأربعة وهي أين فإنها بحسب ما تضاف إليه فهي في قيلك أيهم يقوم أقوم معه من باب من وفي قيلك أي البياب تركب أركب من باب ما وفي قيلك أي المنتصم أصم من باب متى وفي قيلك أي مكان تجلس أجلس من باب أين ثم بيّنت أن الفعل الأول يسمى شرطا وذلك لأنه علامة على وجود الفعل الثام والعلامة تسمى شرطا قال الله تعالى فقد جاء أسراتها أي علاماتها والأسرات في الآية جمه شرط بفتحتين لا جمه شرط بسكون الرأ لأن فعلا لا يجمع على أفعال قياسا إلا فيه اعتل الوسط كأسواب وأبيات ثم دينت أن فعل الشرط يستاطف فيه ستة أمور أحدها أن لا يكون ماضي المعنى فلا يجيز إن قاب زيد أنسئكم معه وأما قيله تعالى إن كنت قلته فقد علمته فالمعنى إن يتبين أني كنت قلته فقيله إذا من تسبنا لم تلبني لئيمة فهذا في الجواب نظير الآية الكريمة في الشرط الثاني أن لا يكون طلبا فلا يجيز إن قوم ولا إن يقوم أو إن لا يقوم الثالث أن لا يقوم جامدا فلا يجيز إن عسى ولا إن ليس الرابع أن لا يكون مقرونا بتنفيس فلا يجيز إن سوف يقوم الخامس أن لا يكون مقرونا بقد فلا يجيز إن قد قام زيد ولئن قد يقوم عليه السادس أن لا يكون مقرونا بحرف نفية فلا يجوز إن لم يقب ولإن لم يقب ويستثنى من ذلك لم ولا فيجوز اقترانه بهما نحو وإن لن تفعل فما بلغت رسالته ونحو إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض ثم دينته أن الفعل الثانية يسمى جوابا وجزاء تشبيه الله بجواب السؤال وبجزاء الأعمال وذلك لأنه يقع بعد الأوع الأول كما يقع الجواب بعد السؤال وكما يقع الجزاء بعد الفعل المجازة عليه ثم قلت وقد يكون واحدا من هذين فياقترن بالفائه نحو وإن كان قنيصه قد من قبل فصدقت الآية فمن يؤمن بربه فلا يخف بخس أو جملة اسمية فياقترن بها أو بإذ الفجائية نحو فهو على كل شيء قدير ونحو إذا هم يقنقين وأقول قد يأتي جواب السرق واحدا من هذه الأمور الستة التي ذكرت أنها لا تكون سرقا فيجب أن يقترن بالفائه مثال ما بالمعنى إن كان قنيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكافرين وإن كان قنيصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين ومثال الطلب قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعينه يحببكم الله فمن يؤمن بربه فلا يخف بخسا ولا رهقا في من قرأ فلا يخف بخس بالجزم على أن لا ناهية وأما من قرأ فلا يخاف بالرفع فلا نافية ولا نافية تقترن بفعل السرق كما بينا فكان مقتدى الظاهر أن لا تدخل الفاء ولكن هذا الفاء مبني على مقتدى المحذوب والتقدير فهو لا يخافه فالجملة سمية وسيأتي أن الجملة الاسمية تحتاج إلى الفاء أو إذا وكذا يجب هذا التقدير في نحو ومن عاد فينتقن الله منه أيسا وينتقن الله منه ولولا ذلك التقدير لوجب الجزم وطرق الفاء ومثال الجامد قوله تعالى إن ترني أنا أقل من كمالا والدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك إن تبدو الصدقات فمهماه ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا ومثال المقروم بالتنفيس قوله تعالى وإن شفتم عيلة فسيف يغنيكم الله من فضله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومثال المقروم بقد قوله تعالى إن يسرت فقد سرق أخ الله من قبل ومثال المقروم بناف غير لا ولم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وما يفعله من خير فلم يكفروه ومن ينقلب على عقبين فلم يضر الله شيئا وقد يقول الجواب ذلة اسمية فيجب اقترامه بأحد أمرين إما بالفاء الإذاء الفجائية فالأول كقومه تعالى وإن ينفسك بخير فهو على كل شيء قدير والثاني كقومه تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذاغ يقمطون ثم قلت ويجيب حرفنا علم من شرق بعد إلا نحو افعل هذا وإن لا عطبتك أو جواب شرطه ماض نحو فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو جملة شرق وأداته إن تقدمهما طلب ولو باسمية أو باسم فعل أو بما لفظه لفظ الخبر نحو تعالى وأكل وأين بيتك أزرك وحسبك الحديث ينم الناس وقال مكانك تحمدي أو تستريحي وشرط ذلك بعد النهو كون الجواب محبوبا نحو لا تكفر تدخل الجنة وأقول مسائل الحذف الواطع في باب الشرط والجزاء ثلاثة انتهي وجه الأول المسألة الأولى حذف الجواب وشرطه أمران أحدهما أن يكون معلوما والثاني أن يكون فعل الشرط ماضية تقول أنت ظالم إن فعلت لوجود الأمرين ويمتنع إن تقض وإن تقض ونحوما حيث لا دليل لانتفاء الأمرين ونحو إن قمت حيث لا دليل لانتفاء الأمر الأول ونحو أنت ظالم إن تفعل لانتفاء الأمرين قال الله تعالى وإن كان كبر عليك أعراضه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي سلما في السماء فتأتيهم بآية تقدروا فافعل والحذف في هذه الآية في غاية من الحسن لأنه قد انضم لوجود الشرطين طول الكلام وهو مما يحسن معه الحذف المسألة الثانية حذف فعل الشرط وحده وشرطه أيضا أمران بلالة الدليل عليه وكون الشرط واطعا بعد وإلا كقولك تب وإلا عاقبتك أي وإلا تتب عاقبتك وقول الشاعر فطلقها فلست لها بكثء وإلا يعلو مفرقك الحسام أي وإلا تطلقها يعلو وقد لا يكون بعد وإلا فيكون شاذا إلا في نحو إن خيرا فخير فقياس كما مر في بابه على أن ذلك لم يحذف فيه جملة الشرط بجملتها بل بعضها وكذلك نحن وإن أحد من المشركين استجارك فليست مما نحن فيه وأكثر ما يكون ذلك مع اقتران الأداة بلا نافية كما مثلت المسألة الثالثة حذف أداة الشرط وفعل الشرط وشرطه أن يتقدم عليما طلب بلفظ الشرط ومعناه أو بمعناه فقط فالأول نحو ائتني أكرمك تقبروه ائتني فإن تأتني أكرمك فأكرمك مجزوم في جواب شرط محذوف بل علي فعل الطلب المذكور هذا هو المذهب الصحيح والسامي نحو قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أي تعالوا فإن تأتوا أكله ولا يجوز أن يقدر فإن تتعالوا أكله لأن تعالى فعل جامد لا مبارع له ولا ماضي حتى يتوهم راضهم أنه اسم فعله ولا فرق بين كون الطلب بالفعل كما مثلنا وكلمه باسم الفعل كقول عمر بن الإطوابة وغلط أبو عبيدة فنسبه إلى قطري بن الفجاء أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيحي وإنساتي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآفر صالحات وأحمي بعض عن عرض صحيحي فجزم تحمدي بعد قوله مكانك وهو اسم فعل بمعنى ثبتي وصرت الحذف بعد النهي كين الجواب أمرا محبوبا كدخول الجنة والسلامة في قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تدن من الأسد تسلم فلو كان أمرا مكروها كدخول النار وأكل السبع في قولك لا تكفر تدخل النار ولا تدن من الأسد يأكلك تعين الرفع ثلاثا للك سائي ولا دليل له في قراءة بعضهم ولا تمن تستكفر لجواز أن يكون ذلك موصولا بهية الوقف وسهل ذلك أن فيه تخصيلا لتناسب الأفعال المذكورة معه ولا يحصن أن يقبر بدلا مما قبله كما زعم بعضهم لاختلاف معنى يوم وعدم دلالة الأول على الثاني ثم قلت فيجب الاستغناء عن جواب الشرق بدليله متقدما لغدا نحو هو ظالم انت على أينية نحو إن كنت أقوله ومن ثم امتنع في النسر إن تقم أقوله وبجواب ما تقدم من شرق مطلقة أو قسم إلا إن سبقه ذو خبر فيجيز ترجيح الشرق المؤخر وأقول حسب الجواب على ثلاثة أوجه منتنع وهو من تفى منه الشرقان المذكوران أو أحدهم وجائز وهو ما وجد فيه ولم يكن الدليل الذي دل عليه جملة مذكورة في ذلك الكلام متقدمة الذكر لفظا أو تقديرا وواجب وهو ما كان دليله الجملة المذكورة فالمتقدمة لفظا كقولك أنت ظالم إن فعلت والمتقدمة تقديرا لها صورتان إحداهما قولك إن قام زيد أقوله وقول الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرمه فإن المدالع المرفوع المؤخرة على نية التقديم على أداة الشرق في مذهب سيبويه والأصل أقوم إن قام ويقول إن أتاه خليل والمبرد يرى أنه هو الجواب وأن الفاء مقدرة والثانية أن يتقدم على الشرق قسم نحو الله إن جاءني لأقرمنه فإن قولك لأقرمنه جواب القسم فهو في نية التقديم إن جان إلى جانبه وحدث جواب الشرق لجلالته عليه ويدلك على أن المذكور جواب القسم فأكيد الفعل في نحو المثال وفي نحو قوله تعالى ولئن صريهم لئن لن الأبارة ورفعه في قيمه تعالى ثم لا ينصرون ثم أشرت إلى أنه كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم يجب العكس في نحو إن تقم والله أقم وأنه إذا تقدم علينا شيء يطلب الخبر وجبت مراعاة الشرق فقدمه تأخر نحو زيد والله إن يقم أقم ثم قلت وجزم ما بعد ثاء أياي من كأل تال للشرق أي الجواب قوي ونصبه بعيف ورفع تال الجواب جائز وأقول ختمت باب الجوائز بمسألتين أول يما يجوز فيها ثلاثة أوجه والثانية يجوز فيها وجهها وكرتاهما يكون الفعل فيها واكعا بعد الفاء أو الواق فأما مسألة الثلاثة الأوجه فضابطها أم يقع الفعل بعض الشرق والجزاء فقوله تعالى وإن تدو ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء قل أفيغفر بالجزم على العطر وفيغفر بالرفع على الاستئنار وفيغفر بالنصب على إدمار أن وهو ضعيف وابي قال ابن عباس وأما مسألة الوجهية فضابطها أن يقع الفعل بين الشرق والجزاء كقولك إن تأتني وتنشي إلي إكرمك فالوجه الجزم ويجيز النصب كقولك ومن يقترب منا ويخضع مئيه ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضم ثم قلت باب في عمل الفعل كل الأفعال ترفع إما الفاعل أي نائبه أي المشبه به وتنصب الأسماء إلا المشبه بالمفعول به مطلقة وإلا الخبر والتنز والمفعول المطلق فنعصبها الوصف والماقص والمبهم المعنى أو النسبة والمتصرف التام ومصدره ووصفه وإلا المفعول به فإنها بالنسبة إليه سبعة أقسام ما لا يتعدى إليه أصلا كالدال على حدوث ذات كحدث ونبت أو صفة حسية كطال وخلق أو عرض كمرضة وفرحة وكالموازن لنفعل كنكثرة أو فعل كضرفة أو فعل أو فعل الذين وصفهما على فعيل في نحو ذلة وثمنة وما يتعدى إلى واحد دائما بالجار كغضب ومر أو دائما بنفسه كأفعال الحياس أو طارة وطارة كشكر ونصخ وقصد وما يتعدى له بنفسه طارة ولا يتعدى إليه أخرى كنقص وزادة أو يتعدى إليهما دائما فإما ثانيهما كمفعول شكر كأمر واصطرفر واختار وصدق وزوج وكان وسمى ودعى بمعنى وكال ووزن أي أولهما فائل في المعنى كأعطى وكسى أي أولهما وثانهما متدأ وخبر في الأصل وهو أسعال القلوب ظن لا بمعنى اكتهم وعلم لا بمعنى عرف ورأى لا من الرأي ووجد لا بمعنى حزن أو حقد وحجى لا بمعنى قصد وحسب وزعم وخال وجعل ودرأ في لغية وهب وتعلم بمعنى علم ويلزم الأمر وأفعال التصيير كزعل وتخذ واتخذ ورب وترك ووجود إلغاء القلبيات المتصرفة متوسطة أو متأخرة ويجب تعليقها قبل لان الابتداء أو القسم أو استفهام أو نفهم بما مطلقا أو بلا أو إن في جواب القسم أو لعل أو لو أو إن أو كامل خبرية وما يتعدى إلى ثلاثة وهو أعلم وأرى وما ضلنا معناهما من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدثه وأقول عقدت هذا الباب لبياني عمل الأفعال فذكرت أن الأفعال كلها قاصرها ومتعديها قامها وناطسها مشتركة في أمرين أحدهما أنها تعمل الرفع وبيان ذلك أن الفعل إما ناطس فيرفع الاسم نحو كام زيد فاضلة وإما كام آت على صيغته الأصلية فيرفع الفاعل نحو كام زيد وإما كام آت على غير صيغته الأصلية فيرفع النائب عن الفاعل نحو وقبي الأمر وقد تقدم شرح ذلك كله الثاني أنها تنصب الأسماء غير خمسة أسماء أحدها المشبه بالمفعول به فإنما تنصبه عند الجمهور الصفات نحو حسن وكسه وكسام الخبر فإنما ينصبه الفعل الناطس وتصارفه نحو كام زيد قائما ويعجبني كلمه قائما ولم أذكر تصارفه في المقدمة لوضوح ذلك والثالث التميز فإنما ينصبه لسم المبهم المعنى كرتل زيتا أي الفعل المجهول المسبكي كطاب زيد نفسا وكذلك تصارفه نحو هو طيب نفسا والرابع المفعول المطلق وإنما ينصبه الفعل المتصرف التام وتصارفه نحو قيم قياما وهو قائم قياما وينتمر ما أحسنه إحسانا وكنت قائما كيما والخامس المفعول به وإنما ينصبه الفعل المتعدي بنفسه قد ربت زيدا وقد قسمت الفعل بحسب المفعول به تقسيما بديعا فذكرت أنه سبعة أنواع أحدها ما لا يتلب مفعولا به البتة وذكرت له على ماكن إحداها أن يدل على حدوث ذات كقولك حدث أمر وعرض سفر ومبت الزرع وحصل الخصب وقولك إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء فإن قلت فإنك تقول حدث لي أمر وعرض لي سفر فعندي أن هذا الظرف صفة المرفوع المتأخر تقدم عليه فصار حالا فتعلقه أولا وآخرا بمحذيف وهو الكيم المطلق أي متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأدل والكلام في المفعول به الثانية أن يدل على حدوث صفة حسيته نحو طال الليل وقصر المهار وخلق الثيب ونبس وطهر ونبس واحترزت بالحسيات من نحو علم وفهم وفرح ألا ترى أن الأول منها متعدل لاثنين والثاني لواحد بنفسه والثالث لواحد بالحرش تقول علمت زيدا فاضلا وفهمت المسألة وفرحت بزيد الثالثة أم يكون على وزن فاعل بالضم خذرف وشرف وقرم ولئنا وأما قولهم نحبتكم الطاعة وطلع اليمن فبننا معنى وسع وبلغ الرابعة أن يكون على وزن إن فعل نحو إن كسر وانصرف الخامسة أن يدل على عرض كمرض زيد وفرح وأشر وبطر السادسة والسابعة أن يكون على وزن فعل أو فعل الذين وصفهما على فعيل كذل فهي ظليل يسمن فهي سميل ويدل على أن ظل فعل بالفتح قولهم يذل بالكسر وقلت في نحو ظل احترازا من نحو بخلا فإنه يتعدى بالجار تقول بخلا بكذا النوع الثاني ما يتعدى إلى واحد دائما بالجار كغضبت من زيد ومررت به أي عليه فإن قلت وكذلك تقول فيما تقدم ظل بالضرب يسمن بكذا قل المضغور المضغور مفعول لأبيه لا مفعول به الثالث ما يتعدى لواحد بنفسه دائما كأفعال الحواس نحو رأيت الهلالة وشممت الطيبة وذقت الطعامة وسمعت الأذانة ولمست المرأة وفي التنزيل يوم يرون الملائكة يوم يسمعون الصيحة لا يذوقون فيها الموت أو لا نستم النساء الرابع ما يتعدى إلى واحد طارة بنفسه وطارة بالجار كشكر ونصح وقصد تقول شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له وقصدته 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 إليه قال الله تعالى واشكروا نعمة الله أنشكر لي يلي والديك ونصحت لكم الخامس ما يتعدى لواحد بنفسه طارة ولا يتعدى أخرى لا بنفسه ولا بالجار وذلك نحو فغر بالفاء والغين المعجمة وشحى بالشين المعجمة والحاء الممل تقول فغر فاه وشحاه بمعنى فتح وفغرفوه وشحى بمعنى فتح السادس ما يتعدى إلى اثنين وقسمته قسمين أحدهما ما يتعدى إليهما طارة ولا يتعدى أخرى نحو نقص تقول نقص المال ونقصت زيدا دينار بالتخفيف قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا وأجاز بعضهم كون شيئا مفعولا مطلق أي نقص ما الشام ما يتعدى إليهما دائما وقسمته ثلاثة أقسام أحدها ما شام نفعولي كنفعول شكرا كأمر واستغفرا تقول أمرتك الخير وأمرتك بالخير وسيأتي شرحهما بعد والثاني ما أول مفعولي فاعل في المعنى نحو كسيته جبتا وأعطيته دينارا فإن المفعول الأول لابس وآخذ ففيه فاعلية معنوية الثالث ما يتعدى لمفعولين أولهما وثانيهما مبتدأ وخبر في الأصل وهو أفعال القلوب المذكورة قبل وأفعال القصير وشهد أفعال القلوب قوله تعالى وإني لأظنك يا فرعين مسبورة فإن علمتم هن مؤمنات تجدوه عند الله هو خيرا لا احسبوه شرا لكم وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أو اعتقدوهم وقول الشاعر قد كنت أحد أبا عمر أخنفقة حتى ألمت بنا يوما ملماته وقول الآخر زعمتني شيخا ولست بشيخي إنما الشيخ من يجب جبيدة والأكثر تعدي زعم إلى أن أو أن وصلتهما نحو زعم الذين كفروا أن لم نبعث وقوله وقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يعز لا يتغير وقال دريت الوفي العهد يا عرم فاقتبض فإن اغتباطا بالوساء حميد والأكثر في براء أن تتعدى إلى واحد بالباء تقول بريت بكذا قال الله تعالى ولا أدراكم به وإنما تعدت إلى الكاف والمين بواسطة همزة النقل وقاله فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهد امرأ هالك أي اعتقد وقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها والأكثر في تعلم أن يتعدى إلى أن وصلتها كقوله تعلم رسول الله أنك مدرك يشاهد أفعال التصير قوله تعالى تجعلناه هداء منصور واتخذ الله إبراهيم خليل لو يردينكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض واحترزت من ظن لمعنى اتهمة فإنها تتعدى لواحد نحو قولك عدم لي مال فظمنت زيدا ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بذنين أي ما هو بمتهم على الغيب وأما من قرأ بالداد فمعناه ما هو ببخيل وكذلك علم بمعنى عرف نحو والله أخرجكم من بطين أمهاتكم لا تعلمون سيئة ورأى من الرأي كقوله رأى أبو حنيفة حل كذا أو حرمته وحجى بمعنى قصد نحو حجيت بيت الله ومن وجد بمعنى حزن أو حقد فإنهما لا يتعديان بأنفسهما بل تقول وجدت على الميت وحقدت على المسيء ثم معلم أن لأفعال القلوب ثلاث حالات الإعمال والإلغاء والتعليق فأما الإعمال فهو مصبه المفعولين وهو ياجد إذا تقدمت عليهما ولم يأتي بعدها معلق نحو ظننت جيدا عالمة وجائد إذا توسطت بينهما نحو زيدا ظننت عالمة أو تأخرت عنهما نحو زيدا عالما ظننت وأن الإلغاء فهو إبقال عملها إذا توسطت أو تأخرت فتقول زيد ظننت عالم وزيد عالما ظننت والإلغاء مع التأخر أحسن من الإعمال والإعمال مع التوسط أحسن من الإلغاء وقيل هما سيان وأما التعليق فهو إبقال عملها في اللفظ دون التقدير لأطراب ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها وهو ياحب من أمور عسرة أحدها لا ملتداء بحر علمت لزيد فاضل وقول الله تعالى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ الثاني لام القسم نحو علمت لا يقومن زيد أي علمت والله لا يقومن زيد وقوله وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْكِيَ النَّمَنِيَّكِ إِنَّ الْمَنَايَا لَا قَطِيْشُ فِهَانُوَى الثالث لاستثام سواء كان بالحرف كقولك علمت أزيد في الدار أم عمر وقوله تعالى وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيدٌ أَنْ بَعِيدٌ مَا تُعَدِينَ أو بالاسم سواء كان الاسم مبتدئا نحو لنعلم أي الحزبين أخصى ولتعلمن أيما أشد عذابا أو خبرا نحو علمت متى السفر أي مضافا إليه المبتدئ نحو علمت أبي من زيد أي الخبر نحو علمت صبيحك أي يوم سفرك أي فضلك نحو وسيعلم الذين ظلما أي منقلب ينقلبون كأي منصوب على المصدر بما بعده وتقبعه ينقلبون أي انقلاب وليس منصوبا بما قبله لأن الاستثام له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله وهذه الأنواع كلها داخلة تحت قولي استثام الرابة ما النافية نحو علمت ما زيد قائم وقوله تعالى لقد علمت ما هائل ينطقون الخامس لا النافية في جواب القسم نحو علمت والله لا زيد في الدار ولا عمر السادس في المنافية في جواب القسم نحو علمت والله إن زيد قائم بنعنى ما زيد قائم السابع لعل نحو وإن أدري لعله فتنة لكم ذكره أبو علي في التذكرة الثامن لو الشرطية كقول الشاعر وقد علم الأقوام لو أن حاكما أراد فراء المال كان له وفر التاسع إن التي في خبرها اللام نحو علمت إن زيدا لقائم ذكره جماعة من المغاربة والظاهر أن المعلق إن ما هو اللام لا إن إلا أن ابن الخباز حتى في بعض كتبين أنه يجيز علمت إن زيدا قائم بالكسر مع عدم اللام وأن ذلك مذهب في بيه تعالى هذا المعلق إما العاشر كان الخبرية نص على ذلك بعضه وحمل عليه قول الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرتعون وقدرة خبرية منصوبة بأهلكنا والجملة سابة مسد مفعولا يرى لأنهم بتقدير بأنهم وكأنه قيل أهلكناهم بالاستئصال وهذا الإعراب والمعنى صحيحان لكن لا يتعين خبرية كم بل يجيز أن تكون استفانية ويؤيده قراءة ابن مسعود من أهلك وجيز الفراء انتصاب كم يرى وهو سهو سواء قدرة خبرية أي اتفانية انتهى الشريك التافئ وللكتاب بقي على الشريك التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريك العاشر من الكتاب وقال سيبوي أن ومعمولاها بدل من كم وهذا مشكل لأنه إن قدر كم معمولة ليروا لازم ما أوربناه على الفراء من إخراج كم عن صدريتها وإن قدرها معمولة لأهلكنا لازم تسلط أهلكنا على أنهم ولا لا يصح أن يقال أهلكنا عدم الرجوع والذي يصحح قوله عندي أن يكون مراده أنها بدل من كم وما بعدها فإن يروا مسلطة في المعنى على أن وصلتها فهذه جملة المعلقات والجملة المعلق عنها في موضع نصب بذلك المعلق حتى إنه يجوز لك أن تعطف على محلها بالنصب قال كثير وما كنت أدري قبل عزتنا البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي يروى بنصب موجعات بالكسر عطفا على محل قوله ملبكة ومن ثم سمي ذلك تعليقا لأن العامل ملغا في اللفظ وعامل في المحل فهو عامل لا عامل فسمي معلقا أخذا من المرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة ولهذا قال ابن الخشاب لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى والمشرح ما تقدم الوعد بشرحه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولينه أولوما مصرح دائما أي مطلق من قيب حرف الجرع والثاني تارة مصرح منه وتارة مقيد به وقد ذكرت منها في المقدمة عشرة أفعال أحدها أمر قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال الشاعر أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركت كذا مال وذا نشب فجمع بين اللغتين الثاني استغفر قال الشاعر أستغفر الله من عندي ومن خطأ ذنبي وكل بإلا شك مؤتزر وقال الآخر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل الثالث اختار قال الله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا وقال الشاعر وقال نأت فاختر من الصبر والبكة فقلت البكة أشفى إذا لغليلي أي اختر من الصبر والبكة أحدهما الرابع كنا بتخفيف النون تقول كميته أبا عبد الله وبأبي عبد الله ويقال أيضا كموته قال هي الخمر لا شك تقن الطلا كان الذئب يقن أبا جعدك وقال وكتنانها تقن بأم فلان الخامس سم تقول سميته زيدا وسميته بزيد قال وسميته يحيا ليحيا فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بدي السادس دعا بمعنى سمى تقول دعوته بزيد وقال الشعر دعتني أخاها أم عمر ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلباني السابع صدق بتخفيف الدار نحو ولقد صدقكم الله وعده ثم صدقناهم الوعد وتقول صدقته في الوعد الثامن زوج تقول زوجته هندا وبهند قال الله تعالى زوجنا كها وقال وزوجناهم بحور عين التاسع والعشر كال ووزنا تقول كلت لزيد طعامه وكلت زيدا طعامه ووزنت لزيد ما له ووزنت زيدا ما له قال الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون والمفعول الأول فيهما محذوف السابع ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعل وهو سبعة أحدها أعلم المنقولة بالهمزة من علم المتعدية الاثنين تقول أعلمت زيدا عمرا فاضلا الثاني أرى المنقولة بالهمزة من رأى المتعدية الاثنين نحو أريت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمى لهم حسرات عليه فالهاء والمين مفعول أول وأعمى لهم مفعول ثاني وحسرات مفعول ثالث والبواق ما ضمن معنى أعلم وراء المذكورتين من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث تقول أنبأت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته وكذلك تفعل في البواقع وإنما أصل هذه الخمسة أنت تعدى لاثنين إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالباء أو عن نحو أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم نبئوني بعلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم وقد يحذف الحرف نخ من أنبأ كهذا ثم قلت ولا يجوز حرف مفعول في باب ظن ولا غير الأول في باب أعلم وأرى إلا لدليل وبن سليم يجيزون إجراء القول مجرى الظن وغيرهم يخصه بصيغة تقول بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو معمول أو مجرور وأقول ذكرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب إحداهما أنه يجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل ويمتنع ذلك لغير دليل مثال حذفهما لدليل قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعمون هم شركاء كذا قدروا والأحسن عندي أن يقدر أنهم شركاء وتكون أن وصلتها سادة مسدهما بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ومثال حذف أحدهما للدليل وبقاء الآخر قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم أي بخلهم هو خيرا لهم فحذف المفعول الأول وأبقى ضمير الفصل والمفعول الثانية وقال عن طره ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلك المحب المكرم أي فلا تظني غيره واقعا أو كائنا فحذف المفعول الثاني ولا يجوز لك أن تقول علمت أو ظننت مقتصرا علي من غير دليل على الأصح ولا أن تقول علمت زيدا ولا علمت قائما وتترك المفعول الأول في هذا المثال والمفعول الثاني في الذي قبله من غير دليل علي ما أجمع على ذلك الثانية أن العرب اختلفوا في إجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين على لغتين فبن سليم يجيزون ذلك مطلقا فيجوزون أن تقول قلت زيدا منطلقا وغيرهم يجب الحكاية فأقول قلت زيد منطلق ولا يجيز إجراء القول مجرى الظن إلا بثلاثة شروط أحدها أن تكون الصيغة تقول بتاء الخطاب الثاني أن يكون مسبوقا باستفهام الثالث أن يكون الاستفهام متصلا بالفعل أو منفصلا عنه بظرف أو مجرور أو مفعول مثال المتصل قولك أتقول زيدا منطلقا وقول الشاعر متى تقول القلص الرياسما يدنين أم قاسم وقاسمة ومثال المنفصل بالظرف قول الشاعر أبعد بعد تقول الدار جامعة شمل به أم تقول البرد محتومة ومثال المنفصل بالمجرور أفي الدار تقول زيدا جالسا ومثال المنفصل بالمفعول قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤين لعمر أبيك أم متجاهلين ولو فصلت بغير ذلك تعينت الحكاية نح أأنت تقول زيد منطلق ثم قلت باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهي عشرة أحدها المصدر وهو اسم الحدث الجار على الفعل كضرب وإكرام وشرطه ألا يصغر ولا يحب بالتاء نحو ضربته ضربتين أو ضربات ولا يتبع ما قبل العمل وأن يخلفه فعل مع أن أو ما وعمله منونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ومضافا للفائل أكثر نحو ولولا دفع الله الناس ومقروما بأل ومضافا لمفعول ذكر فائله ضعيف وأقول لما أنهيت حكم الفعل من نسبة إلى الإعمال أردفته بما يعمل عمل الفعل من الأسماء وبدأت منها بالمصدر لأن الفعل مشتق منه على الصحيح واحترست واحترست بقول الجار على الفعل من اسم المصدر فإنه وإن كان اسما دالا على الحدث لكنه لا يجري على الفعل وذلك نحو قولك أعطيت عطاء فإن الذي يجري على أعطيت إنما هو إعطاء لأنه مستوف لحروفه وكذلك اغتسلت عسلا بخلاف اغتسل اغتسالا وسيأتي شرح اسم المصدر بعد وعشرت بتنفيلي بضرب وإكرام إلى مثال مصدر الثلافي وغيره ومثال ما يخلفه فعل مع أن قوله تعالى ولولا دفع الله الناس أي ولولا أن يدفع الله الناس أو أن دفع الله الناس ومثال ما يخلفه فعل مع ما قوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي كما تخافون أنفسكم ومثال ما لا يخلفه فعل مع أحد هذين الحرفين قولهم مررت به فإذا له صوت صوت حمار إذ ليس المعنى على قولك فإذا له أن صوت أو أن يصوت أو ما يصوته لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل وإنما أردت أنك مررت به وهو في حالة تسويت ولهذا قدروا للصوت الثاني ناصبا ولم يدعلوا صوتا الأول عاملا فيه وإنما كان عمل المنون أقياسا لأنه يشبه الفعل بكونه نكرة وإنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوطع عليه ولأن الذي يظهر حين إذن إنما هو عمل في الفضلة ونظر أن لات لما كان ضعيفة عن العمل لم يظهر عملها غالبا إلا في منصوبها وإنما كان إعمال المضاف للمفعول الذي ذكر فائله ضعيفا لأن الذي يظهر حين إذن إنما هو عمله في العمدة ولقد غلى بعضهم فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله بعد ذلك أنه مختص بالشعر كقول الشعر أثنى كلادي وما جمعت من نشب قرع القواقز أفواه الأباريق في من روى الأفواه بالرفع ويرد على هذا القول أنه روي أيضا بالنصب فلا ضرورة في البيت وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فإن قل فهل استدللت عليه بالآية الكريمة آية الحج قلت الصواب أنها ليست من ذلك في شيء بل الموصول في موضع جر ولم بدل بعض من الناس أو في موضوع رفع بالابتداء على أن من موصوله ضمنت معنى الشرط أو شرطية وحذف الخبر أو الجواب أي من استطاع فلي حج ويؤيد الابتداء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأما الحمل على الفاعلية فمفسد للمعنى إذ التقدير إذ ذاك ولله على الناس أن يحج المستطيع فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم وهذا خطأ ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم ينتمع ذلك في الكلام عند أحد نحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي من دعائه الخير ومثال أعمال ذي الألف واللام قول الشاعر يصف شخصا بضعف الرأي والجبن ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخ الأجل ثم قلت الثاني اسم الفاعل وهو ما اشتق من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضارب ومكرم فإن شغر أو وصف لم يعمل وإلا فإن كان صلة لأل عمل مطلقا وإلا عمل إن كان حالا أو استقبالا واعتمد ولو تقديرا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف وأقول قولي ما اشتق من فعل فيه تجوز وحقه ما اشتق من مصدر فعل وقولي لمن قام به مخرج للفعل بأنواعه فإنه إنما اشتق لتعيين زمن الحدث لا للدلالة على من قام به والاسم المفعول فإنه إنما اشتق من الفعل لمن وقع عليه ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل فإنها إنما اشتقت لما وقع فيها لا لمن قامت به وذلك نحو المضرب بكسر الراء اسما لزمان الضرب أو مكانه وقولي على معنى الحدوث مخرج للصفة المشبهة والاسم التفضيل كظريف وأفضل فإنهما اشتق لمن قام به الفعل لكن على معنى الثبوت لا على معنى الحدوث وأشرت بتمثيلي بضارب ومكرم إلى أنه إن كان من فعل ثلاثي جاء على زنة فاعل وإن كان من غيره جاء بلفظ المضارع بشرط تبديل حرف المضارعة بميم مضمومة وكسر ما قبل آخره مطلقة ثم ينقسم اسم الفاعل إلى مقرون بآل الموصولة ومجرد عنها فالمقرون بها يعمل عمل الفعل مطلقا أعني ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا تقول هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا قال امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاح خير معد حسب ونائلا فأعمل القاتلين مع كونه بمعنى الماضي لأنه يريد بالملك الحلاح الأباه وفيه دليل أيضا على إعماله مجموعة والمجرد عنها إنما يعمل بشرطين أحدهما أن يكون للحال أو الاستقبال لا للماضي خلافا للكسائي وهشام وابن مضاء استدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعي بالوسيد وتأولها غيرهم الثاني أن يكون معتمدا على واحد من أربعة وهي الأول النفي كقوله ما رائن الخلان ذن تناكث بل من وفى يجد الخليل خليلا الثاني الاستفام كقوله أنا رجالك قتل امرئ من العز في حبك اعطاب زلا الثالث اسم مخبر عنه باسم الفاعل كقوله تعالى إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره في قراءة الرابع اسم موصوف باسم الفاعل كقولك مررت برجل ضارب زيدا وقولي ولو تقديرا إشارة إلى مثل قولي كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل وقوله ليت شعري مقيم العذر قومي لي أنهم في الحب لي عاذلون وقولي ضاربا عمرا جوابا لمن قال كيف رأيت زيدا ألا ترى أن هذه عملت لا اتمادها على مقدر إذ الأصل كوعل ماطح وليت شعري أم قيم ورأيته ضاربا ثم قلت الثالث المثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو مفعال أو فعول بكثرة أو فعيل أو فاعل بقلة وأقول الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل أنثلة المبالغة وهي عبارة عن الأوزان الخمسة المذكورة محولة عن صيغة فاعل لقصد إفادة المبالغة والتكثير وحكمها حكم اسم الفاعل فتنقسم إلى ما يقع صلة لألب فتعمل مطلقا وإلى مجرد عنها فتعمل بالشرطين المذكورين ومثال إعمال فعال قولهم أما العسل فأما شراب وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوال في أعقله ومثال الإعمال مثعال قولهم إنه لمنحار بيائكها أي سمانها ومثال الإعمال فعول قول أبي طالب ضروب بنصل السيف سوق سمانها وإعمال هذه الثلاثة كثير فلهذا اتفق عليه جميع البصريين ومثال إعمال فعيل قول بعضهم إن الله سميع دعاء من دعاه ومثال إعمال فعيل قول زيد الخيل رضي الله عنه أتاني أنهم مزقون عرضه وإعمالها قليل فلهذا خالف سيبويه فيهما قوم من البصريين ووافقه منهم آخرون ووافقه بعضهم في فعل لأنه على وزن الفعل وخالفه في فعل لأنه على وزن الصفة المشبهة كثريف وذلك لا ينصر المفعول وأما الكوفيون فلا يجيزون إعمال شيء من الخمسة ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب أضمروا له فعلا وهو تعسف ثم قلت الرابع اسم المفعول وهو مشتق من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومقرم وأقول الرابع من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم المفعول وفي قول في حد مشتق من فعل من المجاز ما تقدم شرحه في حد اسم الفاعل وقول لمن وقع عليه مخرج للأفعال الثلاثة والاسم الفاعل والاسم الزمان والمكان وقد تبين شرح ذلك مما تقدم ومثلت بمضروب ومكرم لأنبه على أن صيغته من الثلاثية على وزن مفعول كمضروب ومقتول ومكسور ومأسور ومن غيره بلفظ مدارعه بشرط ميم مضمون مكان حرف المضارع وفتح ما قبل آخره كمخرج ومستخرج ثم قلت وشرطه ما كاسم الفاعل وأقول أي شرط إعمال المثال وإعمال اسم المفعول كشرط إعمال اسم الفاعل على التفصيل المتقدم في الواقع صلة لأن والمجرد منها وقد مضى ذلك ثم قلت الخامس الصفة المشبهة وهي كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصفها وتختص بالحال وبالمعمول السبابي المؤخر وترفعه فاعلا أو بدلا أو تنصبه مشبهة أو تمييزا أو تجره بالإضافة إلا إن كانت بأن وهو عار منها وأقول الخامس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة وهي عبارة عما ذكرت ومثال ذلك قولك زيد حسن وجهه بالنصب أو بالجر والأصل وجهه بالرفع لأنه فاعل في المعنى إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد فجعلت زيدا نفسه حسن وأخرت الوجه فضلتا ونصبته على التشبيه بالمفعول به لأن العامل وهو حسن طالب له من حيث المعنى لأنه معموله الأصلي ولا يصح أن ترفعه على الفائلية والحالة هذه لاستيفاء فاعله وهو الضمير فأشبه المفعول في قولك زيد ضارب عمر لأن ضاربا طالب له ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية فنصب لذلك فالصفة مشبهة باسم الفاعل المتعد لواحد ومنصوبها يشبه مفعول اسم الفاعل وقد تقدمت الإشارة إلى هذا التقدير ثم نك بعد ذلك أن تخفضه بالإضافة وتكون الصفة حين إذن مشبهة أيضا لأن الخفض ناشئ على الأصح عن النصب لا عن الرفع لألا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه إذ الصفة أبدا عين مرفوعها وغير منصوبها ففهمه إن كان الوجه الأول وتفارق هذه الصفة اسم الفاعل من وجوهه أحدها أنها لا تكون إلا للحال وأعني به الماضي المستمر إلى زمن الحال واسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال والثاني أن معمولها لا يكون إلا سببيا وأعني به ما هو متصل بضمير الموصوف لفظا أو تقديرا واسم الفاعل يكون معموله سببيا وأبنبيا تقول في الصفة المشباة زيد حسن وجوه وزيد حسن الوجه أي الوجه منه أو وجه فهو إما على نيابة المنابى الضمير المضاف إليه أو على حف الضمير من غير نيابة عنه ولا تقول زيد حسن عمرا كما تقول زيد ضارب عمرا الثالث أن معمولها لا يكون إلا مؤخرا عنها تقول زيد حسن وجوه ولا تقول زيد وجوه حسن ومعمول اسم الفاعل يكون مؤخرا عنه ومقدما عليه تقول زيد علامه ضارب الرابع أنه يجوز في مرفوعها النصب والجر ولا يجوز في مرفوع اسم الفاعل إلا الرف ثم بينت أن الخفض له وجه واحد وهو الإضافة وأن الرف له وجهان أحدهما أن يكون فاعلا والثاني أن يكون بدلا من ضمير مستطر في الصفة وأن النصب فيه تفصيل وذلك أن المنصوب إن كان نكرة ففيه وجهان أحدهما أن يكون انتصابه على التشبيه بالمفعول به والثاني أن يكون تمييزا وإن كان معرفة امتنع كونه تمييزا وتعين كونه مشبها بالمفعول به لأن التمييز لا يكون إلا نكرة ثم بينت أن جواز الرف والنصب مطلق وأن جواز الخفض مقيد بأن لا تكون الصفة بأل والمعمول مدرد عنها ومن الإضافة لتاليها وتضمن ذلك امتناع الجر في نحو زيد الحسن وجه والحسن وجه أبيه والحسن وجها والحسن وجه أبيه ثم قلت السادس اسم الفعل نحو بلها زيد بمعنى دعه وعليكه وبه بمعنى الزم والصق ودونكه بمعنى خذه ورويده وطيده بمعنى أنهله وهيهات وشتان بمعنى بعد وافطرق وأوه وأف بمعنى أتوجع وأتضجر ولا يضاف ولا يتأخر عن معموله ولا ينصب في جوابه وما نون منه فنكره وأقول السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفعل وهو على ثلاثة أنواع ما سمي به الأمر وهو الغالب فلهذا بدأت به ومثلته بخمسة أمثلة وهي بلها بمعنى دعه كقول الشاعر في صفة السيوف تظر الجماج مضاحيا هاماتها بلها الأكفة كأنها لم تخلق أي دعي الأكفة وذلك في رواية من نصب الأكف أما من خفضها فبلها مصدر بمنزلة قولك طارك الأكف وأما من رفعها وهو شاغ فهي اسم استفهام بمنزلة كيف وما بعدها مبتدأ وهي خبره وعليكه بمعنى لزمه وقوله تعالى عليكم أنفسكم أي إلزموا شأن أنفسكم ويقال أيضا عليك به فقيل الباء زائدة وقيل اسم للصق دون ألزم ودونكه بمعنى خذه كقول صبية لأمها دونكها يا أم لا أطيقها وريده وطيده بمعنى أنهله وما سمي به الماضي وهو أكثر مما سمي به المدارة فلهذا قدم عليه ومثلت له بمثالين هيهات بمعنى بعد وشتان بمعنى افترق قال فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق واصل وقال شتان هذا والعناق والنوم والمشرب البارد في ظل الدوم ولك زيادة ما قبل فاعل شتان كقوله شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري ولا يجوز عند الأصمعي شتان ما بين زيد وعمر وجوزه غيره محتجا بقوله لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر ابن حاتمي وأما قول بعض المحدثين جازيتموني بالوصال قطيعة شتان بين صنيعكم وصنيعه فلم تستعمله العرب وقد يخرج على إضمار ما موصولة ببينه وذلك على قول الكوفيين إن الموصول يجوز حذفه وما سمي به المدارع نحو أوه بمعنى أتوجع وأف بمعنى أتضجر وبعضهم أسقط هذا القسم وفسر هذين بتوجعت وتضجرت ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يضاف كما أن مسماه وهو الفعل كذلك ومن ثم قالوا إذا قلت بل هزيد ورويد زيد بالخفض كان مصدرين والفتحة فيهما فتحة إعراب وإذا قلت بل هزيدا ورويد زيدا كان اسمي فعلين ومعلوم أن الفتحة فيهما حينئذ فتحة بناء لعدم التنوين ومنها أن معمولهما لا يتقدم عليهما لا تقول زيدا عليك وخالف في ذلك الكسائي تمسكا بظاهر قوله تعالى كتاب الله عليك وقول الراجز يا أيها المائح دلوي دونك إني رأيت الناس يحمدونك ومنها أن المدارع لا ينصب في جواب الطلبي منه لا تقول صحف أحدثك من نصب خلافا للكسائي أيضا نعم يجزم في جوابه كقوله وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح ومنها أن ما نون منها نكرة وما لم ينون معرفة فإذا قلت صهم فمعناه اسكت سكوتا وإذا قلت صحف فمعناه اسكت السكوت المعينة ثم قلت السابع والثامن الظرف والمجرور المعتمدان وعملهما عمل اشتقر وأقول إذا اعتمد الظرف والمجرور على ما ذكرت في باب اسم الفاعل وهو النفي والاستفهام والاسم المخبر عنه والاسم الموصوف والاسم الموصول عمل عمل الفعل الاستقرار فرفع الفاعل المضمرة أو الظاهرة تقول ما عندك مال وما في الدار زيد والأصل ما استقر عندك مال وما استقر في الدار زيد فحذف الفعل وأنيب الظرف والمجرور عنه وصار العمل لهما عند المحققين وقيل إنما العمل للمحذوف واختاره ابن مال ويجوز لك أن تجعلهما خبرا مقدما وما بعدهما مبتدرا مؤخرا والأول أولى لسلامته من مجاز التقديم والتأخير وهكذا العمل في بقية ما يعتمدان عليه نحو أفي الله شك وقولك زيد عندك أبوه وجاء الذي في الدار أخوه ومررت برجل فيه فضل فإن قلت ففي أي مسألة يعتمد الوصف على الموصول حتى يحال عليه الظرف والمجرور قلت إذا وقع بعد أل فإنها موصولة والوصف صلة ولهذا حسن عطف الفعل عليه في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقردوا الله ثم قلت التاسع اسم المصدر والمراد به اسم الجنس المنقول عن موضوعه إلى إفادة الحدث كالكلام والثواب وإنما يعمله الكوفي والبغدادي وأما نحو مصابك الكافر حسن فجائز إجماعا لأنه مصدر وعكسه نحو ثجار وحماد وأقول التاسع اسم المصدر وهو يطلق على ثلاثة أمور أحدها ما يعمل اتفاقا وهو ما بدأ بميم زائدة لغير المفاعلة كالمضرب والمقتل وذلك لأنه مصدر في الحقيقة ويسمى المصدر الميمية وإنما يسموه أحيانا اسم مصدر تجوزا ومن إعماله قول الشعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهد السلام تحية ظلم الهمزة للنداء وظلوم اسم امرأة منادة ومصابكم اسم إن وهو مصدر بمعنى إصابتكم ويسمى اسم مصدر مجازا ورجلا مفعول بالمصدر وأهد السلام جملة في موضع نصب على أنها صفة لرجلا وتحية مصدر لأهد السلام من باب قعدت جلوس وظلم خبر إن ولهذا البيت حكاية شهيرة عند أهل الأدب رويا عند أهل الأدب أن أبا إثمان المازني كان فقيرا مملقا ذا حاجة وأنه جاءه ذات يوم رجل ذمي وبذل له مئة دينار على أن يقرئه كتاب سيبوي في النح فامتنع أبو عثمان عن قبول ذلك وكان تلميذه الإمام الكبير أبو العباس المبرد يعلم خصاصته وفقره واحتياجه إلى المال فعاتبه على امتناعه فأجابه بأنه إنما امتنع لأن كتاب سيبوي يجتمل على ثلاث مئة وكذا وكذا آلة من القرآن الكريم وأنه لا يجمل به أن يمكن الذنية من قراءة هذه الآيات ثم اتفق أن غمت جارية بحضرة أمير المؤمنين الوافق العباسي بهذا الجيد فنصبت رجلا وكان بالحضرة أبو يعقوب ابن السكيت ويقال بل كان بالمجلس اليزيدين أحد أبناء أبي محمد مؤد بالمأمون فأنكر على الجارية نصب رجلا وقال إنما هو بالرفع وأصرت الجارية على النصب وقالت إنني هكذا تلقيته على شيخ أبي عثمان المازني فأمر الوافق بإشخاص أبي عثمان إليه من البصرة فلما حضر أقر الجارية على ما قالت وفسره بالمصاب مصدر بمعنى الإصابة ورجلا مفعول فاستحث سنى ذلك الوافق وأمر له بألف دينار فلما رجع إلى البصرة قال لتلميذ المدرد تركنا مئة لله فعوضنا الله منها ألفا والثاني ما لا يعمل اتفاق وهو ما كان من أسماء الأحداث علما نحو سبحانه علما للتسبيح وفجار وحمادي علمين للفجرة والمحمدة والثالث ما اختلف في إعماله وهو ما كان اسما لغير الحدث فاستعمل له كالكلام فإنه في الأصل اسم للملفوظ به من الكلمات ثم نطل إلى معنى التكليم والثواب فإنه في الأصل اسم لما يساب به العنال ثم نطل إلى معنى الإشابة وهذا النور ذهب الكوفيون والبغداديون إلى جواز إعماله تمسكا بما ورد من نقل قوله أكفرا بعد رد الموت عنه وبعد عطائك المئة الرتاعة وقوله لأن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد وقوله قالوا كلامك هندا وهي نصغية يشفيك قلت صحيح ذاك لو كان ومنع ذلك البصريون فأدمر لهذه المنصوبات أفعال تعمل فيه ثم قلت العاشر اسم التفضيل كأفضل وأعلم ويعمل في تمييز وظرف وحال وفاعل مستكر مطلقة ولا يعمل في مصطر ومفعول به أو له أو معه ولا في مرفوع ملفوظ به في الأصح إلا في مسألة الكحي وأقول إنما أخرت هذا عن الظرف والمجرور وإن كان مأخوذا من لفظ الفعل لأن عمله في المرفوع الظاهري ليس مضطردا كما تراه الآن وأشرت بالتمثيل بأفضل وأعلم إلى أنه يبنى من القاصر والمتعد ومثال إعماله في التمييز أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا هم أحسن أثاثا ورئيا ومثال إعماله في الحال زيب أحسن ناس متبسما وهذا بصرا أطيب منه رطبا ومثال إعماله في الظرف قول الشاعري فإنا وجدنا العرض أحود ساعة إلى الصون من ريط يمان مسهام ومثال إعماله في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا ولا يعمل في مصدر لا نقول زيد أحسن الناس حسنا ولا في مفعول به لا نقول زيد أشرب الناس عسلا وإنما تعديه إليه باللام فتقول زيد أشرب الناس للعسن ولا في فاعل ملفوظ به لا نقول مررت برضو أحسن منه أبوه إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبوي واتفقت العرب على جواز ذلك في مسألة الكحل وضابطها أن يكون أفعل صفة لاسم جنس مسبوح بنفي والفاعل مفضلا على نفسه بأكبارين وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر للهجة وقول العرب ما رأيت رذلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زين وبهذا المثال يقبت المسألة لمسألة الكحل وقول ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منه إليك يابن سنان ولم يقع هذا التركيب في التنزيل واعلم أن مرفوع أحب في الحديث والبيت نائب الفاعل لأنه مبني من فعل المفعول لا من فعل الفاعل ومرفوع أحسن في المثال بالعكس لأن بناءه على العكس ثم قلت وإذا كان بأل طابق أو مدرب أو مضاف لنكرة أفردة وذكرة أو لمعرفة فالوشان وأقول استطردت في أحكام اسم التفضيل فذكرت أنه على ثلاثة أقسام أحدها ما يجب فيه أن يكون طبق من هو له وهو ما كان بالألف والآن تقول زيد الأفضل وهند الفضل والزيدان الأفضلان والهندان الفضليان والزيدون الأفضلون والهندات الفضليات أو الفضل الشان ما يجب فيه ألا يطابق بل يكون مفردا مذكرا على كل حال وهو نوعان أحدهما المدرد من أل والإضافة تقول زيد أو هند أفضل من عمر والزيدان أو الهندان أفضل من عمر والزيدون أو الهندات أفضل من عمر والثاني المضاف إلى نكرا تقول زيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين والزيدون أفضل رجال وهند أفضل امرأة والهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل وتجب المطابقة في تلك النكرة كما مثلنا وأما قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به فالتقدير أول فريق كافر به ولولا ذلك لقيل أول كافرين أي التقدير ولا يكن كل منكم أول كافر مثل فاجدوهم ثمانين جلدا والثالث ما يذيذ فيه الوجهان وهو المضاف لمعرفة تقول زيد أفضل القوم والزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء وإن شئت قلت الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند فضل النساء والهندان فضلاء النساء والهندات فضليات النساء وترك المطابقة أولى قال الله تعالى ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ولم يقل أحرص الناس وقال الشاعر وميت أحسن الثقلين جيدة وسالفة وأحسنهم قذالا ولم يقل شسن الثقلين ولا حسناهم وعن ابن السرات إيجاب ترك المطابقة ورد بقوله سبحانه إلا الذين هم أراثلنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكادر مجرميها ثم قلت ولا يبنى ولا ينقاس هو ولا أفعال التعذب وهي ما أفعله وأفعل به وفعل إلا من فعل ثلاثي مجرد لفظا وتقديرا كام من متفاوت المعنى غير منفي ولا مدني للمفعول وأقول لا يبنى أفعل التفضيل ولا ما أفعله وأفعل به وفعل في التعذب من نحو جلف وكلب وحمار لأنها غير أفعال وقول ما أدلفه وما أحمره وما أكلبه خطأ ولا من نحو ضحرجة لأنه ربعي لأنه وإن كان ثلاثيا لكنه مزيد فيه ولا من نحو هيفة وزيدة وحولة وسودة وعورة وحمرة وعمية وعرجة لأنها وإن كانت ثلاثية مجردة في اللغض لكنها مزيدة في التقدير إذ أصل حولة إحولة وعيرة إعورة وغيدة إغيادة والدليل على ذلك أن عيناتها لم تقلب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها فلولا أنما قبل عيناتها ساكن في التقدير لوجب فيها القلب المذكور ولا من نحو كان وظل وبات وصار لأنها غير تامة ولا من نحو ضربة لأنه مبني للمفعول ولا من نحو قامة وما عاج بالدواء لأنه من فيه وما سمع مخالفا لشيء مما ذكرنا لم يقس عليه فمن ذلك قولهم هو ألص من فلان وأقمن منه فبنيه من غير فعل بل من قولهم هو لص وقمن بكذا وقولهم ما أبقاه من التقى وما أخسر هذا الكلام من اختصر وهما ذيا زيادة والثاني مبني للمفعول وفي التنزيل ذلك أقصط عند الله وأقوم للشهادة وهما من أقصط إذا عدل ومن أقام الشهادة وسيبويه يقيس ذلك إذا كان المزيد فيه أفعل وفهم من قولي ولا ينقاس أنه قد يبنى من غير ذلك بالسماع دون القياس كما بيّنته ثم قلت باب وإذا تنازع من الفعل أو شبه عاملان فأكثر ما تأخر من معمول فأكثر فالبصري يختار أعمال المجاور فيدمر في غيره مرفوعه ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره والكوفي الأسبق فيدمر في غيره ما يحتاجه وأقول لما فررت من ذكر العامل أربفتها بحكمها في التنازع ويسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال والحاصل أنه يتأتى تنازع عاملين وأكثر في معمول واحد وأكثر لأن ذلك بشرطين أحدهما أن يكون العامل من جنس الفعل أو شبهه من الأسماء فلا تنازع بين الحروف ولا بين الحرف وغيره والثاني أن لا يكون المعمول متقدما ولا متوسطا بل متأخرا فلا تنازع في نحو زيدا ضربت وأكرمت لتقدمه ولا في نحو ضربت زيدا وأكرمت لتوسطه والسطر وجوز ذلك بعضهم فيهما مثال مثال تنازع العاملين معمولا قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة فآتوني وأفرغ عاملان طالبان لقطرة ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول ضربت وأهمت زيدا يوم الخميس ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا قول الشاعر أرجو وأخشى وأدعو الله متغيا عفوا وعافية فالروح والجسد ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول واحد قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فدبر ظرفه وثلاثا مسعول مطلق وهم مطلوبان لكل من العوامل الثلاثة ومثال تنازع الفعلين ما يمثلن ومثال تنازع لسمين قول الشاعر قضى كل ديدين فوفى غريمه وعزة منطول معنى غريمها في أحد القولين ومثال تنازع الفعل والاسم ها امقرأوا كتابه واتفق الفريقان على جواز اعمال أي العاملين شئته ثم اختلفوا في المختار فاختار الكوفيون اعمال الأول لتقدمه والبصريون اعمال المتأخر لمجاورته المعمولة وهو الصواب في القياس والأكثر في السماع فإذا اعمل الثاني نظر فإذا احتاج الأول لمرفوع ادمر على وفق الظاهر المتنازع فيه نحو قام وقعد أخواك وقام وقعد إخوتك وقمنا وقعد نسوتك وهذا إدماع من البصريين وإن احتاج لمنصوب فلا يخل إما أن يصح الاستغناء عنه أو لا فإن صح الاستغناء عنه وجب حذفه نحو ضربت وضربني زيد ولا يجوز أن تدمره فتقول ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة الشعر قال الشعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للودي وإن لم يصح وجب تأخيره نحو وغبت ورهب في الزيدان عنهما وإذا أعمل الأول ادمر في الثاني ما يحتاج من مرفوعه ومنصوب ومجرور فتقول قام وقعد أخواك وقام وضربتهما أخواك وقام ومررت بهما أخواك ولا يجوز حذفه إذا كان مرفوعا باتفاق ولا إذا كان منصوبا إلا في ضرورة الشعر كقوله بعقاظة يؤشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه ومن ثم قلنا في قوله تعال آتوني أفرغ عليه قطرة إنه أعمل الثانية لأنه لو أعمل الأول لا يجب أن يقال آتوني أفرغه عليه قطرة وكذا في بقية آي التنزيل الواردة في هذا الباب انتهى شريط العاشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحالة عشر من الكتاب ثم قلت باب إذا شغل فعلا أو وصفا ضمير رسم سابق أو ملابس لضميره عن مصبه وجد مصبه بمحذوف منافر والمذكور انتلى ما يختص بالفعل كإن الشرقية وهلا ومتى وترجح انتلى ما الفعل به أين كالهمزة وما النافية أو عاطفا على فعلية غير مصفول بأن نحو أبشرا منا واحدا نتبعه والأنعام خلقها لكم أو كان المشعول طلبا ووجب رسؤون بالابتداء انتلى ما يختص به كإذا الفجائية أو تلاه ما له الصدر كزيد هر أي تبعه وهذا خارج عن أصل هذا الباب بث وكل شيء فعلوه في الزبر وزيد ما أحسنه وترجح في نحو زيد دربته واستوي في نحو زيد قام وعمرا أكرمته وأقوله هذا الباب المسنى بباب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم اسمه ويتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره لفظا كزيدا ضربته أو محلا كزيدا مررت به أي لما لا بسضن ره نحو زيدا ضربت غلامه أو مررت بغلامه والاسم في هذه الأنفلة ونحوها أصله أن يجوز فيه وكان أحدهما أن يرفع على الابتدار فالجملة بعده في محل رفع على الخبرية والثاني أن ينصب بفعل محظوف مجوبا يفسره الفعل المذكور فلا موضع للجملة بعده لأنها مفسرة وفرم من قول فعل أو وصف أن العامل إن لم يكن أحدهما لم تكن المسألة من باب الاشتغال وذلك نحو زيد إنه فاضل وعمر كأنه أسد وذلك لأن الحرف لا يعمل فيما قبله وكذلك نحو زيد دراكه وعمر عليكه لأن نصب الفعل لا يعمل فيما قبله وما لا يعمل لا يفسر عامله ومن ثم لم يدز المصب على الاشتغال في نحو وكل شيء فعلوه في الزبري وذلك زيد ما أحسنه لأن فعلوه صفة والصفة لا تعمل في الموصور وفعلو التعجب جامل فهو شبيه بالحرف فلا يعمل فيما قبله لا سيما وبينهما ما التعجبية ولها الصدر وكذلك زيد أمض ضاربه وأن الميشولة فلا يتقدم عليها معمور سلكه ثم الاسم الذي تقدمه وبعده فعل أوصف وكل منهما ناصب لضميره أي مسلبيه ينقسم خمسة أقسامه أحدها ما يترجح نصبه وذلك في ثلاث مسائل إحداها أن يكون الفعل المشغول طلبا نحو زيدا نضربه وعمرا لا تهمه الثانية أن يتقدم عليه آداته يغلب دخوله على الفعل نحو أبشرا مما واحدا نتبعه الثالثة أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبن على مبتدأ كقوله تعالى خلق الإنسان من مطفك فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم الثاني ما يترجح رفعه بابتدائه وذلك فيما لم يتقدم عليه ما يترجح الفعل يجيبا أي رجحانا نحو زيد ضربته وذلك لأن النصب محوج إلى التقدير ولا طالب له والرفع غني عنه فكان أولى لأن التقدير خلاف الأصل ومن ثم منعه بعض النحوين ويربه أنه قرر جنات عدم يدخل مها صورة 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 أنزلناها منصب جنات وصورة الثاني ما يجب نصبه وذلك فيما تقدم عليه ما يترجح الفعل على سبيل الهجوب نحو إن زيدا رأيته فأكرمه الرابع ما يجب رفعه وذلك إذا تقدم عليه ما يختص بالجمل الاسمية كإذا الفجائية نحو خرجت فإذا زيد نضربه عمر وإجازة أكثر النحوين له النصب بعد سهل أو حالة بين يسم والفعل شيء من أدوات التصدير نحو زيد هرأيته وعمر ما لقته الخامس ما يستوي فيه الأمران وذلك إذا وقع الاسم بعد عاطفه مسبوك بجملة فعالفعلية مبنية على مبتدعه نحو زيد قام وعمر أكرمته وذلك لأن الجملة السابقة تسمية الصدر فعلية العدج فإن راعيت صدرها رفعته وإن راعيت عدجها مسطة فالمناسبة حاصلة على كل التقديرين فلذلك جاز الوجهان على السلاة وقد جاء التنزيل بالنصب قال الله تعالى الرحمن علم القرآن الآيات الرحمن مبتدأ وعلم القرآن جملة فعلية خبر والمجموع جملة اسمية ذات وجهي والجملتان بعد ذلك مع طوفتان على الخبر وجملتا والشمس والقمر الحسبان والنجم والشجر والسجدان معطربتان والسماء رفعها عطف على الخبر أيضا وهو محل الاستشهاد ثم قلت باب يتبع ما قبله في الأعراب خمسة أحدها التوكيد وهو باب يقرر أمر المطبوع في النسبة أو الشمول فالأول نحو جاءني زيد نفسه والزيدان أي الهندان أنفسهما والزيدون أنفسه والهندات أنفسهما والعلم كالنفس والثان نحو جاء الزيدان كلاهما والهندان كلتاهما واشتريت العبد كلهم والعبيد كلهم والأمت كلها والذناء كلهم ولا تؤكد مكرة مطلقة وتؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه نحو دكا دكا فجاجا سبلا ولا يعاد ضمير متصف ولا حرف غير جوابه إلا مع ما اتصل به وأقول إذا استيفت العوامل معمولاتها فلا سبيل لا إلى غيرها إلا بالتبعي والتوابع خمسة نعت وتوكيد وعطف بيان وبدل وعطف نسق وقيل أربعة فأدرج هذا القائل عطف البيان والنسق تحت قوله والعطف وقال آخر شدة فجعل التأكيد اللفظية بابا وحده والتأكيد المعنوي كذلك ومثال المقرر لأمر المتبوح في النسبة جاء زيد النفسه فإنه ليلة قولك نفسه وجوز السانع كيم الجائي خبره أو كتابه بدليل قوله تعالى وجاء ربه أي أمره ومثال المقرر لأمره في الشمول قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إذ لولى التأكيد لجوز السانع كيم الساجد أكثر ويجد في المؤكد كيمه معرفة وشذ قول عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان وقول الشاعر لكنه شاقه أنكيل ذا رجب يا ليك عدة حول كله رجب وأنشده ابن مالك وغيره يا ليك عدة شهر وهو تحريف ويجب في التأكيد كيمه مضافا إلى ضمير عائد على المؤكد مطابق له كما مثلنا ويشتثنى من ذلك أجمع وما تصرف منه فلا يضفن لضمير تقول اشتريت العبد كله أجمع والأمت كلها جمعا والعبيد كلهم أجمعين والإماء كلهم جمع ويجب في النفس والعين إذا أكد بلنا أن يكون مفردين مع المفرد نحو جاء زيب نفسه عينه وجاءت هند نفسها عينها مجموعين مع المجموع نحو جاء الزيبون أنفسهم أعينهم والهندات أنفسهن أعينهم وأما إذا أكد بهما المسنة ففيهما ثلاث لغاته أفصحها الجنه فتقول جاء الزيبان أنفسهما أعينهما ودينه الإفراد ودين الإفراد التثنية وهي الأيده الجارية في قوله قطعت رؤوس الكبشين مسألة قال بعض العلماء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فائدة ذكر كل رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض وفائدة ذكر أجمعون رفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد بل سجدوا في وقتين مختلفين والأول صحيح والثاني باطل بدليل قوله تعالى لأعينهم أجمعين لأن إهواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد فدل على أن أجمعين لا تعرض فيها لاتحاد الوقت وإنما معناه كمعنا كل سياء وهو قول ذنهور النحويين وإنما ذكر في الآية تأكيدا على تأكيد كما قال تعالى فنهل الكافرين أمهلهم ريبة ثم قلت أفشان النعته وهي تابع المشتق أو مؤول به يفيد تخصيص مدبوعه أو توضيحه أو مدحه أو زنه أو تأكيده أي الترحم عليه ويكبعه في واحد من أوجه الإعراض ومن التعريف والتنكير ولا يكون أخص منه فنحو بالرجل صاحبك بدل ونحو بالرجل الفاضل وبزيد الفاضل نعته وأمره في الإفراد والتذكير وأضى به ما كالفعل ولكن يترجح نحو جاءني رجل قعوب غلمانه على قاعده وأن قاعدون فضعيف ويجوز قطعه إن علم مدبعه بدونه بالرفع أو المصر وأقول مثال المشتق مررت برجل ضارب أو مضروب أو حسن الوجه أو خير من عمره ومشال المؤول به مررت برجل أسد أي شجاع ومشال ما يفيد تخصيص المتبوع قوله تعالى فتحرير وقبة المؤمنة ومشال ما يفيد نتحه الحمد لله رب العالمين ومشال ما يفيد زمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومشال ما يفيد الترحم عليه اللهم أنا عبدك المسكين ومشال ما يفيد التوكيد نفخة واحدة وعشرة كاملة ولا تتخذوا إلى هلم اثنين وزعم قوم من أهل البيان أن اثنين عطف بيان ويحتاج شرح ذلك إلى بصط طويل وقد لهج المعرضون بأن النعت يتبع من أغط في أربعة من عشرة والتحقيق أن الأمر على النص في العددين وأنه إنما يتبع في اثنين من خمسة وهما واحد من أعزه الإعراب الشلافة التي هي الرفع والمصم والجر وياحد من التعريف والتنكير فلا تنعت مطرة بمعرفة ولا العكس تقول مرتب رجل الصادل ولا بزيد صادل كما أنه لا يتبع المرفوع بمنشود ولا مجرور ولا نحوذان ويجب عند جماهي النحويين كوم الموصوفين إما أعرف من الصفة أو مساويا لها فلا يدوج أن يكون دونها فالأول كقولك مرتب جيدين الصادل فإن العلم أعرف من المعرفة باللام والشاني نحو مرتب الرجل الصادل فإنهما معرفان باللام والشالث نحو مرتب الرجل صاحبك فصاحبك بدل عندهم لا ينعتم لأن المضافة للدمير في ربة الدمير أو ربة العلم وكلاهما أعرف من المعرف بالألف علام وأما الإسراد وضده وهما التثنية والجمع والتذكير وضده وهو التأنيس فإن النعط يؤطى من ذلك حكم الفعل الذي يحل محله من ذلك الكلام فتقول مرتب امرأة حسن أبوها بالتذكير كما تقول حسن أبوها وفي التنزيل ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وبرجل حسنة أمه بالتأنيس كما تقول حسنة أمه وتقول برجل حسن أبياه وبرجل حسن آباؤه ولا تقول حسنين ولا حسنين إلا على لغة من قال أكلون البراغيث وعلى ذلك فقس إلا أن العرب أجروا جمع التكسير مجرى الواحد فأجازوا فصيحا مرتب رجل قائد هلمانه كما تقول قائد هلمانه وقيم رجحه على الإفراد وإليه أذهب وأما جمع التصحيح فإنما يقوله من يقول أكله بالبراغيث وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعطي نحمرت بمره القيس الشاعري جاز لك فيه ثلاثة أوجب الإطباع فيخفض والقطع بالرفع بإدماره وبالمصب بإدمار فعل ويجب أن يكون ذلك الفعل أخش أو أعني في صفة التوضيح وأمدح في صفة المدح وأذن في صفة الذن فالأول كما في المثال المذكور والثاني كما في قول بعض العرب الحمد لله أهل الحمد بالنصب والثالث كما في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطر يقرأ في الصب الحمالة الحطر بالنصب بإدمار أذنه وبالرفع كما على الإطباع أو بإدماره ثم قلت الثالث عطف البياني وهي تابع غير صفته يوضح متبعه أو يخصصه نحو أقسم بالله أبو حفص عمر ما ينسها من نقد ولا دبر ونحو أو كسارة طعام مساكين ويضعه في أربعة من عشرة ويجوز أعرابه بدل كله إن لم يجد ذكره كهند قام زيد أخوه ولم ينتمع إحلاله محل الأول نحو يا زيد الحارث وأنا ابن التارك البكري رشي علي الطير ترقبه قوع ونحو يا مصر 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 ويمتنع في نحو مقام إبراهيم وفي نحو يا سعيد كرز وقرأ قالون عيسى وأقول قولي تابع جنس يشمل الطيابع كلها وقولي غير صفة مخرج للصفة فإنها توافق عطس البيان في إفادة طوضيح المتبوع إن كان معرفة وتخصيصه إن كان متعبا فلابد من إخراجها وإلا دخلت في حد البيان وقولي نربح متبوعه أو نخصصه مخرج لما عدا عطس البيان ومثال نربح قوله أقسم بالله أبو حفص عمر ما نسان النقب ولا دبر ومثال العطف المخصص قوله تعالى أو كفارة طعام مساكينة في من قرأ ونون الكفارة ورفع الطعام وحكم المعطوف أنه يطبع المعطوف عليه في أربعة من عشرة وهي واحد من الرسع والنصب والجره وواحد من التعريف والتمكير وواحد من الإفراد والتسمية والجمع وواحد من التذكير والتأنيس وكل شيء جاز أعرابه عطف ميان جاز أعرابه بدلا أعني بدل كل من كل إلا إذا كان ذكره واجدا كهند قام زيد أخوها على ترى أن الجملة الفعلية خمر عن هند والجملة الوافعة خمرا لا بد لها من رابط يربطها بالمخبر عنه والرابط هما الضمير في قيمه أخوها الذي هو طابع الزيد فإن أسقط لم يصح الكلام فيجب أنه عرب دياما لا بدلا لأن البدل أعلانية تقرار العامل فكأنه من جملة أخرى فتخل الجملة المخبر بها عن رابطه وإلا إذا امتنع إحلاله محل البدل ولذلك أمثلة كثيرة منها قول يا زيد الحارس فهذا من باب البيان وليس من باب البدل لأن البدل في نية الإحلال محل المبدل منه إذ لو كنا والحارس لم يدز لأن يا وآل لا يجتمعان هنا ومنها قول الشاعر أنا ابن التارك البكري بشري عليه الطير ترقبه وقوع فبشري عطف بيان على البكري وليس بدلا لامتناه أن ابن التارك بشري إذ لا يضعف ما فيه الألف واللام إلى المدرد منه إلا إن كان المضعف صفة مسنة أو مجموعة جمع المذكر السالم نحو الضارب زيد والضارب زيد ولا يجوز الضارب زيد خلافا للفراء ومنها قول الراجز وهو ذر ما إني وأسطار شطر مصطرة لقائل يا مصر 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 لأن مصر نسان مرفوع والشالث منصوب فلا يجوز فيهما أن يكون مدلي لأنه لا يجوز يا مصر بالرفع ولا يا مصر بالنصب قالوا إنما مصر الأول عطف بيان على اللفظ والثان عطف بيان على المحل واستشكل ذلك عند ابن التارك لأن الشيء لا يبين نفسه قال وإنما هذا من باب التوكيد اللفظي وتابعه على ذلك المحمدان ابن مالك ومعطي فإن قلت يا سعيد كرز بضمن لكرز وجب كلمه بذلة وامتنع كلمه بيانة لأن البذلة في باب المدائي حكمه حكم المنابة المستقل وكرز إذا موضي ضم من غير تنمين وأن البيان المفرد التابع لمبني فيجوز رفعه ونصبه وينتنع ضمه من غير تنمين ومشله في ذلك النعت والتوكيد نحو يا زيد الفاضل والفاضلة ويا تميم أجمعون وأجمعين وكذلك يمتنع البيان في قوله قرأ قالوم إنسى ونحو مما الأول فيه أوضح من الثاني وإنما قال العلماء في قوله تعالى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنه ديان لأن فرعون كان قد ادعى الرمودية فليختصروا على قولهم رب العالمين لم يكن صريحا في الإيمان بالرب الحق سبحانه وتعالى جن في علاء ثم قلت الرابع البدل وهو الطابع المقشود بالفتم بلا واسقة وهو إما بدل كل نحو صراط الذين أو بعض النحو من استطاع إلي سبيل أو اجتمال النحو كتال فيه أو إدراب النحو ما كتب له مصفغافل شغار بها أو مسيان أو غلط كجاء زيد عمر وهذا زيد حمار والأحسن عطف هذه الثلاثة لبال ويوافق مدوعه ويخالفه في الإظهار والتعريف وضدهما ولكن لا يبدل ظاهر من دمير حاضر إلا بدل بعض اجتمال مطلقا أو بدل كل إن أفاد الإحاط وأقوله البدل في اللغة العوام وفي التنزيم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها وفي الاستلاح ما ذكره والتابع جنس يشمل جميع التوابع والمقصود بالحكم فصل مخرج للنعتي والبيان والتأكيد فإنهن متمنات للمقصود بالحكم لا مقصودة بالحكم ولنحو جاء القوم لا زيد فإن زيدا منفي عنه الحكم فلا يزح أن يقال إنه المقصود بالحكم ولنحو عمره في جاء زيد وعمر أو فعمر أي ثم عمر أي القوم حتى عمر فإنه مقصود بالحكم مع الأول فلا يصدق عليه أنه مقصود بالحكم بلا واسطة مخرج للمعطوف عطف النسق في نحو جاء زيد بل عمر فإنه وإن كان المقصود بالحكم لكنه إنما يتبع بواسطة حرف العطف وأقصاله ستة بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اجتمال وبدل إدراب وبدل مسيان وبدل غلط فبدل كل نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين فالصراط الثاني هو نفس الصراط الأول وبدل البعض نحو ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيل فمن في موضع خصب على أنها بدل من الناس والمستطيع بعض الناس لا كلهم وبدل اجتمال نحو يسأل نكا عن الشهر الحرام كتال فيه فكتال بدل من الشهر وليس كتال نفس الشهر ولا بعضه ولكنه منابس له من وقوعه فيه وبدل الإدراب كقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصل الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى العشر وضابطه أن يكون البدل والمدل منه مقصودا قصدا صحيحا وليس بينهما توافق كما في بدل الكل ولا كلية ودشئية كما في بدل البعض ولا ملابسة كما في بدل اجتمال وبدل المسيان كقولك جاءني زيد عمر إذا كنت إنما قصدت زيدا أولا ثم تبين فساب قصدك فذكرت عمر وبدل الغلق كقولك هذا زيد حمار والأصل أنك عربت أن تقول هذا حمار فسبقك لسانك إلى زيد فرفعت الغلق بقيلك حمار وسماهم نحويون بدل الغلق على معنى بدل رسم الذي هو غلق ألا ترى أن الحمار بدل من زيد وأن زيدا إنما ذكر غلقا إنتمي وجه الأول ويسح أن يمثل لهذه الأبدال الثلاثة بقولك جاءني زيد عمر لأن الأول والثانية إن كان مقصدين قصدا صحيحا فبدل إدراب وإن كان المقصود إنما هو الثاني فبدل غلق وإن كان الأول قصدا أولا ثم تبين فساب قصده فبدل مسيان ثم أعلم أن البدل والمبدل منه ينقسمان بحسب الإظهار والإدمار أربعة أقسام وذلك لأنهما يكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين وذلك على وجهين فإدال الظاهر من المظهر نحو جاءني زيد أخوك وإدال المضمر من المضمر ما ربته إياه فإياه بدل أو توقيد وأوجب ابن مالكه الثانية وأسقط هذا القسم من أقسام البدل ولو قلت ضربته هو كان بالاتفاق توكيدا لا بدلا وإدال المضمر من الظاهر نحو درأت زيدا إياه وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضا من باب البدل وزعم أنه ليس بمسموع قال ولو شمع لأعرض توكيدا لا بدلا وفيما ذكره نظره لأنه لا يؤكد القويل بالضعيف وقد قالت العرب زيد هو الفاضل وجلز النحو نحو يون فيه أن يكون مدلا وأن يكون مبتدأا وأن يكون فصلا وإدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل وذلك أن الظاهر إن كان بدلا من بنير غيبة جاز مطلقا فقوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فأن أذكره بدل من الهام وفي أنسانيه بدل اجتماك ومثله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقوم الشاعر على حالته لو أن في القوم حاكما على جوده لظن بالماء حاكمه إلا أن هذا بدل كل من كله وإن كان ضمي رحاضر فإن كان البدل بعضا أو اجتمالا جازة نحو أعجبتني وجهك وأعجبتني علمك وقوله أعجبني بالسجن والأباهن رجلي فرجلي ششنة المناسب فرجلي بدل بعض من ياء أو عدم وقوله وريني إن أمرك لن يطاعة وما الفيكني حرمي مضاعة فحرمي بدل اجتمال من ياء الفيكني وإن كان بدل كله فإما أن يدل على إحاطة أولى فإن دل عليها جاز نحو تقوم لنا عيدا لأولنا وآخرنا وإن كان غير ذلك انتنع نحو كنت زيد ورأيتك زيدا وجوز ذلك الأخفش والكوفيين تمسكا بقوله بكم قريش كفينا كل معضلة وأن نهج الهدى من كان ضليلا وكذلك ينقسمان بحسب التعريف والتنكير إلى معرفتين نحو إهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين ونكرتين إن للمتقين نفازا حدائق فحدائق بدل من نفازك ومتخالفين فإما أن يكون البدل معرفة والمدل منه نكرة نحو إلى صراط مستقيم صراط الله فصراط الله بدل من صراط مستقيم أن يكون بالعكس نحو لنسفعا بالنعصية عصية كافبة وقول الشاعر إننا على اليوم أخاه غبوا لا تقلواها وابلواها دلوة ثم قلت الخامس عطف النسك وهو بالواي لمطلق الجمع وبالفاء للجمع والترتيب والتعطيب وبثم للجمع والترتيب والمهلة وبحتى للجمع والغاية وبأمر متصلة وهي المسبوقة بهمزة التسوية أو بهمزة يطلب بها وبأمر تعيين وهي في غير ذلك منقطعة مختصة بالجمل ومرادفة لبل وقد تضمن مع ذلك معنى الهمزة وبأي بعد الطلب للتخيير أو الإباحة وبعد الخبر للشك أو التشكيك أو التقسيم وببل بعد النفي أو النهي لتقرير نتلوها وإسباك نطيبه لتاليها كلكن وبعد الإسباك والأمر لنقل حكم ما قبلها لما بعدها وبلا للنفي ولا يعتف غالبا على ضمير رفع متصل ولا يؤكد بالنفس أو بالعين إلا بعد توكيده بمنفصل أو بعد فاصل ما ولا على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض وأقول معنى كون الواي لمطلق الجنة أنها لا تقتضي ترتيبا ولا أكسه ولا معيّة بل هي صالحة بوضعها لذلك كله فمثال استعمالها في مقام التركيب قول الله تعالى وأيحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقوب والأصناق ومثال استعمالها في عكس التركيب وعيسى وأيوم ونحو كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اقبطي لربك يسجدي واركعي مع الراكعين ومثال استعمالها في المصاحبة نحو فأنجيناه ومنعه في الفلك ونحو فأخذناه وجموده ونحو وإذ يرصى إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ومثال إفادة إنساء للتركيب والتعقيد وثم للتركيب والمهلكة قوله تعالى أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فعطف الإقبار على الإماتة بالفاء والإنشار على الإقبار بثم ثم الإقبار يعقب الإماتة والإنشار يتراخى عن ذلك ومعنى حتى الغاية وغاية الشيء نهايته والمراد أنها تعطف ما هو نهاية في الزيادة أو القلة والزيادة إما في المقبار الحسي كقوله تصدق فلان بالأعداد الكثيرة حتى الأنوف الكثيرة أو في المقبار المعنوي كقوله مات الناس حتى الأنبياء وكذلك الكلة تكون طارة في المقبار الحسي كقوله الله كقولك الله سبحانه وتعالى يحصل أشياء حتى مفاتور الظر وطارة في المقبار المعنوي كقوله زارني الناس حتى الحجامنا وأن على قسمين متصلة ومنقطعة وتسمى أيضا منفصل فالمتصلة هي المسبوقة إما بهمزة التسرية وهي الداخلة على جملة يسشحني من المصدر محلها نحو سواء عليهم أنظرتهم أم لم تنجرهم ألا ترى أنه يسش أن يقال سواء عليهم الإنظار وعدمه أي بهمزة يطلب دعايا بأن التعيين نحو أزيد في الدار أم عمر وشميت أن في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها مشتغنا بأحدهما عن الآخر والمنقطعة ما عدا ذلك وهي بمعنى ذلك وقد تتضمن مع ذلك معنى الهمزة وقد لا تتضمن فالأول نحو أن اتخذ مما يخلق بناته أي بل اتخذ بهمزة مفتوحة مقطوعة من استفهام الإنكاري ولا يصح أن تكون في التقدير مجردة من معنى الاستفهام المذكور وهلا لازم إثبات الاتخاذ المذكور وهو محالب والشامك قوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصور أم هل تستوي الطلمات والنور أي بل هل تستوي وذلك لأن أم قد اقترنت بها فلا حاجة إلى تقديرها بالنزة وأولها أربعة معاني أحدها التخيير نحو فقد صارته أطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسيتهم أو تحرير رقبة الشام الإباحة كقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم وغاجان المعنيان لا إذا وقعت بعض الثلاث والشالس الشك نحو لبثنا يوما أو بعض يوم والرابع التشكيك وهو الذي يعبر عنه بالإبهان نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في دلال مبين وغاجان المعنيان لا إذا وقعت بعض الخبر وأما دل فيعتف بها بعد النفي أو النهر ومعناها حينئذ تقرير ما قبلها بحاله وإثبات نقيضه لما بعدها نحو ما جاءني زيد بل عمر ولا يقم زيد بل عمر وبعد الإثبات أي الأمر ومعناها حينئذ نقل الحكم الذي قبلها للإسم الذي بعدها وجعل الأول كالمسكوت عنه وأما لكن فلا يعتف بها إلا بعد النفي أو النهر ومعناها كمعنى بل وعن الكوفين جواز العطف لها بعد الإثبات قياسا على بل لآباه غيرهم لأنه لم يسمع وأما لا فإنها لنفي الحكم الثابت ومع قبلها عما بعدها فلذلك لا يعتف بها إلا بعد الإثبات وذلك كقوله جاءني زيد لا عمر جاءني زيد لا عمر ومشال العطف على الدمور المرفوع المتصل بعد التوكيد لقد كنتم أنتم وآبادكم في ظلال مبين ومشاله بعد الفصل بالمفعول يدخلونها ومن صلحه فمن عطف على الواي من يدخلونها وجاز ذلك للفصل بينهما بدمور المفعول ومشال العطف من غير توكيد ولا فصل قيل النبي صلى الله عليه وسلم كنت يا أبي بكر وعمر وفعلت يا أبي بكر وعمر وقيل بعضهم مررت برجل سياء والعدم فسياء صفى لرجل وهو بمعنى مستين وفيه دمور مستطر عائد على رجل والعدم بالرسء معطوف على ذلك الضمير ولا يقاس على هذا خلافا من الكوفيين ومشال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض قيله تعالى فقال لها وللأرض قل الله يمجيكم منها ومن كل كرب وعليها وعلى الفلك تحملوه ولا يجب ذلك خلافا لأكثر البصريين بدلين قراءة حمزة رحمه الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلين به والأرحام بخفض الأرحام وحكاية قطر ما فيها غيره وفرسيه ثم قلت فصل وإذا اتبع المنادى ببدل ألمسك مجرد من أل فهي كالمنادى المستقل مطلقة وتوابع المنادى المبني غيره ما يرفع أو ينصد إلا تابع أي فيرفع وإلا التابع المضاف المجرد من أل فينصد كتابع المعرب وأقول لتوابع المنادى أحكاما تخصها فلهذا أسربتها بفصل والحاصل أن التابع إذا كان بدلا أو نسقا مجردا من الأل فإنه يستحق حينئذ ما يستحقه لو كان منادى تقول في البدل يا زيد كرج بالضمن كما تقول يا كرج وكذلك يا عبد الله كرج وفي النسق يا زيد وخالد بالضمن كما تقول يا خالد وكذلك يا عبد الله وخالد لا فرق في البابين المذكورين بين كين المنادى معرما ومبنيا وإذا كان التابع غير بذل ونسق مجرد من أل فإن كان المنادى مبنيا فالتابع له ثلاثة أقسام ما يجب رفعه وما يجب نصبه وما يجوز فيه الوجهان فالواجب رفعه نعت أين نحو يا أيها الإنسان يا أيها الناس وعن النازمي إجازة نسمه وأنه قرئ قل يا أمو الكافرين وهذا انتبت فهو من الشذور بمكانه والواجب نسمه التابع المضاع مثاله في النعط يا زيد صاحب عمره ومثاله في التوكيد يا تمين كلهم أو كلكم ومثاله في البيان يا زيد أبا عبد الله والجائز فيه الوجهان التابع المفاد نحو يا زيد الفاضل والفاضلة ويا تمين أجنعون وأجنعين ويا سعيد كرج وكرزة قال في الرمة لقائل يا نصر 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 وإن كان المناد معربا تعين مصر التابع نحو يا عبد الله صاحب عمره يا بني كمين من كله يا عبد الله أبا زيده وإذا وجد نصب الندى في التابع للمبني فنصبه تابعا لمعرب أحق قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض ففاطر صفة بسم الله سبحانه وزعم سيبوين أنه نداء ثانم هدف منه حرف النداء لأن المناد المنازم للنداء لا يجيج عنده أن يصف وكلمة اللهم لا تستعمل إلا في النداء ثم قلت باب موانع الصرف تسعة يجنعوا قولوا اجنع وزن عادلا أنش بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا فالتأميث بالألف كبهما وصحراء والجمع المماثر لمساجد ومصابيح كل منهما يستقل بالمنع والبوات منها ما لا يمنع إلا مع العالمية وهو التأميث كفاطمة وطلحة وزينبة ويديه في نحو ند وجهانه بخلاف نحو سقرة وبلخة وزيبة لامرأة والتركيب المسجي كمعبي كربة والعجمة كإبراهيم وما يمنع طارة مع العالمية واخرى مع الوصفية وهو العدل كأمر وزفر وكمشنة وثلاثة واخرى مقابل آخرين والوزن كأحمد وأحمر والزيادة كإثنان وغضان وشرق تأثير الصفة أصالتها وعدم قبول هتاء فأرنب وصفوان بمعنى ذليل وقاس ويعمل ومدمان من المنادمة منصرفة وشرق الإزمة كين على ميتها في العجمية والزيادة على الثلاثة فموح منصرف وشرق الوزن اختصاصه بالفعل كشمر وضرد على مين أي افتتاحه بزيادته هي بالفعل أولى كأحمر وأفكال علم وأقول الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة أعني منينة تنين التنكين وإنما تخرج عن هذا الأصل إذا يجد فيها إلا تاني من علا الانكس أو واحدة منها تقوم مقامهم والبيت المنظوم لبعض النحويين وهو يجمع العلال المذكورة إما بصريح اسمها أو بالاشتقاء والذي يقوم مقام إلتون شيئان التأنيث بالألف مقفورة كمتكبهما أو مندودة كصحراء والجمع الذي لا نظير له في الآحاب أو لا مفرد على وزنه وهو مفاعلك مساجد ومفاعلك مسابيح ودمانير وإنما نثلت للمقصور ببهمة دون حبلة وللمنبودة بصحراء دون حمراء بأن لا يتوهم أن المانع الصفة وألف التأنيث كما تيهم بعضه وما عبارتين العلتين لا يؤثر إلا باندمان علة أخرى ولكن يشترط في التأنيث والتركيب والعذنة أن تكون العلة الثانية المجامعة كل منهن العلمية ولهذا صرفت صنجة وقائمة وإن ودد فيهما إلة أخرى مع التأنيث وهي الإدمة في صنجة والصفة في قائمة وما ذاك إلا لأن التأنيث والإدمة لا يمنعان إلا مع العلمية وكذلك أضرب جانا اسم لبلدة فيها العلمية والعجمة والتركيب والزيادة في لوائلة خامسة وهي التأنيث لأن البلدة مؤنثة وليس بشيء لأن لا نعلم هل لحظوا فيه البقعة أو المكان ولو قدر خلوه من العلمية واجب صرفه لأن التأنيث والتركيب والعدمة صرط اعتدار كل منه العلمية كما ذكرنا والألف والنون إذا لم تكن في صفة كسكرانة فلا تمنع إلا مع العلمية كسلمانة ولا وصفية في أزربوجانة فتعينت العلمية ولا علمية إذا نكرت فوجب صرفه ومثلت التأنيث بفاطمة وطلحك وزينبة بيبين أنه على شلافة أقسان لفظي ومعنوي ولفظي لا معنوي ومعنوي لا لفظي وأما بقية العلم فإنها تمنع طارة مع العلمية وطارة مع وصف نشال العدل مع العلمية عمر وجفر وجحل وجمع وجلف فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحر وجامح وذالف وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواله من نوع الصرف وليس فيه مع العلمية علة ظاهرة فيحتاج حينئذ إلى تكلف دعوى العدل فيه ومثاله مع الصفة إحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاس ومثلث ورباء ومربع فإنها معدولة عن واحد واحد واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة قال تعالى إني أجنحة مثنى وثلاث ورباع فهذه الكلمات الثلاث مخفوضة لأنها صفة لأجنحة وهي منوعة الشرف لأنها معدولة عما ذكرنا فلهذا كان خصدها بالفتحة ولم يظهر ذلك في مثنى لأنه مقصور وظهر في ثلاث ورباع لأنه مسمان صحيح الآخر ومن ذلك أخر في نحو قوله تعالى فعبة من أيام أخرى فأخرى صفة لأيام وهي معدولة عن آخر لفتح الهمزة والخاء وبينهما ألف لأنها جمع أخرى وأخرى أمسى آخر بالفتح وقياس فعل أفعل ألا تشتعمل إلا مضافة بلا معرفة أو مقرنة بلا بالتعريف فأما ما لا إضافة فيه وما لا فقياسه أفعالك أفضل تقول هند أفضل والهندات أفضل ولا تقول فضلا ولا فضل فأما أخر فصفة معدولة فلهذا خفضت بالفتحة فإن كانت أخر جمع أخر أمسة آخر بكسر القائل فهي مصروفة تقول ومرت بأول وآخر بالصرف إذ لعد لأنا ومثال الوزن العالمية أحمد وعزيد وأشكر ومع الصفة أحمر وأفضل ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعى في خلاف الوزن المانع العالميين ومثال الزيادة العالمية سلمان وامران وعثمان وعصمهان ومثالها مع الصفة سكران وربان ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلان بخلاف الزيادة المانعة مع العالمية فإنها في فعلان وغير واشتركوا تأثير الصفة أمرا أحدهما كلموها أصليتا فيجب الصرف في نحو قوله هذا قلب صفوان بنعنى قاسد وهذا رجل أرمد بنعنى ذليل أي ضعيف والشام عدم قبول والباء ولهذا صرف نحو ندمان ندمان وأرمل لقيمون ندمانة وأرملة قال الشعر وندمان يزيد الكأس كينا سقيت وقد تغورت النجوم واشترت لتأثير الأهمة أمرا أحدهما كيم علميتها في اللغة الأعجمية فنحو لجام وفيروز علمين المذكرين مصروف والثاني الزيادة على الثلاثة فنوح ولوت وهود ونحوهن مصروفة وجها واحدة هذا هو الصحيح قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وقال وقوم لوط وأصحاب مدينة وقال ألا بعدا لعاد قومهون وليس مما نحن فيه لأنه عربي وليس في أسماء الأنبياء عليه الصلاة والسلام عربي وغير صالح وشعيد ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أدنين وزعم عيسى ابن عمر وابن قتيبة والدرجان والزرخشري أن في نوح ونحوه وكايب وهو مرضو لأنه لم يرد بمن الصرف سماع مشهور ولا شاهد وشرط الوزن كيبنه إما مختصا بالفعل أو كيبنه بالفعل ألا منه بالاسم فالأول نحو شمر وبرد على مين قال الشاع وجد يا حداج فارس شمر والشان نحو أحمر صفة أو علم بأفكال علم والأفكال اسم للعب فإن هذا الوزن وإن كان يوجد في الأسماء الأفعال كثيرا ولكنه في الأفعال أي لا يمد في الأسماء لأنه في الأفعال يدل على التكلم كأذهب وأنطلق وفي الأسماء لا يدل على معنى والدال أصل لغير الدال واعلم أن المؤنثة إن كان تأنيثه بالألف كبئمة وصحراء انتنع صرفه ولم يحتج لعلة أخرى وقد مضى ذلك وقيل أبي علي إن حمراء انتنع صرفه للصفة ألف التأنيث منتقد بمنع صحراء وإن كان وإن كان بالطائم تنع صرفه مع العالمية سيار كان لمذكر كطلحة وحمزة أو لمؤنث كفاطمة وعائشة وقول الجواري إن غاوية من قوله فأمه غاوية اسم من أسماء النار معرفة بغير الألف واللهم خطأ لأن ذلك يجب منع الصرف وإن كان بغير الطائم تنع صرفه وزيدا إن كان زائدا على ثلاثة كسعاد ورنب أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر يلط قال الله تعالى ما سلككم في سقر كلا إنها لضى أي ساكن الوسط أعجميا كحماة وزير وحمص ودلخ أسماء بلاد أو عربي ولكنه منقوم من المذكر إلى المؤنث نحو زيد وذكر وعمر أسماء نسوة هذا قول ودعا عيسى بن عمر إلى أنه يجوج فيه الوجان وإن لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث فالوجان كهد وبعد وجن ومن أصر في أين وإجده الزباب وقد اجتمع الوجان في قول لم تتنفع بفضل مئزة بعد ولم تشقى بعد في العلب انتهى شريط الحادي عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب ثم قلت باب العدد الواحد والاثنان وما يزن فعلم كثالث والعشرات مركبة مذكران مع المذكر وأنشان بيؤنث مع المؤنث والثلاثة والتسعة وما بينهما مطلقة والعشرات مفردة بالعكس وتنموز المئة وما فلقها مفرد مخفوض والعشرات مفردة وما دونها مجموع مخفوض إلا المئة فمفردة وكان الخبرية كالعشرة والمئة والاستفهامية المجرورة كالأحد عشر والمئة ولا يميز الواحد والاثنان وفين تاحن غل ضرورته معقوله العدد في أصل النغة اسم للشيء المعدود كالقبض والمقب والخبط بمعنى المقبوض والمنقب والمخبوط بدليل كم لرفتم في الأرض عرب سنين والمراضب اللي هنا الألفاظ التي تعد بها الأشياء والكلام عليها في موضعي أحدهم في حكمها في التذكير والتأنيث والشان في حكمها بالنسبة إلى التأنيث فأما الأول فإنها فيه على ثلاثة أقسان القسم الأول ما يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث دائما كما هو القواس وذلك الواحد والاثنان تقول في المذكر واحد واثنان وفي المؤنث واحدة واثنتان قال تعالى وإلهكم إله واحد الذي خلقكم من نفس واحدة حين الوصية اثنان ربنا أمتوا اثنتين ورحتنا اثنتين وكذلك ما كان من العزب على صيغة اسم الفاعل نحو ثالث وثالث ورابع ورابع إلى عاشر في المذكر وعاشرة في المؤنث قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابع قلبهم أي هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة والخامسة أن غضب الله عليها أي الشهادة الخامسة الاسم الثاني ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما وهي الثلاثة والتسعة وما بينهما سواء كانت مركبة مع العشرة أي لا تقول في غير المركبة ثلاثة رجال بالتأي لا تسعة رجال قال الله تعالى آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام وتقول ثلاث نشوة وقال تعالى آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة ليال وتقول في المركبة ثلاثة عشر رجلا بالتأي في ثلاثة وثلاث عشرة را retrال بحث في التأي ثلاث قال الله تعالى عليها تسعة عشر أي ملكا أو خازنا الاسم الثالث ما فيه تفصيل وهو العشرة فإن كانت غير مركبة ثلاثة تذكر مع المؤنف وتؤنف مع المذكر وإن كانت مركبة جرت على القياس فذكرت مع المذكر وإن نفت مع المؤنف قال تعالى إني رأيت أحد عشر كيكما فانفجرت منه اثنة عشرة عين وتقول عندي إحدى عشرة رأة وأحد عشر ربلا وأما الثاني وهي التمييز فإنها فيه على أقسام خمسة أحدها ما لا يحتاج لتمييز أصل وهي الواحد والاثنان لا تقول واحد الرجل ولثنى رجلين وأما قول فيه ثمت حنفال فضرورته والثاني ما يحتاج إلى تمييز مدموع مخفوض وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما تقول عندي ثلاثة رجال وعشر نشاته وتدعى ما بينهم ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز كلمة الماء فإنها يجب أفرادها تقول عندي ثلاثمائة ولا يجب ثلاثمائات ولا ثلاثمئين إلا في الضرورة والثالث ما يحتاج إلى تمييز مفرد منشوب وهو الأحد عشر التسعة وتسعين وما بينهما إني رأيت أحد عشر كلكبة وبعثنا من أثمائ عشر رقيبة ويعدنا موسى ثلاثم لولة وأتمناها بعشر وتم ميقات ربه أربعين لولة إنها ذا خلو تسع وتسعين نعجة وأن قوله تعالى وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا فليس أسباطا تمييزا بل بدل من اثنتي عشرة والتمييز محظيف أي اثنتي عشرة فرقة والرابع ما يحتاج إلى تمييز المفرد المخفوض وهو المئة والألف تقول عندي مئة رجل وألف رجل ويلتحق بالعدد المنتصد تمييز كم الاستفهامية وبمعنى أي عدد ولا يكون تمييزه إلا مفردا تقول كم غلاما عندك ولا يجيز كم غلمانا خلافا للكفير ويلتحق بالعدد المخفوض تمييزه تمييز كم الخبرية ويسمن دال على عدد النجهول الجنسي المقدار يستعمل للتكفير ولهذا غلما يستعمل غالبا في مقام الافتخار والتعظيم ويفتقر إلى تمييز مبين جنس المراد به ولكنه لا يكون إلا مخفوضا كما ذكرنا ثم طارة يكون مجموعا كتمييز الثلاثة والعشرة وأخرتين وطارة يكون مفردا كتمييز المؤكد الألف وما فوقها والخامس ما يحتاج إلى تمييز مفرد منشوب أو مخفوض وهو كم الاستفهامية المجوورة نحو بكم درهم اشتريت فالنصب على الأصل والجر بلون مدمرة لا بالتباغة خلافا للسجال وإنما لم أذكر في المقدمة أن تمييز كم استفامية وتمييز الأحد عشر وتسعة والتسعين وما بينهما منشوب لأنني قد ذكرته في داب التمييز فلذلك اختصرت إعادته في هذا الموضوع المقدمة ومن الله الحمد على إحسانه وإلى هما ينتهي شرح شدور الذهب في معرفة كلام العرب تأليف ابن هشان المصري الأنصاري وبتعليق الأستاذ محيط دين عبد الحميد الناشر المكتبة التجارية الكبرى بشارة محمد علي بالقاهرة بصاحبها مصطفى محمد قرأ الكتاب عليكم توفيق محمد سابع أجتاز مادة نحو الصرف كلية اللغة العربية وفيما تدقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية معاني الخروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني الذي حققه وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وأرخ لعصره الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ينشر الكتاب دار مهبة مصر للطبع والنشر بالقاهرة تحليل كتاب الخروف معاني بن عيسى الرماني ألف كتاب الخروف على مثال كتاب الخروف لأرستاليس الذي أشار إليه ابن النبي حيث قال وترتيب هذا الكتاب كتاب أرستاليس على ترتيب خروف اليونانيين وأوله الألف الصغرى ونقلها إسحاق ولنوجود منه إلى حرف مي ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدو وقد يوجد حرف مي باليونانية لتفسير الإسكندر وهذه الحروف نقلها إستاث الكندي وله خبر في ذلك وقد بدأ الرماني بالحروف الأحادية ثم ثم بالصناعية ثم تحدث عن الثلاثية في الرباعية وقد أورد الرماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظرة ذات اتجاه منظم فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الآتي الحروف الأحادية الهمزة الباء التاء السين انثاء الكاف المان الواو الحروف الثنائية وقد أوردها على النشط الآتي الحروف الحروف الثنائية منه مع بلى ثم جيري خلا رب على سوف إن أم ليت ألا إله إذا أي ثم ساق الكلام عن حاشا حتى كأم كلا لولا دوما نعلم ألا أم إن هلا لما لكن تلك هي الربعية وبمراجعة هذا الترتيب الذي أورده يلحظ أنه ألف التزم الترتيب على حسب الأحرص الهجائية في الحروف الأحادية با لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية فهو يرد بل بعد ياء وقد بعد من والمز بعد هل وقد تجد شيئا من هذا في الحروف الثلاثية والرباعية قد يقال ربما رتب الرماني هذه الحروف ترتيبا يخضع لنظام غير ترتيب الحروف الهجائية كأن يرتبها على حسب العامل منها أو الهامل على حد تعبيره أو التي تعمل النصب معا أو التي تعمل الجر كذلك ولكن ولكنك تطبق شيئا من ذلك أو غيره فلا تنظل في الطريق حتى يلتو عليك الضرنق الرماني في حديثه عن الخروف يذكر الخروف ويبين أعامل هو أنه هامل ثم يرد الاستعمالات المختلفة مبنية على أقوال محات وما حكي عن أئمتهم كالخليب وسيبويه والمازلي والمبرد وعلي بن سليمان الأخفش وقد يكتفي بإيراد ما يقول هؤلاء إن مون تعليق عليها حينا وقد يعقبها بتعليق أو تفليد أو تفسير أو اعتراض أو ترجيح وحينئذ تبرز شخصيته في وضوح وهو غالبا يعتمد ما يقول بسيبويه ويخالف التسائي والفراء وقد رأيته يستشهد بالنجيني والربعي ويعلق على رأي المبعي بأنه قريب مع أن كلا منهما تلميذ لأبي علي الفارسي على حين أنه لم يستشهد بالفارسي مع أن له آراء متعالمة مشهورة فالفارسي مثلا هو الذي روى البيت إذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنا كما يحسب أن الهوى حيث تنظر جاعلا مكان كما كي ومع ذلك فقد طوى الرماني ذكره ولم ينشر خبره ولا أدري لذلك سببا إلا أن يكون قد أضرب صفحا عن الفارسي لقولته التي رماه بها والتي تعرفت لتحليلها فيما مذا من حديث وترى في كتاب الخروف قواعد عامة قواعد عامة تعد أصولا نحوية كأن يقول المغمر يرد يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر أو يقول لا يجوز أن تقع أو مع الأفعال التي تقتضي فاعلين والرماني في كتاب الخروف يعرض آراء البصريين والكوفيين وقد يسربهما سربا لا تعليق فيه ولا تعقيد فلا تكاب عندئذ تتبين مذهبه النحوي وقد تجد ما يدل على بصريته في خفوت حينا كأن يقول مذهب البصريين وزعم بعض الكوفيين وفي وضوح حينا كأن يضرب صفحا عن الشاهد الواحد فلا يعتد به ويعبه شابا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه ومما يتصل بمذهبه النحوي وأنه إلى البصرية أميل تحكيمه مذاهب المحات في طراءات للقرآن الكريم فيحكم على طراءة صحيحة بأنها بعيدة عند النحويين كما حكم على طراءة تماما على الذي أحسن وكذلك تعليقه على طراءة ما أقسم بقوله وفيها نظر والرماني ينزج كلامه في النحو بما يتصل بعلم المعاني فقد ذكر أن الهمزة تكون للإنكاء والتوبيح والاسترشاد وتقرير الخبرية في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وإن خرج مخرج الاستفهام وقوله قد تقع اللام بمعنى العاقبة وقد يقع الأمر موقع الخبر فقومه تعالى فلنجد له الرحمن مدى والرماني يؤيد ما يذهب إليه بالصحيح من الشواهد القرآن الكريم والشعر العربي وقد رأيته يستشد بالحديث الشريف كما أورد بيتا لبعض المولدين وعلق على قوله بالقبح وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعمالات المختلفة للأحرف كأشارات إلى لهجة هدين والحرس بن كعب والتنوميين والحجازيين كما يتعرض لرسم المصحف ويحتجده كتاب الحروس الحروس الأحادية الهمزة منها الهمزة وهي تستعمل في موضعين في النداء والاستفهام فإذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب بون البعيد لأن المنادات البعيد تحتاج إلى مد الصوت وليس في الهمزة مد وإذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أرضهم منها أن يكون على جهن من المستفهم كقولك أقام زيد أزيد عندك أم عمر ومنها أن يكون إنكارا أزيد أمرك بهذا أمثل عمر يقول ذلك كقوله تعالى أرى الله أذن لكم أم على الله تفترون أرى الذكرين حرم أمر الأنثلين ومنها أن يكون توبيخا كقوله تعالى أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في النفر ولقومه في المعنى لأن الله تعالى علم أن عيسى لم يقل ذلك ولكن قال ذلك به بحضرة قومه يوضقهم على ذلك ويكذبهم فيما قالوه ومنها أن يكون تعجبا كقولك أيكون مثل هذا ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم أيجوز كذا كذا وكذا كقوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها وذلك أنهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحة في ذلك وقيل هي تعجب تعجبت الملائكة في ذلك وزعم أبو عبيدة أنها إنجاب وليس بشيء لأن الملائكة لا توجب ما لم يجبه الله ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإجاب لأن الاستفهام خلاف الواجب وتكون تقريرا وتحقيقا وذلك إذا دخلت على ما أو لم أو ليس كقولك أنا أحسنت إليك ألم أكرمك ألست بخير من زيت والجواب بلى وإن شئت قلت ألست خيرا من زيت قال جمير ألست خيرا من ركب المطايا وأمد العالمين بطون راحي ويكون تسوية وذلك في أربعة مواضع وهي ما أدالي أقمت أمطعت وليت شعري أخرج أم دخل وما أدري أأدن أم أقام وسواء علي أغضبت أم رضيت قال الله تعالى سواء علي ما أوعظت أم لم تكن من الواعظين وقال حسان ما أبالي أنبد الحزن تيسم أم لحاني بظهر غيب لئيم هاشية الشاهد من قصيدة لحسان رضي الله عنه يذكر أصحاب اللواء يوم أخر وأول هذه القصيدة منع النوم بالعشاء الهمون وخيال إذا تغور النجوم وقيل الشاهد قوله المشهور رب حلم أضاعه أدم المال وجهل غطى عليه النعيم وأنبأ بمعنى صاخ والحزن ما غلظ من الأرض لحاني ما من انتهت الحاشية وإذا دخلت همزة الاستثام هلا همزة الوصل ثبقت وسقطت همزة الوصل وإن كانت همزة الوصل معلام المعرفة مدة ولم تحدث بأن لا يشتبه الاستثام بالخبر وذلك كقولك أم رجل قال ذلك أم المرأة قال الله تعالى أه الله خير أم لا يشركون وإذا دخلت على همزة القطع جازلك أربعة أوجه أحدها أن تحقق الهنزتين كقولك أأنت قلت ذاك والثاني أن تحقق الأولى وتلين الثانية قوله بالرمة أين ترسمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مستوم حاشية من الرمة بظم الراء وتكسر قطعة حبل دالية قال أبو عمر بن العلاء بدأ الشعر بمرئ القيس وختم ذي الرمة مات في أصبهان سنة سبع وعشرة ومئة عن أربعين سنة قال الأصمعي مات ذا الرمة عطشان وأتي ذا الرماء وبه رمق فلم ينتفع به وكان آخر ما تكلم به قوله ونخرج الروح من نفسي إذا احتضرت وثارج الكرب زحزحني عن النار وشاهد أول قصيدة من ذا الرمة والرواية في الديوان عن ترسمت من خرقاء منزلة مع الصدابة من عينيتي مستوم وفي الأصل خرقاء وهو تحريف وترسمت وبرت رسومها والصدابة رقة الشيخ مستوم مسبوب صد وروا توسمت وتوهمت ودلك رسمت انتهت الحاشية والثالث أن تحقق الهنزتين وتدخل بينهما ألفا كقوله أيا ذبيك الوعساء بين جلاجل وبين النقى أأنت أم أم سالم حاشية البيت لبررمة من قصيدته التي أولها خليلي عوجا الووم حتى تسلم على طلل بين النقى والأخار والوعساء في الشاهد رنته يقول أنت أحسن أم سالم انتهت الحاشية والرابع إن من العرب من يفسد بالألف وينير الهنزة الثانية فهؤلاء خففوا من جهتين وقد طرعت القراء بالأوجه الأربعة وإنما لم تعمل الهنزة شيئا وكانت من الهوامر لأنها تدخل على الاسم والفعل وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر الباء وهي من العوامر وعملها الجر وهي مكسورة وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها وحركة معمولها الكسر ولا يعترض على هذا بأم الكاف ولا يعترض على هذا بالكاف لأن الكاف قد تكون اسما وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا محو الباء والنان وحركة ما قد تكون اسما محو الكاف والباء تأتي على وجوه من ذلك أن تكون للإضافة نحو قولك مررت بالزيد أغفت المرور أغفت المرور بالباء إلى زيد وتكون للاستعانة كقولك كتبت بالقلم وقطعت بالمدوة وتكون للظرف كقولك أقمت بمكة وكنت بالبصرة قال الشماخ وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاح عدات أمره وهو ضامر وتكون قسم كقولك بالله لأخرجن وهي أصل حروف القسم وتكون حالا كقولك خرج بثيابه والمعنى خرج مقتسيا وتكون زائدة وإن كانت كذلك كانت لها مواضع إحداها أن تدخل على الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا والمعنى كفى الله ولكن الباء دخلت للتوكيد وقال ابن السراج ليست بزاعدة والتقدير كفى والافتفاء بالله وهذا التأويل فيه بعد لقبح حدث فاعل ولأن الاستهمال يدل على خلافه قال عبد بن الحسحاس عميرة ودع إن تجهز تغازية كفى الشيب والإسلام للمرء ما هو حاشية عبد بن الحسحاس هو سحيم شاعر مخضر من كان أسود أعجميا من شعره الحمد لله حمدا لم تطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع انشده صلى الله عليه وسلم فقال أحسن وسدق فإن الله سيشكر مثل هذا وإن سدد وقارد إنه لمن أهل الجنة انتهت الحاشية فهذا كما تقول كفى الله وقد دخلك على الفاعل في غير هذا الموضع وهو شاد وذلك قوله ألم يأتيك والأنباء كما إما لاقت لبون بن زياد والمعنى ما لاقت والباء زائدة وزيدت في المبتدأ نحو قولك بحسبك زيد والمعنى حسبك وزيدت في خبر المبتدأ وذلك نحو قوله تعالى وجزاء سيئة بمثلها والمعنى فجزاء سيئة مثلها وهو قول أبو الحسن وخطيل الخبر محذوث والباء في موضع الحال وهي متعلقة بمحذوث والتقبير فجزاء سيئة كائلا بمثلها واجب وقيل الباء تتعلق بنفس جزاء والخبر محذوث أيضا وتدخل على المفعول نحو قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الفلج نضرب بالسيف وندقو بالفرج ومما جخلت فيه الضاء على المفعول قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والمعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة فأما قوله تعالى تنبت بالدهم فتقرأ تنبت وتنبت ثم قرأ تنبت بفتح حرف المضارعة ففيه وجهان أحدهما أن تكون الباء للتعبية كقولك جهبت به في معنى أذهبته والتقدير تنبت الدهن ومثل ذلك قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنيئ بالعصبة أي تنيئ العصبة والهمزة والباء متعاقبان في هذا منحبه انتهى الوجه الأول والثاني أن تكون الباء في الموضع الحام والتقدير تنبت وفيها الدهن كما تقول خرج ببرعه أي خرج دارعا ومن هذا قوله أعز اسمه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ويريد أنهم دخلوا يحملون شيئا وخرجوا يحملونه وإنما يريد أنهم دخلوا كاثرين وخرجوا كاثرين ومن هذا قول الشاعر ومستنة كاستنان الخروف قد قطع الحبل بالمورد حاشية الخروف ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة حكاه الأصنعي في كتاب الفرس انتهت الحاشية أي وفيه المرود وأن من قرأ تنبت في ظن التاعي فيجوز أن يكون الباء للحال أيضا على ما تقدم فالمسؤول محظوص والتقدير تنبت سمرتها بالدهن أي وفيها الدهن والثاني أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن أي ما يكون منه الدهن وحكى الأصنعي نبت البقل وأنبت تنعنا وأنشد لزهير رأيت ذوي حاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل حاشية الشاهد من قصيدة ينبخ بها سنان ابن أبي حارثة المر وأولها يبسنة الشهداء في الناس أجحفت ونال كرام الناس في الجحرة الأكل مشاهد جواب إذا من قوله قبله صح القلب عن سلم وقد كان لا يسم وأكثر من سلم التعاميق فالثقل متأت الحاشية وقد تدمر أن بعد لان الجر وذلك في موضعين أحدهما أن تكون في معنى كي وذلك قولك جئت بتكرم والمعنى جئت بأن تكرم ويجوز إظهار أن ها هنا وقد تقع هذه اللام بمعنى العاقبة نحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي فكانت عاقبته أن كان لهم عدوا وهم إنما التقطوه ليكون لهم ولدا وبعض النحويين يسمي هذه اللام نام الصيرورة أي ليسير لهم أو فصار لهم الثاني أن تكون بعد النفي وذلك قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين والمعنى لأن يذر المؤمنين ولا يجوز إظهار أن ها هنا لأن المعنى ينقل ولأن هذا جواب من قال سيقوم زيد فكما يجوز أن يفرق بين السين والفعل فلذلك لا يجوز أن يفرق بين النام والفعل وأن الجازلة فلام الأمر وذلك نحو قولك ليقم زيد والغالب عليها أن تدخل على فعل الغائد وذلك نحو قولك لتعنى بحاجتي ولتزب علينا وكذلك فعل المتكلمين نحو قولك لنقم ونخرج قال الله تعالى ونحمل خطاياكم وقد يؤمر بها المخاطب ورؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض مغازيه لتأخذوا مصافكم وقال مرة أخرى لتقوموا إلى مصافكم وقرأ فبذلك فالتفرح وقد يقع الأمر موقع الخبر نحو قوله فلنجد له الرحمن مدى وهذا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر لأن القديم لا يأمر نفسه ومن حكم هذه اللام أنها إذا دخلت عليها الفاء أن تسكن فقولك فلقم زيد وكذلك الواو نحو قولك وليخرج أخوك ويجوز الكسر والإسكان أكثر وإنما أسكنت لأن الفاء والواو يتصلان بما بعدهما ولا يجوز الوقف عليهما فيشبه وعلى هذا قالوا فهي وهي فإن كان في موضع الفاء والواو حرف على حرفين فصاعدا كسر اللام لا غير عند البصريين وذلك نحو قولك بل ليقم زيد ثم ليخرج عنهم قال الله تعالى ثم ليقضوا تفتهم فأما من أسكن اللام من القراء فالبصريون ينكرونه عليه ومجازه ثم ساكنة الأوسط فكأنه نوي الوقف على المين الأولى وابتدأ من يقضو وقد أسكن ما هو أبعد من هذا وهذا قول امرئ القيس أن يوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل حاشية رواية الديوان فاليوم أسقى غير مستحقب إثما من الله ولا واغل وغير مستحقب إثما من الله أي غير مكتسبه ولا محكمله واصله من حمل الشيء في الحقيبة فبرضه مثلا والواغل الداخل على القوم يشربون ولم يدع يقول إنه يشرب الخمر وقد حلت له فلا يأثم ويكرم نفسه أن أن يشرب الوغل انتهت الحاشية وكان الأصل فاليوم أشرب غير فأسكن الباء على التشبه بقولهم في عضد عضد وفي فهو فهو وفيه بعد لأن هذا متصل وذاك منفصل وهو في الآية أسهل على نحو ما ذكرناه وكسرت اللام الجازلة حملا على الجارة لأنها مبيرتها وذلك أن الجزم في الأفعال مظير الجر في الأسماء فلما كانت اللام الجارة مكسورة بما ذكرناه قبل هذا كسرت هنا حملا عليها الواو من الحروف الهوامي لأنها تدخل على الإسم والفعل جميعا ولا تختص بأحدهما فاكتبى ذلك أن لا تعمل شيئا لأنها ليست بالعمل في الإسم أحق منها بالعمل في الفعل ولها معامل منها أن تكون عاطفة جامعة كقولك قام زيد وعمر يحتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه ويحتمل أن يقوم معا في وقت واحد ودلك على ذلك قوله تعالى فكيف كان عذابي ومذر والمذر قبل العذاب بدلالة قوله وما كنا معذبين حتى مبعث رسولا وقال حسان بها ليل منهم جعفر منه وابن أمه علي علي ومنهم أحمد متخير وذهب قطرب وعلي بن عيسى الربعي إلى أنه يجوز أن تكون مرتبة نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وهذا كلام مرتب ويؤنس بهذا أيضا قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم وكان في ذلك محنة لهم ومشقة عليهم وهذا يؤيد مذهب الشافعي في أن الواوى يجوز أن ترتب ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة وذلك نحو قولك استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة فحضفت معه وجيء بالواوي فأنصلت الفعل إلى ما بعدها وهو الذي يسمى المفعول معه وكان أبو الحسن الأخفش يذهب إلى أن ما بعد الواوي ينتصد انتصاب معه في قولك جئت معه فالوجه ما أدى به لأن معه ضرف وزيد وما يجري مجراه لا يجوز أن يكون ضرفا ويكون حالا في مثل قولك جئتك وزيد قائم ولكنت عمرا وعبد الله منطلق أي في هذه الحال قال الله تعالى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وكان سيبويه يمثلها بإذن وذلك أنك إذا قلت جئت وزيد قائم صلحا أن تقول جئتك إذ زيد قائم وإذا كان في الجملة التي بعدها ضمير يربطها بما قبلها جاز حفث الواوي وذلك نحو قولك جئتك وأبوك قائم ويجوز جئتك وأبوك قائم ولو قلت جئتك زيد قائم من يجوز فإن قلت في دارك أو من أجلك وما أشبه ذلك جاز ويكون قسما نحو قولك والله لأخرجن وهي بدل من الباء في قولك حلفت بالله لأخرجن ولا يجوز أن تدخل على مضمر كما تدخل الباء في قولك به لأخرجن أنشد أبو زيد ألا همت أمامة باحتمامي وتحزنني فلا بك ما أباني لأن الباء هي الأصل والواء بدل منها وقد شرحنا ذلك فيما تقدمت وتضمر معها ربا نحو قولك ورجل أكرمت وبلد دخلت قال وبلدة ليس بها أنيسا إلا العافير وإلا العيسى حاشية قاله جردان العود واسمه العامر بن الحارث أبو عافير جنع يعفور وهو ولد بقرة وحشية والعيس بالكسر جنع عيسى وهي الإبل البيل وخالط بياضها شيء من الشقرة انتهت الحاشية والجرد ربا مضمر وقال أبو العباس الجرد الواء أنتي هي عوض من ربا ويدل على فساده مجيء الجر على إذمار ربا ولا عوض منها وذلك نحو قوله رسم دار وقفت في طللة كدت أقضي الحياة من جلل وقد جاء الجر مع بل وذلك نحو قوله بل جوز تيهاء كظهر جحفت ولا يقول أحد بل يجر وقد مضمر مع الواوي أن وذلك نحو قولك لا تأكل السمك وتشرب النبو إذا نهيته عن الجمع بينهما قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم حاشية من قصيدة لأبي الأسود الدؤل منها لا تتبع سبل السفاهة والخل إن السفيه معنف مشؤون انتهت الحاشية فإن أردت أن تنهى عنهما جميعا جزنت فقلت لا تأكل السمك وتشرب النبو ومما أذمرت فيه أن قول الشاعر لنبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من نبس الشفوف حاشية البيت بميسون بنت بجدل الكلبية أم يزيد تزوجها معاوية رضي الله عنه ونقلها من البدو إلى الشام فكانت تحم إلى أوطانها في أبيات مشهورة منها هذا البيت انتهت الحاشية ومن ذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فقرئ رفعا ونسبا فمن رفع فعلى معنى أو هو يرسله ومن نسب فعلى إضمار أنه ولا وجوز أن تكون عاطفة على أن يكلمه الله لأن في ذلك إبطال الرسالة وذلك أن التقدير يسير وما كان لبشر أن يكلمه الله ولا كان لله أن يرسل رسولا وهذا فاسد كما ترى وتكون زائبة نحو قولك كنت ولا شيء لك واختلف العلماء في قوله حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها فذهب المبرد إلى أن الواو زائدة والتقدير حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وأنشد فلما أجزنا ساحة الحي وانفح بنا بطن خبت بقفاف عقا قلي حاشية الرواية في الديوان بطن حقف دير كان وأجزنا قطعنا والساحة فينا والحقف من الرمال المعوج وقفاف جمع قف وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ومعنى ركام بعضه على بعض والعقنقل المنعقد المتداخل والواو في قوله وانتحى أي ترب زائدة عند الكوفمين وهي عند البصريين للعقف وجواب لنا محذوث لعلم السهنة انتهت الحاشية قال والمعنى فلما أجزنا ساحة الحي انتحى والواو زائدة واعتفى الخليل من الآية والقول فيها حاشية كذا في الأصل ويقول ما بعدها على أن المراد بها أن الخليل أعثى نفسه من الكلام على الآية ولن نعثر على أن اعتفى تؤدي هذا المعنى فيما رجعنا إليه من المعاجر والذي في سيبويه وسألت الخليل عن قوله جل بكره حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها أين جوابها فقال إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم بعلم مخبر بأي شيء وضع هذا الكلام انتهت الحاشية وتكلم عن البيت فقال جواب لنا محذوث والتقدير فلما اجتزنا ساحة الحي خلونا ونعننا ويجيء على قوله أن الجواب في الآية محذوث والتقدير حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها فازوا ونعنوا وذهب بعض المفسرين إلى أن الواوها هنا تدل على أن للجنة ثمانية أبواب قال لأن العرب تستعمل الواوة فيما بعد السبعة واحتج على ذلك بقوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وكان علي بن عيسى يصحح هذا القول ومما يؤنس به قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآن يرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومثله عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قامتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكار وفتحت الواو على ما يجب في الحروف الأحابية وما سوى هذه من الحروف الأحابية ليس هذا موضع تفسيرها الحروف الثنائية أن فمنها أن وهي حرف من الهوامل وإن كان يختص الإسم بأنه مع ما دخل عليه كالشيء الواحد ولها مواضع أحدها أن تكون لتعريف العهد كقولك جاءني الرجل إذا أردت واحدا بينك وبين المخاطب فيه عهد والثاني أن تكون لتعريف الجنس وذلك نحو قولك أهلك الناس الدينار والدرهم والملك أفضل من الإنسان ومنه قوله عز وجل والملك على أرجائها والله يعلم المفسد من المصلح ومنه إلا الإنسان لفي خسر كل ذلك لا يراد به شيء بعينه وإنما يراد به الجنس وهو واحد يدل على أكثر منه والثاني أن يكون عوضا وذلك على ضربين أحدهما أن تكون عوضا من الهمزة وذلك في اسم الله عز وجل الأصل فيه إله فحدفت الهمزة حذفا على غير قياس وعوض منها أن هذا أحد قول سيب ويل وكذلك قال الفراء إلا أنه جعل الهمزة قياسا والأصل عنده الإله ثم ألقيت حركة الهمزة على اللام فصار اللاه فالتقى المثلان وهما اللامان فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية فقيل الله والقوم الثاني من قول سيب ويه أن الأصل لاه ثم دخلت أل التعظيم والتفخيم واستدل على ذلك بقول بعضهم لا لاه أبوك وقال ذو الأسبع لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني حاشية البيت من قصيدة يقول فيها يا من لقلب شديد الهم محزون أمسى تذكرها يا أم هارون ومنها أمسى تذكرها من بعد ما شحطت والدهرب غلبة حينا وذوريني ومعنى الشاهد كما جاء في المغن أي لله در ابن عمك لا أفضلت في حسب علي ولا أنت مالكي فتسوسني وتخزوني انتهت الحاشية نريد الله واستدل أيضا بقول بعضهم ما هي أبوك نريدون الله فعلى هذا القول تكون الألف التي قبل الهاء وبعد اللام منقلبة عن الياء التي هي عين وعلى القول الأول تكون زائدة بمنزلة ألف كتاب وعماد والثاني أن تكون عوضا من ياء النسد وذلك نحو قولهم أن يهود والمجوس والأصل يهوديون ومجوسيون فحذفت ياء النسد وعوذت منها أم ويذل على ذلك أن يهود ومجوس معرفتان قال أحار ترى بريقا هب وهنا كنار مجوس تستعر استعارا وقال الآخر فرت يهود وأسلمت جيرانها سمي مما فعلت يهود صمامي وفي الحديث فخرجت يهود بمساحيها فقامت محمد والخميس ومن هذا قول الشاعر والتيم ألأم من يمشي وألأمهم ذهن ابنتين بن السود المدانيسي حاشية رواية اللسان ونسبه إلى جرير والتيم ألأم من يمشي وألأمهم تيم ابن ذهن بن السود المدانيسي ورواية الديوان أولاد ذهن مكان تيم ابن ذهن قال في اللسان وأما قولهم التيم فإنما أدخلوا اللام على إرادة التيميين كما قالوا المجوس واليهود انتهت الحاشية وإنما هم تيميون والثالث أن تكون بمعنى الذي وذلك قومك القائم عندك زيد أي الذي قام ويكون في المؤنث بمعنى التي نحو القائمة عندك هند ولا بد لها من سلة وهي توصل بكل جلة يحسن فيها الصدق والكذب ولا يدخل إلا على اسم الفاعل وقد اغطر الشاعر فأدخلها على الفعل المذارع وذلك نحو قوله فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته بالشيخة يتقصه حاشية البيت ببلخرط الطهوي شاعر جاهلي واليربوع بويبة تحفر الأرض والنافقاء جخر يكتمه اليربوع ويستر ويظهر جحرا آخر غيره وقوله بالشيخة وهو بالخاء المعجمة رملة بيضاء في بني الأسد وحنظله وليتقصع أراد الذي يتقصع أي اليربوع الذي يدخل في قاسعاته في قاسعائه والقاسعاء جخر آخر من جحرة اليربوع انتهت الحاشية وقال يقول الخنى وأبغذ العجم لاطقا إلى ربنا صوت الحمار يجدعه حاشية البيت بذي الخرق الطهوي أنخنى أنفاحش من الكلام والعجم جمع الأعجم أو العجماء والأعجم هو الحيوان الذي لا يمتق والأعجم من الإنسان الذي في كلامه عجمه شبهه بالحيوان الأعجم وفي الأصل تقول مكان وقول وهو تحريث انتهت الحاشية ومثل ذو ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذراء والجدل وهذا من أقبح الضرورات وما يجوز استعماله في ساعة الكلام والرابع والرابع أن تكون زائبة وذلك على ضربين إحدى هما أن تكون زيادتها لازمة وذلك كنحو زيادتها في النبي واللتي والأصل نيت وليستا للتعريف بأنهما يتعرفان بالصلة كما يتعرف من وما وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشر ترجمة نانسي قنقر